بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الاول يبدو حالا الوجه الاول يبدو حالا عنوان الكتاب تيسير مصطلح الحديث وهذا هو الشريط الاول منه مؤلفه الدكتور محمود الطحان استاذ الحديث بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الكويت الناشر مكتبة دار التراث بالكويت الطبعة السابسة سنة 1404 للهجرة سنة 1984 للميلاد يقرأ الكتاب عليكم الدكتور عبد السميع محمد أحمد حسنين بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الطبعة السابسة الحمد لله الذي من علينا بنعمة الاسلام وجعلنا من خدم سنة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام والصلاة والسلام على صفوته من خلقه وخاتم انبيائه سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله ماح الظلام وبعد فإن الله تعالى وله الحمد والمنة قد كتب لهذا الكتاب القبول لدى طلبة العلم عامة والمشتغلين بالحديث وعلومه خاصة فقد نفذت منه من حين طبعه الطبعة الأولى عام 1397 هجرية سنة 1977 ميلادية إلى الآن خمس طبعات لذا رأيت طبعه الطبعة السابسة لدى مكتبة دار التراث في الكويت ولما كان نص الكتاب غير مشكول وفيه بعض الأخطاء رأيت أن أقوم بشكل ما يشكل لا سيما أسماء الأعلام وكذلك تصحيح الأخطاء قدر المستطاع لذلك تعتبر هذه الطبعة متميزة عن سابقاتها من الطبعات بأمرين هما الشكل والتصحيح وأسأل الله تعالى أن يديم النفع بهذا الكتاب ويجعله خالصا لوجهه الكريم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الكويت في غرة ذلكادة من عام 1404 هجرية الموافق التاسع والعشرين من شهر سبع سنة 1984 ميلادية وكتبه العبد الضعيف راجي عفو ربه المنان أبو حفص محمود بن أحمد الطحان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من على المسلمين بإنزار القرآن الكريم وتكفل بحفظه في الصدور والسطور إلى يوم الدين وجعل من تتمة حفظه حفظ سنة سيد المرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الذي أوكل الله إليه تبيان ما أراده من التنزيل الحكيم بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فقام صلى الله عليه وسلم مبينا له بأقواله وأفعاله وتقريراته بأسلوب واضح مبين والرضى عن الصحابة الذين تلقوا السنة النبوية عن النبي الكريم فوعوها ونقلوها للمسلمين كما سمعوها خالصة من شوائب التحريف والتبديل والرحمة والمغفرة للسلف الصالح الذين تناقلوا السنة المطهرة جيلا عن جيل ووضعوا لسلامة نقلها وروايتها قواعد وضوابط دقيقة لتخلصها من تحريف المبطلين والجزاء الخير لمن خلف السلف من علماء المسلمين الذين تلقوا قواعد رواية السنة وضوابطها عن السلف فهذبوها ورتبوها وجمعوها في مصنفات مستقلة سميت فيما بعد بعلم مصطلح الحديث في الهامش يطلق على هذا العلم أيضا علم الحديث دراية وعلوم الحديث أو أصول الحديث انتهى الهامش أما بعد فعندما كلفت منذ سنوات بتدريس علم مصطلح الحديث في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وكان المقرر تدريس كتاب علوم الحديث لابن الصلاح ثم قدر بدله مختصره كتاب التقريب للنووي وجدت مع طلبة بعض الصعوبات في دراسة هذين الكتابين على جلالتهما وغزارة فوائدهما دراسة نظامية من هذه الصعوبات التطويل في بعض الأبحاث لا سيما في كتاب ابن الصلاح في الهامش كبحث معرفة كيفية سماء الحديث وتحمله وصفة ضبطه فقد استغرق 46 صفحة انتهى الهامش ومنها الاختصار في البعض الآخر لا سيما في كتاب النووي في الهامش كبحث الضعيف مثلا إذ لم يتجاوز تسع عشرة كلمة انتهى الهامش ومنها صعوبة العبارة ومنها عدم تكامل بعض الأبحاث في الهامش مثال ذلك اقتصار النووي في بحث المقلوب على ما يلي المقلوب هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليرغب فيه وقلب اهل بغداد على البخاري مئة حديث امتحانا فردها على وجوهها فاذعنوا بفضله انتهى الهامش ومنها عدم تكامل بعض الأبحاث وذلك كترك التعريف مثلا او اغفال المثال او عدم ذكر الفائدة من هذا البحث او ذاك او عدم التعريج على ذكر اشهر المصنفات وما اشبه ذلك ووجدت غيرهما من كتب الاقدمين في هذا الفن كذلك بل ان بعض تلك الكتب غير شامل لجميع علوم الحديث وبعضها غير مهذب ولا مرتب وعذرهم في ذلك هو اما وضوح الامور التي تركوها بالنسبة لهم او الحاجة لتطويل بعض الابحاث بالنسبة لزمنهم او غير ذلك مما نعرفه او لا نعرفه فرأيت ان اضع بين ايدي الطلبة في كليات الشريع كتابا سهلا في مصطلح الحديث وعلومه يؤثر عليهم فهم قواعد الفن ومصطلحاته وذلك بتقسيم كل بحث الى فقارات مرقمة متسلسلة مبتدئا بتعريفه ثم بمثاله ثم باقسامه مثلا مختتما بفقرة اشهر المصنفات فيه كل ذلك بعبارة سهلة واسلوب علمي واضح ليس فيه تعقيد ولا غموط ولم اعرج على كثير من الخلافات والاقوال وبسط المسائل مراعاة للحصص الزمنية القليلة المخصصة لهذا العلم في كليات الشريعة وكليات الدراسات الاسلامية وسميته تيسير مصطلح الحديث ولست ارى ان هذا الكتاب يغني عن كتب العلماء الاقدمين في هذا الفن وانما قصدت ان يكون مفتاحا لها ومذكرا بما فيها وميسرا للوصول الى فهم معانيها وتظل كتب الائمة والعلماء الاقدمين مرجعا للعلماء والمتخصصين في هذا الفن ومعينا فيابا ينهلون من ولا يفوتني ان اذكر انه صدر في الاونة الاخيرة كتب لبعض الباحثين فيها الفوائد الغزيرة لا سيما الرد على شبه المستشرقين والمنحرفين لكن بعضها مطول وبعضها مختصر جدا وبعضها غير مستوعب فاردت ان يكون كتابي هذا وسطا بين التطويل والاختصار ومستوعبا لجميع الابحاث والجديد في كتابي هذا هو واحد التقسيم اي تقسيم كل بحث الى فقرات مرقمة مما يسهل على الطالب فهمه في الهامش لقد استفدت في موضوع تقسيم البحث الى فقرات من كبار اساتذتي كالاستاذ مصطفى الزرقى في كتابه الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد والاستاذ الدكتور معروف الدواليب في كتابه اصول الفقه والاستاذ الدكتور محمد زكي عبدالبر في مذكرة وضعها لنا عندما كنا طلابا في كلية الشريعة بجامعة دمشق على كتاب الهداية للمرغنان فكان لهذا التقسيم المبتكر اعظم الاثر في فهم تلك العلوم بسهولة ويسر بعد ان كنا نقاسي كثيرا في فهمها واستيعابها انتهى الهامش اثنان التكامل في كل بحث من حيث الهيكل العام للبحث من ذكر التعريف والمثال الى اخرة ثالث الاستيعاب لجميع ابحاث المصطلح بشكل مختصر اما من حيث التبويب والترتيب فقد استفدت من طريقة الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها فانه خير الترتيب توصل اليه رحمه الله وكان جل اعتمادي في المادة العلمية على علوم الحديث لابن الصلاح ومختصره التقريب للنووي وشرحه التدريب للسيوطي وجعلت الكتاب من مقدمة واربعة ابواب الباب الاول في الخبر والباب الثاني في الجرح والتعديل والباب الثالث في الرواية واصولها والباب الرابع في الاسناد ومعرفة الرواه وانني اذ اقدم هذا الجهد المتواضع لابنائنا الطلبة اعترف بعجزي وتقصيري في اعطاء هذا العلم حقه ولا ابرئ نفسي من الزلل والخطأ فالرجاء ممن يطلع فيه على زلة او خطأ ان ينبهني عليه مشكورا لعلي اتداركه وارجو الله تعالى ان ينفع به الطلبة والمشتغلين بالحديث وان يجعله خالصا لوجهه الكريم المقدمة نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والاطوار التي مر بها اشهر المصنفات في علم المصطلح تعريفات اولية نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والاطوار التي مر بها صفحة تسع يلاحظ الباحث المتفحص أن الأسس والأركان الأساسية لعلم الرواية ونقل الأخبار موجودة في الكتاب العزيز والسنة النبوية فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وجاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع في الهامش الترمذي كتاب العلم وقال عنه حسن صحيح انتهى الهامش وفي رواية فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقه في الهامش المصدر نفسه لكن قال عنه حسن وروا الحديث أبو داود وابن ماجه وأحمد انتهى الهامش ففي هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف مبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها والتدقيق في نقلها للآخرين وامتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتثبتون في نقل الأخبار وقبولها لا سيما إذا شكوا في صدق الناقل لها فظهر بناء على هذا موضوع الإسناد وقيمته في قبول الأخبار أو ردها فقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيأخذوا حديثهم وينظروا إلى أهل البدع فلا يأخذوا حديثهم وبناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده فقد ظهر علم الجرح والتعديل والكلام على الرواه ومعرفة المتصل أو المنقطع من الأسانيد ومعرفة العلل الخفية وظهر الكلام في بعض الرواة لكن على قلة لقلة الرواة المجروحين في أول الأمر ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبطه وكيفية تحمله وأدائه ومعرفة ناسخه من منسوخه وغريبه وغير ذلك إلا أن ذلك كان يتناقله العلماء شفويا ثم تطور الأمر وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل لكن في أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة بغيرها من العلوم الأخرى كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث مثل كتاب الرسالة وكتاب الأم للإمام الشافعي وأخيرا لما نضجت العلوم واستقر الاصطلاح واستقل كل فن عن غيره وذلك في القرن الرابع الهجري أفرد العلماء علم المصطلح في كتاب مستقل وكان من أول من أفرده بالتصنيف القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهور مزي المتوفى سنة 360 هجرية في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي وسأذكر أشهر المصنفات في علم المصطلح من حين إفراده بالتصنيف إلى يومنا هذا أشهر المصنفات في علم المصطلح صفحة 11 واحد المحدث الفاصل بين الراوي والواعي صنفه القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهور مزي المتوفى سنة 360 هجرية لكنه لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي فن أو علم غالبا اثنان معرفة علوم الحديث صنفه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 هجرية لكنه لم يهذب الأبحاث ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب الثالث المستخرج على معرفة علوم الحديث صنفه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 430 هجرية استدرك فيه على الحاكم ما فاته في كتابه معرفة علوم الحديث من قواعد هذا الفن لكنه ترك أشياء يمكن للمتعقب أن يستدركها عليه أيضا أربع الكفاية في علم الرواية صنفه أبو بكر أحمد بن علي ابن ثابت الخطيب البغدابي المشهور المتوفى سنة 463 هجرية وهو كتاب حافل بتحرير مسائل هذا الفن وبيان قواعد الرواية ويعتبر من أجل مصادر هذا العلم خمسة الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع صنفه الخطيب البغدابي أيضا وهو كتاب يبحث في آداب الرواية كما هو واضح من تسميته وهو فريد في بابه قيم في أبحاثه ومحتوياته وقل فن من فنون علوم الحديث إلا وصنف الخطيب فيه كتابا مفردا فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه ستة الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع صنفه القاضي عياض ابن موسى اليحصبي المتوفى سنة 544 هجرية وهو كتاب غير شامل لجميع أبحاث المصطلح بل هو مقصور على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء وما يتفرع عنها لكنه جيد في بابه حسن التنسيق والترتيب سبع ما لا يسع المحدث جهله صنفه أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميا نجي المتوفى سنة 580 هجرية وهو جزء صغير ليس فيه كبير فائدة ثمانية علوم الحديث صنفه أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن الشهر زوري المشهور بابن الصلاح المتوفى سنة 643 هجرية وكتابه هذا مشهور بين الناس بمقدمة ابن الصلاح وهو من أجود الكتب في المصطلح جمع فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تقدمه فكان كتابا حافلا بالفوائد لكنه لم يرتبه على الوضع المناسب لأنه أملاه شيئا فشيئا وهو مع هذا عمدة من جاء بعده من العلماء فكم من مختصر له وناظم ومعارض له ومنتصر تسعة التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير صنفه محي الدين يحيى ابن شرف النووي المتوفى سنة 676 هجرية وكتابه هذا اختصار لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح وهو كتاب جيد لكنه مغلق العبارة أحيانا عشرة تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي صنفه جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 هجرية وهو شرح لكتاب تقريب النواوي كما هو واضح من اسمه جمع فيه مؤلفه من الفوائد الشيء الكثير حادي عشر نظم الدرر في علم الأثر صنفها زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي المتوفى سنة 806 هجرية ومشهورة باسم ألفية العراقي نظم فيها علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه وهي جيدة غزيرة الفوائد وعليها شروح متعددة منها شرحان للمؤلف نفسه ثاني عشر فتح المغيث في شرح ألفية الحديث صنفه محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 902 هجرية وهو شرح على ألفية العراقي وهو من أوفى شروح الألفية وأجودها ثالث عشر نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر صنفه الحافظ بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 هجرية وهو جزء صغير مختصر جدا لكنه من أنفع المختصرات وأجودها ترتيبا ابتكر فيه مؤلفه طريقة في الترتيب والتقسيم لم يسبق إليها وقد شرحه مؤلفه بشرح سماه نزهة النظر كما شرحه غيره رابع عشر المنظومة البيقونية صنفها عمر بن محمد البيقوني المتوفى سنة 1080 هجرية وهي من المنظومات المختصرة إذ لا تتجاوز أربعة وثلاثين بيتا وتعتبر من المختصرات النافعة المشهورة وعليها شروح متعددة خامس عشر قواعد التحديث صنفه محمد جمال الدين القاسمي المتوفى سنة 1332 هجرية وهو كتاب محرر مفيد وهناك مصنفات أخرى كثيرة يطول ذكرها اقتصرت على ذكر المشهور منها فجزى الله الجميع عنا وعن المسلمين خير الجزاء تعريفات أولية واحد علم مصطلح علم بأصول وقواعد يُعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد اثنان موضوعه السند والمتن من حيث القبول والرد ثلاثة ثمرته تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث أربع الحديث ألف لغة الجديد ويجمع على أحاديث على خلاف القياس باب اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خمسة الخبر ألف لغة النباء وجمعه أخبار باب اصطلاحا فيه ثلاثة أقوال وهي واحد هو مرادف للحديث أي إن معناهما واحد اصطلاحا اثنان مغاير له فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره ثلاثة أعم منه أي إن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه أو عن غيره ستة الأثر ألف لغة بقية الشيء باب اصطلاحا فيه قولان هما واحد هو مرادف للحديث أي إن معناهما واحد اصطلاحا اثنان مغاير له وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال سبع الإسناد له معنيان ألف عزو الحديث إلى قائله مسندا باء سلسلة الرجال الموصلة للمتن وهو بهذا المعنى مرادف للسند ثمانية السند ألف لغة المعتمد وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه باء اصطلاحا سلسلة الرجال الموصلة للمتن انتهى الوجه الأول تسعة المتن ألف لغة ما صلبت وارتفع من الأرض باء اصطلاحا ما ينتهي إليه السند من الكلام عشرة المسند بفتح النون ألف لغة اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه له باء اصطلاحا له ثلاثة معاني واحد كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة اثنان الحديث المرفوع المتصل سندا ثلاثة أن يراد به السند فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا أحد عشر المسند بكسر النون هو من يروي الحديث بسنده سواء أكان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية ثاني عشر المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها ثالث عشر الحافظ فيه قولان ألف مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين باء وقيله أرفع درجة من المحدث بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله رابع عشر الحاكم هو من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير على رأي بعض أهل العلم الباب الأول الخبر الفصل الأول تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا الفصل الثاني الخبر المقبول الفصل الثالث الخبر المردود الفصل الرابع الخبر المشترك بين المقبول والمردود الفصل الأول تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين واحد فإن كان له طرق بلا حصر عدد معين فهو المتواتر اثنان وإن كان له طرق محصورة بعدد معين فهو الآحاد ولكل منهما أقسام وتفاصيل سأذكرها وأبسطها إن شاء الله تعالى وأبدأ ببحث المتواتر المبحث الأول الخبر المتواتر واحد تعريفه ألف لغة هو اسم فاعل مشتق من التواتر أي التتابع تقول التواتر المطر أي تتابع نزوله باء اصطلاحا ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ومعنى التعريف أي هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر اثنان شروطه يتبين من شرح التعريف أن التواتر لا يتحقق في الخبر إلا بشروط أربعة وهي ألف أن يرويه عدد كثير وقد اختلف في أقل الكثرة على أقوال المختار أنه عشرة أشخاص في الهامش تدريب الراوي الجزء الثاني صفحة 177 انتهى الهامش باء أن توجد هذه الكثرة في جميع الطبقات السند جيم أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في الهامش وذلك كأن يكون من بلاد مختلفة وأجناس مختلفة ومذاهب مختلفة وما شابه ذلك وبناء على ذلك فقد يكثر عدد المخبرين ولا يثبت للخبر حكم المتواتر وقد يقل العدد نسبيا ويثبت للخبر حكم المتواتر وذلك حسب أحوال الغواة انتهى الهامش دال أن يكون مستند خبرهم الحس كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا أما إن كان مستند خبرهم العقل كالقول بحدوث العالم مثلا فلا يسمى الخبر حينئذ متواترا ثلاثة حكمه المتواتر يفيد العلم الضروري أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما كمن يشاهد الأمر بنفسه كيف يتردد في تصديقه فكذلك الخبر المتواتر لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته أربع أقسامه ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين هما لفظي ومعنوي ألف المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه بضعة وسبعون صحابيا باء المتواتر المعنوي هو ما تواتر معناه دون لفظه مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو مئة حديث كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر والقدر المشترك بينها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار مجموعة الطرق في الهامش تدريب الراوي الجزء الثاني صفحة مئة وثمانين انتهى الهامش خمسة وجوده يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة منها حديث الحوض وحديث المسح على الخفين وحديث رفع اليدين في الصلاة وحديث نظر الله امرأة وغيرها كثير لكن لو نظرنا إلى عدد أحاديث الآحاد لوجدنا أن الأحاديث المتواترة قليلة جدا بالنسبة لها ستة أشهر المصنفات فيه لقد اعتنى العلماء بجمع الأحاديث المتواترة وجعلها في مصنف مستقل ليسهل على الطالب الرجوع إليها فمن تلك المصنفات ألف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي وهو مرتب على الأبواب با قطف الأزهار للسيوطي أيضا وهو تلخيص للكتاب السابق جيم نظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني المبحث الثاني خبر الآحاد واحد تعرفه ألف لغة الآحاد جمعوا أحد بمعنى الواحد وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد با اصطلاحا هو ما لم يجمع شروط المتواتر في الهامش نزهة النظر صفحة ست وعشرين اثنان حكمه يفيد العلم النظري أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال ثلاثة أقسامه بالنسبة إلى عدد طرقه يقسم خبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه إلى ثلاثة أقسام ألف مشهور باء عزيز جيم غريب وسأتكلم على كل منها ببحث مستقل المشهور صفحة ثلاث وعشرين واحد تعرفه ألف لغة حديث هو اسم مفعول من شهرة الأمر إذا أعلنته وأظهرته وسمي بذلك لظهوره باء اصطلاحا ما رواه سلاسة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر اثنان مثاله حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه في الهامش أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجة وأحمد انتهى الهامش ثلاثة المستفيد ألف لغة اسم فاعل من استفاضة مشتق من فاض الماء وسمي بذلك لانتشاره باء اصطلاحا اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال وهي واحد هو مرادف للمشهور اثنان هو أخص منه لأنه يشترط في المستفيد أن يستوي طرف طرف اسناده ولا يشترط ذلك في المشهور ثلاثة هو أعم منه أي عكس القول الأول أربعة المشهور غير الاصطلاحي ويقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر فيشمل ألف ما له اسناد واحد باء وما له أكثر من اسناد جيم وما لا يوجد له اسناد أصلا خمسة أنواع المشهور غير الاصطلاحي له أنواع كثيرة أشهرها ألف مشهور بين أهل الحديث خاصة ومثاله حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان في الهامش أخرجه الشيخان انتهى الهامش باء مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام مثاله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده في الهامش متفق عليه جيم مشهور بين الفقهاء مثاله حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق في الهامش صححه الحاكم في المستبرك وقره الذهب لكن بلفظ ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق انتهى الهامش دال مشهور بين الأصوليين مثاله حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه صححه بن حبان والحاكم ها مشهور بين النحاة مثاله حديث نعم العبد صحيب لو لم يخف الله لم يعصه لا أصل له ومشهور بين العامة مثاله حديث العجلة من الشيطان أخرجه الترمذي وحسنه ستة حكم المشهور المشهور الاستلاحي وغير الاستلاحي لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح بل منه الصحيح ومنه الحسن والضعيف بل والموضوع لكن إن صح المشهور الاستلاحي فتكون له ميزة ترجحه على العزيز والغريب سبع أشهر المصنفات فيه المراد بالمصنفات في الأحاديث المشهورة هو الأحاديث المشهورة على الألسنة وليس المشهورة اصطلاحا ومن هذه المصنفات ألف المقاصد الحسنة فيما اشتحر على الألسنة للسخاوي باء كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتحر من الحديث على ألسنة الناس للعجلون جيم تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني العزيز صفحة 26 واحد تعرفه ألف لغة هو صفة مشبهة من عز يعز بالكسر أي قل ونذر أو من عز يعز بالفتح أي قوي واشتد وسمي بذلك إما لقلة وجوده وندرته وإما لقوته بمجيئه من طريق آخر باء اصطلاحا ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند اثناني شرح التعريف يعني ألا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند هذا التعريف هو الراجح كما حرره الحافظ ابن حجر في الهامش انظر النخبة وشرحها له صفحة احدى وعشرين واربع وعشرين انتهى الهامش وقال بعض العلماء إن العزيزة هو رواية اثنين او ثلاثة فلم يفصلوه عن المشهور في بعض صوره ثلاثة مثاله ما رواه الشيخان من حديث انس والبخاري من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين ورواه عن انس قتادة وعبد العزيز ابن صهيب ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز اسماعيل ابن علية وعبد الوارث ورواه عن كل الجماعة اربعة اشهر المصنفات فيه لم يصنف العلماء مصنفات خاصة للحديث العزيز والظاهر ان ذلك لقلته ولعدم حصول فائدة مهمة من تلك المصنفات الغريب صفحة 28 واحد تعرفه الف لغة هو صفة مشبهة بمعنى المنفرد او البعيد عن اقاربه با اصطلاحا هو ما ينفرد بروايته راو واحد اثناني شرح التعريف اي هو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد اما في كل طبقة من طبقات السند او في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة ولا تضر الزيادة عن واحد في باقي طبقات السند لان العبرة للاقل ثلاثة تسمية ثانية له يطلق كثير من العلماء على الغريب اسما اخر هو الفرد على انهما مترادفان وغاير بعض العلماء بينهما فجعل كلا منهما نوعا مستقلا لكن الحافظ ابن حجر يعتبرهما مترادفين لغة واصطلاحا الا انه قال ان اهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته فالفرد اكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق والغريب اكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي في الهامش نزهة النظر صفحة ثمان وعشرين انتهى الهامش اربعة اقسامه يقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه الى قسمين هما غريب مطلق وغريب نسبي الف الغريب المطلق او الفرد المطلق واحد تعريفه هو ما كانت الغرابة في اصل سنده اي ما ينفرد بروايته شخص واحد في اصل سنده في الهامش واصل السند اي طرفه الذي فيه الصحابي والصحابي حلقة من حلقات السند اي اذا تفرد الصحابي برواية الحديث فان الحديث يسمى غريبا غرابة مطلقة واما ما فهمه المل علي القار من كلام الحافظ ابن حجر عندما شرح اصل السند بانه الموضع الذي يدور الاسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق اليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي من ان تفرد الصحابي لا يعد غرابة وتعليله ذلك بانه ليس في الصحابة ما يوجب قدحا او ان الصحابة كلهم عدول فما اظن ان ابن حجر اراد ذلك والله اعلم لذليل انه عرف الغريب بقوله هو ما ينفرد بروايته شخص واحد في اي موضع وقع التفرد به من السند اي ولو وقع التفرد في موضع الصحابي لان الصحابي حلقة من حلقات السند والعلم عند الله تعالى انتهى الهامش اثنان مثاله حديث انما الاعمال بالنيات في الهامش اخرجه الشيخان انتهى الهامش تفرد به عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هذا وقد يستمر التفرد الى اخر السند وقد يرويه عن ذلك المتفرد عدد من الرواه با الغريب النسبي او الفرد النسبي واحد تعريفه هو ما كانت الغرابة في اثناء سنده اي ان يرويه اكثر من راو في اصل سنده ثم ينفرد بروايته راو واحد عن اولئك الرواه اثنان مثاله حديث مالك عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر في الهامش اخرجه الشيخان انتهى الهامش تفرد به مالك عن الزهري ثلاثة سبب التسمية وسمي هذا القسم بالغريب النسبي لان التفرد وقع فيه بالنسبة الى شخص معين خمسة من انواع الغريب النسبي هناك انواع من الغرابة او التفرد يمكن اعتبارها من الغريب النسبي لان الغرابة فيها ليست مطلقة وانما حصلت الغرابة فيها بالنسبة الى شيء معين وهذه الانواع هي الف تفرد ثقة برواية الحديث كقولهم لم يرويه ثقة الا فلان با تفرد راو معين عن راو معين كقولهم تفرد به فلان عن فلان وان كان مرويا من وجوه اخرى عن غيره جيم تفرد تفرد اهل بلد او اهل جهة كقولهم تفرد به اهل مكة او اهل الشام ذال تفرد اهل بلد اوجهة عن اهل بلد اوجهة اخرى كقولهم تفرد به اهل البصرة عن اهل المدينة او تفرد به اهل الشام عن اهل الحجاز في الهامش لم اات بالامثلة لاجل الاختصار انتهى الهامش ستة تقسيم اخر له قسم العلماء الغريبة من حيث غرابة السند او المتن الى الف غريب متنا واسنادا وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد باء غريب اسنادا لا متنا كحديث روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابي اخر وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه سبعة من مظان الغريب اي مكان وجود امثلة كثيرة له الف مسند البزار باء المعجم الاوسط للطبراني ثمانية اشهر المصنفات فيه الف غرائب مالك للدار قطني باء الافراد للدار قطني ايضا جيم السنن التي تفرد بكل سنة منها اهل بلدة لابي داود السجستاني تقسيم خبر الاحاد بالنسبة الى قوته وضعفه ينقسم خبر الاحاد من مشهور وعزيز وغريب بالنسبة الى قوته وضعفه الى قسمين وهما الف مقبول وهو ما ترجح صدق المخبر به وحكمه وجوب الاحتجاج والعمل به باء مردود وهو ما لم يترجح صدق المخبر به وحكمه انه لا يحتج به ولا يجب العمل به ولكل من المقبول والمردود اقسام وتفاصيل ساذكرها في فصلين مستقلين ان شاء الله تعالى الفصل الثاني الخبر المقبول صفحة ثلاث وثلاثين المبحث الاول اقسام المقبول المبحث الثاني تقسيم المقبول الى معمول به وغير معمول به المبحث الاول اقسام المقبول يقسم المقبول بالنسبة الى تفاوت مراتبه الى قسمين رئيسيين هما صحيح وحسن وكل منهما يقسم الى قسمين هما لذاته ولغيره فتقول اقسام المقبول في النهاية الى اربعة اقسام هي واحد صحيح لذاته اثنان حسن لذاته ثلاثة صحيح لغيره اربعة حسن لغيره واليك بحث هذه الاقسام تفصيلا انتهى الشريط الاول وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب واليك بحث هذه الاقسام تفصيلا الصحيح صفحة اربع وثلاثين واحد تعرفه الف لغة الصحيح ضد السقيم وهو حقيقة في الاجسام مجاز في الحديث وسائر المعاني با اصطلاحا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة اثنان شرح التعريف اجتمل التعريف السابق على امور يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحا وهذه الامور هي الف اتصال السند ومعناه ان كل راو من رواته قد اخذه مباشرة عما فوقه من اول السند الى منتهاه با عذالة الروا اي ان كل راو من رواته اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروعة جيم ضبط الروا اي ان كل راو من رواته كان تام الضبط اما ضبط صدر او ضبط كتاب دال عدم الشذوذ اي لا يكون الحديث شاذا والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه ها عدم العلة اي ان لا يكون الحديث معلولا والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع ان الظاهر السلامة منه ثلاثة شروطه يتبين من شرح التعريف ان شروط الصحيح التي يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحا خمسة وهي اتصال السند عدالة الرواه ضبط الرواه عدم العلة عدم الشذوذ فاذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمى الحديث حين اذا صحيحا اربع مثاله ما اخرجه البخاري في صحيحه قال حدثنا عبدالله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شها عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور في الهامش البخاري كتاب الاغان انتهى الهامش فهذا الحديث صحيح لان الف سنده متصل اذ ان كل راو من رواته سمعه من شيخه واما عنعنة مالك في الهامش العنعنة رواية الحديث عن الشيخ بلفظ عن وسيأتي تفصيل حكم العنعنة في نوع المعنعن انتهى الهامش واما عنعنة مالك وابن شهاب وابن جبير فمحمولة على الاتصال لانهم غير مدلسين با وجيم ولان رواقه عدول ضابطون وهذه اوصافهم عند علماء الجرح والتعديل واحد عبدالله ابن يوسف ثقة متقن اثنان مالك ابن انس امام حافظ ثلاث ابن شهاب الزهري ثقيه حافظ متفق على جلالته واتقانه اربع محمد ابن جبير ثقة خمسة جبير ابن مطعم صحابي دال ولانه غير شاذ اذ لم يعارضه ما هو اقوى منه ها ولانه ليس فيه علة من العلل خمسة حكمه وجوب العمل به باجماع اهل الحديث ومن يعتد به من الاصوليين والفقهاء هو حجة من حجج الشرع لا يسع المسلم ترك العمل به ستة المراد بقولهم هذا حديث صحيح او هذا حديث غير صحيح المراد بقولهم هذا حديث صحيح ان الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه لا انه مقطوع بصحته في نفس الامر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة باء والمراد بقولهم هذا حديث غير صحيح انه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة السابقة كلها او بعضها لا انه كذب في نفس الامر لجواز اصابة من هو كثير الخطأ سبعة هل يجزم في اسناد انه اصح الاسانيد مطلقا المختار انه لا يجزم في اسناد انه اصح الاسانيد مطلقا لان تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الاسناد من شروط الصحة ويندر تحقق اعلى الدرجات في جميع شروط الصحة فالاولى الامساق عن الحكم لاسناد بانه اصح الاسانيد مطلقا ومع ذلك فقد نقل عن بعض الائمة القول في اصح الاسانيد والظاهر ان كل امام رجح ما قوي عنده فمن تلك الاقوال ان اصحها الف الزهر عن سالم عن ابي في الهامش هو عبدالله ابن عمر ابن الخطاب انتهى الهامش اروي ذلك عن اصحاق ابن راه ويه واحمد باء ابن سيرين عن عبيدة عن علي في الهامش هو علي ابن ابي طالب انتهى الهامش روية ذلك عن علي ابن المدين والفلاس جيم الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله في الهامش هو عبدالله ابن مسعود انتهى الهامش اروي ذلك عن ابن معين دال الزهري عن علي ابن الحسين عن ابيه عن علي اروي ذلك عن ابي بكر ابن ابي شيبة ها مالك عن نافع عن ابن عمر اروي ذلك عن البخاري ثمانية ما هو اول مصنف في الصحيح المجرد اول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم صحيح مسلم وهما اصح الكتب بعد القرآن وقد اجمعت الامة على تلقي كتابي هما بالقبول الف ايهما اصحوا والبخاري اصحهما واثثرهما فوائد وذلك لان احاديث البخاري اشد اتصالا واوثق رجالا ولان فيه من الاستنباطات الفقهية والنكة الحكمية ما ليس في صحيح مسلم هذا وكون صحيح البخاري اصح من صحيح مسلم انما هو باعتبار المجموع وانا فقد يوجد بعض الاحاديث في مسلم اقوى من بعض الاحاديث في البخاري وقيل ان صحيح مسلم اصح والصواب هو القول الاول با هل استوعب الصحيح او التزماه لم يستوعب البخاري ومسلم الصحيح في صحيحيهما ولا التزماه فقد قال البخاري ما ادخلت في كتاب الجامع الا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول في الهامس وفي بعض الروايات لملال الطول والمعنى انه ترك رواية كثير من الاحاديث الصحيحة في كتابه خشية ان يطول الكتاب فيمل الناس من طوله انتهى الهامش وقال مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا انما وضعت ما اجمعوا علي في الهامش اي ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليها انتهى الهامش جيم هل فاتهما شيء كثير او قليل من الصحيح واحد قال الحافظ ابن الاخرم لم يفتهما الا القليل وانكر هذا عليه اثنان والصحيح انه فاتهما شيء كثير فقد نقل عن البخاري انه قال وما تركت من الصحاح اكثر وقال احفظ مئة الف حديث صحيح ومئتي الف حديث غير صحيح في الهامش علوم الحديث صفحة ستة عشرة دال كم عدة الاحاديث في كل منهما واحد البخاري جملة ما فيه سبعة الاف ومئتان وخمسة وسبعون حديثا بالمكررة وبحذف المكررة اربعة الاف اثنان مسلم جملة ما فيه اثنى عشر الفا بالمكررة وبحذف المكررة نحو اربعة الاف ها اين نجد بقية الاحاديث الصحيحة التي فاتت البخارية ومسلما نجدها في الكتب المعتمدة المشهورة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الاربع وسنن الدار قطمي والبيهقي وغيرها ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب بل لا بد من التنصيص على صحته الا في كتاب من شرط الاقتصار على اخراج الصحيح كصحيح ابن خزيمة تسع الكلام على مستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان الف مستدرك الحاكم هو كتاب ضخم من كتب الحديث ذكر مؤلفه فيه الاحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين او على شرط احدهما ولم يخرجاها كما ذكر الاحاديث الصحيحة عنده وان لم تكن على شرط واحد منهما معبرا عنها بانها صحيحة الاسناد وربما ذكر بعض الاحاديث التي لم تصح لكنه نبه عليها وهو متساهل في التصحيح فينبغي ان يتتبع ويحكم على احاديثه بما يليق بحالها ولقد تتبعه الذهب وحكم على اكثر احاديثه بما يليق بحالها ولا يزال الكتاب بحاجة الى تتبع وعناية في الهامش يتتبع الان اخونا المحقق فضيلة الشيخ الدكتور محمود الميرة احاديث وله نية في طبع المستدرك بعد هذا الجهد فجزاه الله عن المسلمين خيرا انتهى الهامش باء صحيح ابن حبان هذا الكتاب ترتيبه مخترع فليس مرتبا على الابواب ولا على المسانيد ولهذا اسماه التقاسيم والانواع والكشف على الحديث من كتابه هذا عصر جدا وقد رتبه بعض المتأخرين على الابواب في الهامش هو الامير علاء الدين ابو الحسن علي ابن بلبان المتوفى سنة 739 هجرية وسمى ترتيبه الاحسان في تقريب ابن حبان انتهى الهامش ومصنفه متساهل في الحكم على الحديث بالصحة لكنه اقل تساهلا من الحاكم في الهامش تدريب الراوي الجزء الاول صفحة 109 انتهى الهامش جيم صحيح ابن خزيمة هو اعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه حتى انه يتوقف في التصحيح لادنى كلام في الاسناد عشرة المستخرجات على الصحيحين الف موضوع المستخرج هو ان يأتي المصنف الى كتاب من كتب الحديث فيخرج احاديثه باسانيد لنفسه من غير الطريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه او من فوقه باء اشهر المستخرجات على الصحيحين واحد المستخرج لابي بكر الاسماعيل على البخاري اثنان المستخرج لابي عوانة الاسفرايين على مسلم ثلاثة المستخرج لابي نعيم الاسبهان على كل منهما جيم هل التزم اصحاب المستخرجات فيها موافقة الصحيحين في الالفاظ لم يلتزم مصنفوها بموافقتهما في الالفاظ لانهم انما يروون الالفاظ التي وصلتهم من طريق شيوخهم لذلك فقد حصل فيها تفاوت قليل في بعض الالفاظ وكذلك ما اخرجه المؤلفون القدامى في تصانفهم المستقلة كالبيهقي والبغوي وشبههما قائلين رواه البخاري او رواه مسلم فقد وقع في بعضه تفاوت في المعنى وفي الالفاظ فمرادهم من قولهم رواه البخاري ومسلم انهما روايا اصله ذال هل يجوز ان ننقل منهما حديثا ونعزوه اليهما بناء على ما تقدم فلا يجوز لشخص ان ينقل من المستخرجات او الكتب المذكورة انفا حديثا ويقول رواه البخاري او مسلم الا باحد امرين واحد ان يقابل الحديث بروايتهما اثنان ان يقول صاحب المستخرج او المصنف اخرجاه بلفظه ها فوائد المستخرجات على الصحيحين للمستخرجات على الصحيحين فوائد كثيرة تقارب العشرة ذكرها الصيوط في تدريبه واليك اهمها في الهامش الجزء الاول صفحة مائة وخمس عشرة ومائة وست عشرة انتهى الهامش واحد علو الاسناد لان مصنف المستخرج لو روا حديثا من طريق البخاري مثلا لوقع انزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج اثنان الزيادة في قدر الصحيح لما يقع من الفاظ زائدة وتتمات في بعض الاحاديث ثلاث القوة بكثرة الطرق وفائدتها الترجيح عند المعارضة احد عشر ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان مر بنا ان البخاري ومسلما لم يدخل في صحيح ايهما الا ما صح وان الامة تلقت كتابيهما بالقبول فما هي الاحاديث المحكوم بصحتها والتي تلقتها الامة بالقبول يا ترى والجواب هو ان ما رواياه بالاسناد المتصل فهو المحكوم بصحته واما ما حذف من مبدأ اسناده راو او اكثر ويسمى المعلق وهو في البخاري كثير لكنه في تراجم الابواب ومقدماتها ولا يوجد شيء منه في صلب الابواب البد اما في مسلم فليس فيه من ذلك الا حديث واحد في باب التيمم لم يصله في موضع اخر فحكمه كما يلي الف فما كان منه بصيغة الجزم كقال وامر وذكر فهو حكم بصحته عن المضاف اليه با وما لم يكن فيه جزم كيروى ويذكر ويحكى وروي وذكر فليس فيه حكم بصحته عن المضاف اليه ومع ذلك فليس فيه حديث واه لإدخاله في الكتاب المسمى بالصحيح ثاني عشر مراتب الصحيح مر بنا أن بعض العلماء ذكروا أصح الأسانيد عندهم فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال إن للحديث الصحيح مراتب الف فأعلى مراتبه ما كان مرويا بإسناد من أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر با ودون ذلك رتبة ما كان مرويا من طريق رجال هم أدنى من رجال الإسناد الأول كرواية حماد بن سلم عن ثابت عن أنس جيم ودون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدنى ما يصدق عليهم وصف الثقة كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ويلتحق بهذه التفاصيل تقسيم الحديث الصحيح إلى سبع مراتب وهي واحد ما اتفق عليه البخاري ومسلم وهو أعلى المراتب اثنان ثم من فرد به البخاري ثلاثة ثم من فرد به مسلم أربعة ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجه خمسة ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه ستة ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه سبعة ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لم يكن على شرطهما ثالث عشر شرط الشيخين لم يفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها فالصحيح لكن الباحثين من العلماء ظهر لكم من التتبع والاستقراء لأسالي بهما ما ظنه كل منهم أنه شرطهما أو شرط واحد منهما ما ظنه كل واحد منهم أنه شرطهما أو شرط واحد منهما وأحسن ما قيل في ذلك أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين أو أحدهما مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم رابع عشر معنى قولهم متفق عليه إذا قال علماء الحديث عن حديث متفق عليه فمرادهم اتفاق الشيخين أي اتفاق الشيخين على صحته لا اتفاق الأمة إلا أن ابن الصلاح قال لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول في الهامش علوم الحديث صفحة أربع وعشرين انتهى الهامش خامس عشر هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا الصحيح أنه لا يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا بمعنى أن يكون له إسنادان لأنه يوجد في الصحيحين وغيرهما أحاديث صحيحة وهي غريبة وزعم بعض العلماء ذلك كأبي علي الجباء المعتزل والحاكم وقولهم هذا خلاف ما اتفقت عليه الأمة الحسن صفحة خمس واربعين واحد تعرفه ألف لغة هو صفة مشبهة من الحسن بمعنى الجمال با اصطلاحا اختلفت أقوال العلماء في تعريف الحسن نظرا لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف ولأن بعضهم عرف أحد قسميه وسأذكر بعض تلك التعريفات ثم أختار ما أراه أوفق من غيره واحد تعريف الخطاب هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء في الهامش معالم السنن الجزء الأول صفحة 11 انتهى الهامش اثنان تعريف الترمذي كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن في الهامش جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي كتاب العلم في آخر جامعه الجزء العاشر صفحة 519 انتهى الهامش ثلاثة تعريف ابن حجر قال وخبر الآحادي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته في الهامش النخبة مع شرحها له صفحة 29 انتهى الهامش فان خف الضبط فالحسن لذاته قلت فكأن الحسن عند ابن حجر هو الصحيح إذا خف ضبط راوي أي قل ضبطه وهو خير ما عرف به الحسن أما تعريف الخطاب فعليه انتقادات كثيرة وأما الترمذي فقد عرف أحد قسمي الحسن وهو الحسن لغيره والأصل في تعريفه أن يعرف الحسن لذاته لأن الحسن لغيره ضعيف في الأصل ارتقى إلى مرتبة الحسن لانجباره بتعدد طرقه أربع تعريفه المختار ويمكن أن يعرف الحسن بناء على ما عرفه به ابن حجر بما يلي هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة اثنان حكمه هو كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة لذلك احتج به جميع الفقهاء وعملوا به وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين إلا من شذى من المتشددين وقد أدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولا في الهامش انظر تدريب الراوي الجزء الأول صفحة 160 انتهى الوجه الأول ثلاثة مثاله ما أخرجه الترمذي قال حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف الحديث في الهامش الترمذي أبواب فضائل الجهاد الجزء الخامس صفحة 300 من الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي انتهى الهامش فهذا الحديث قال عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب وكان هذا الحديث حسنا لأن رجال إسناده الأربع ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث في الهامش كما نقر الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب الجزء الثاني صفحة 96 ذلك عن أبي أحمد انتهى الهامش لذلك نزل الحديث عن مرتبة الصحيح إلى الحسن أربع مراتبه كما أن للصحيح مراتب يتفاوت بها بعض الصحيح عن بعض كذلك فإن للحسن مراتبا وقد جعلها الذهب مرتبتين فقال ألف فأعلى مراتبه بهزو ابن حكيم عن أبيه عن جده وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وابن إسحاق عن التيمي وأمثال ذلك مما قيل إنه صحيح وهو من أدنى مراتب الصحيح باء ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاه ونحوهم خمسة مرتبة قولهم حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد ألف قول المحدثين هذا حديث صحيح الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح باء وكذلك قولهم هذا حديث حسن الإسناد دون قولهم هذا حديث حسن لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن لشذوذ أو علة فكأن المحدث إذا قال هذا حديث صحيح قد تكفل لنا بتوفر شروط الصحة الخمسة في هذا الحديث أما إذا قال هذا حديث صحيح الإسناد فقد تكفل لنا بتوفر شروط شروط ثلاثة من شروط الصحة وهي اتصال الإسناد وعدالة الرواه وضبطهم أما نفي الشذوذ ونفي العلة عنه فلم يتكفل بهما لأنه لم يتثبت منهما لكن لو اقتصر حافظ معتمد على قوله هذا حديث صحيح الإسناد ولم يذكر له علة فالظاهر صحة المتن لأن الأصل عدم العلة وعدم الشذوذ ستة معنى قول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح إن ظاهر هذه العبارة مشكل لأن الحسن يتقاصر عن درجة الصحيح فكيف يجمع بينكما مع تفاوت مرتبتهما ولقد أجاب العلماء عن مقصود الترمذي من هذه العبارة بأجوبة متعددة أحسنها ما قاله الحافظ ابن الحجر وارتضاه الصيوط وملخصه ما يلي ألف إن كان للحديث إسناداني فأكثر فالمعنى حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر باء وإن كان له إسناد واحد فالمعنى حسن عند قوم صحيح عند قوم آخرين فكأن القائل يشير إلى الخلاف بين العلماء في الحكم على هذا الحديث أو لم يترجح لديه الحكم بأحدهما سبعة تقسيم البغوي أحاديث المصابيح في الهامش اسم الكتاب الكامل مصابيح السنة وهو كتاب جمع فيه مؤلفه أحاديث منتقاء من الصحيحين والسنن الأربعة وسنن الدارمي وهو الذي زاد عليه وهذبه الخطيب التبريزي وسماه مشكات المصابيح انتهى الهامش درج الإمام البغوي في كتابه المصابيح على اصطلاح خاص له وهو أنه يرمز إلى الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما بقوله صحيح وإلى الأحاديث التي في السنن الأربعة بقوله حسن وهو اصطلاح لا يستقيم مع الاصطلاح العام لدى المحدثين لأن في السنن الأربعة الصحيح والحسن والضعيف والمنكر لذلك نبه ابن الصلاح والنووي على ذلك فينبغي على القارئ في كتاب المصابيح أن يكون على علم من اصطلاح البغوي الخاص في هذا الكتاب عند قوله عن الأحاديث صحيح أو حسن ثمانية الكتب التي من مظنات الحسن في الهامش مظنات جمع مظنة بكسر الضاء ومظنة الشيء معدنه وموضعه فيكون معنى العنوان الكتب التي هي موضع وجود الحسن انتهى الهامش لم يفرد العلماء كتبا خاصة بالحديث الحسن المجرد كما أفرد الصحيح المجرد في كتب مستقلة لكن هناك كتبا يكثر فيها وجود الحديث الحسن فمن أشهر هذه الكتب ألف جامع الترمذي المشهور بسنن الترمذي فهو أصل في معرفة الحسن والترمذي هو الذي شهره في هذا الكتاب وأكثر من ذكره لكن ينبغي التنبه إلى أن نسخه تختلف في قوله حسن صحيح ونحوه فعلى طالب الحديث العناية باختيار النسخة المحققة والمقابلة على أصول معتمدة باء سنن أبي داود فقد ذكر في رسالته إلى أهل مكة أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينه وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح فبناء على ذلك إذا وجدنا فيه حديثا لم يبين هو ضعفه ولم يصحقه أحد من الأئمة المعتمدين فهو حسن عند أبي داود جيم سنن الدار قطني فقد نص الدار قطني على كثير منه في هذا الكتاب الصحيح لغيره صفحة 51 واحد تعرفه هو الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه وسمي صحيحا لغيره لأن الصحة لم تأتي من ذات السند وإنما جاءت من انضمام غيره له اثنان مرتبته هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته ثلاثة مثاله حديث محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة في الهامش أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة وأخرجه الشيخان من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة انتهى الهامش قال ابن الصلاح فمحمد بن عمر بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته فحديثه من هذه الجهة حسن فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه وانجبر به ذلك النقص اليسير فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح في الهامش علوم الحديث صفحة إحدى وثلاثين واثنتين وثلاثين انتهى الهامش الحسن لغيره صفحة اثنتين وخمسين واحد تعريفه هو الضعيف إذا تعدد الطرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما ألف أن يروى من طريق آخر فأكثر على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه بأن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله إثنان مرتبته الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قدم الحسن لذاته ثلاثة حكمه هو من المقبول الذي يحتج به أربع مثاله ما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم ابن عبيد الله عن عبد الله ابن عامر ابن ربيع عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعليني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراضيتي من نفسك ومالك بن عليني قالت نعم فأجاز قال الترمذي وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حضرة فعاصم ضعيف لسوء حفظه وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه خبر الآحاد المقبول المحتف بالقراء صفحة 54 واحد توطئ وفي ختام أقسام المقبول أبحث المقبول المحتف بالقراء والمراد بالمحتف بالقراء أي الذي أحاط واقترن به من الأمور الزائدة على ما يتطلبه المقبول من الشهوط وهذه الأمور الزائدة التي تقترن بالخبر المقبول تزيده قوة وتجعل له ميزة على غيره من الأخبار المقبولة الأخرى الخالية الخالية عن تلك الأمور الزائدة وترجحه عليها اثنان أنواعه الخبر المحتف بالقراء أنواع أشهرها ألف ما أخرجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ حد المتواتر فقد احتف به قراء منها واحد جلالتهما في هذا الشأن اثنان تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما ثلاثة تلقي العلماء لكتابهما بالقبول وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر باء المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة كلها من ضعف الرواة والعلن جيم الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي ويرويه الشافعي عن الإمام مالك ويشارك الإمام أحمد غيره في الرواية عن الإمام الشافعي ويشارك الإمام الشافعي كذلك غيره في الرواية عن الإمام مالك ثلاثة حكمه هو أرجح من أي خبر مقبول من أخبار الآحاد فلو تعارض الخبر المحتف بالقرائن مع غيره من الأخبار المقبولة قدم الخبر المحتف بالقرائن المبحث الثاني تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به صفحة خمس وخمسين ينقسم الخبر المقبول إلى قسمين معمول به وغير معمول به وينبثق عن ذلك نوعان من أنواع علوم الحديث وهما المحكم ومختلف الحديث والناسخ والمنسوه المحكم ومختلف الحديث صفحة ست وخمسين واحد تعريف المحكم ألف لغة هو اسم مفعول من أحكم بمعنى أتقن باء اصطلاحا هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله وأكثر الأحاديث من هذا النوع وأما الأحاديث المتعارضة المختلفة هي قليلة بالنسبة لمجموع الأحاديث اثنان تعريف مختلف الحديث ألف لغة هو اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق ومعنى مختلف الحديث أي الأحاديث التي تصلنا ويخالف بعضها بعضا في المعنى أي يتضاد ضان في المعنى با اصطلاحا هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما أي هو الحديث الصحيح أو الحسن الذي يجيء حديث آخر مثله في المرتبة والقوة ويناقضه في المعنى ظاهرا ويمكن لأولي العلم والفهم الساقبي أن يجمعوا بين متلوليهما بشكل مقبول ثلاثة مثال المختلف ألف حديث لا عدوى ولا طيارة في الهامش الطيارة التشاؤم بالطيور انتهى الهامش حديث لا عدوى ولا طيارة الذي أخرجه مسلم مع با حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد الذي رواه البخاري في الهامش المجذوم المصاب بالجذام وهو داء تتساقط أعضاء من يصاب به انتهى الهامش فهذان حديثان صحيحان ظاهرهما التعارض لأن الأول ينفي العدوى والثانية يثبتها وقد جمع العلماء بينهما ووفقوا بين معناهما على وجوه متعددة أذكر هنا مختاره الحافظ بن حجر ومفاده ما يلي أربعة كيفية الجمع وكيفية الجمع بين هذين الحديثين أن يقال إن العدوى منفية وغير ثابتة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا في الهامش الترمذي في كتاب القدر الجزء الرابع صفحة أربعمائة وخمسين وأخرجه أحمد انتهى الهامش وقوله لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب فمن أعدى الأول في الهامش البخاري كتاب الطب الجزء العاشر صفحة مئة وإحدى وسبعين من فتح الباري وأخرجه مسلم وأبو داود وأحمد انتهى الهامش يعني أن الله تعالى ابتدأ ذلك المرض في الثاني كما ابتدأه في الأول وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع أي لألا يتفق للشخص الذي يخالط ذلك المجذوم حصول شيء له من ذلك المرض بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك كان بسبب مخالطته له فيعتقد صحة العدوى فيقع في الإثم فأمر بالتجنب المجذوم دفعا للوقوع في هذا الاعتقاد الذي يسبب الوقوع في الإثم خمسة ماذا يجب على من وجد حديثين متعارضين مقبولين عليه أن يتبع المراحل الآتية ألف إذا أمكن الجمع بينهما تعين الجمع ووجب العمل بهما با إذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه واحد فإن علم أحدهما ناسخا قدمناه وعملنا به وتركنا المنسوخ إثنان وإذا لم يعلم ذلك رجحنا أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح التي تبلغ خمسين وجها أو أكثر ثم عملنا بالراجح ثلاثة وإن لم يترجح أحدهما على الآخر وهو نادر توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح ستة أهميته ومن يكمل له هذا الفن من أهم علوم الحديث إذ يضطر إلى معرفته جميع العلماء وإنما يكمل له ويمهر فيه الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصليون الغواصون على المعاني الدقيقة وهؤلاء هم الذين لا يشكل عليهم منه إلا النادر وتعارض الأدلة قد شغل العلماء وفيه ظهرت موهبتهم ودقة فهمهم وحسن اختيارهم كما زلت فيه أقدام من خاض غماره من بعض المتطفلين على موائد العلماء سبعة أشهر المصنفات فيه ألف اختلاف الحديث للإمام الشافعي وهو أول من تكلم وصنف فيه باء تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة عبد الله بن مسلم جيم مشكل الآثار للطحاوي أبي جعفر أحمد ابن سلامة ناسخ الحديث ومنسوقه صفحة تسع وخمسين واحد تعريف النسخ ألف لغة له معنيان الإزالة ومنه نسخة الشمس الظلة أي أزالته والنقل ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه فكأن الناسخ قد أزال المنسوخ أو نقله إلى حكم آخر باء اصطلاحا رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر اثنان أهميته وصعوبته وأشهر المبرزين فيه معرفة ناسخ الحديث من منسوخه فن مهم صعب فقد قال الزهري أعي الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه وأشهر المبرزين فيه هو الإمام الشافعي فقد كانت له فيه اليد الطول والسابقة الأولى قال الإمام أحمد لابن واره وقد قدم من مصر كتبت كتب الشافعي قال لا قال فرط ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي ثلاثة بما يعرف الناسخ من المنسوخ يعرف ناسخ الحديث من منسوخه بأحد هذه الأمور ألف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث بريدة في صحيح مسلم كنت كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة بقول صحابي كقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار أخرجه أصحاب السنن جيم بمعرفة التاريخ كحديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم في الهامش رواه أبو داود انتهى الهامش نسخ بحديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم في الهامش أخرجه مسلم انتهى الهامش فقد جاء في بعض الطرق حديث شداد أن ذلك كان زمن الفتح وأن ابن عباس صحبه في حجة الوداع دال بدلالة الإجماع كحديث من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه في الهامش رواه أبو داود والترمذي انتهى الهامش قال النبوي دل الإجماع على نسخه والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكن يدل على ناسخ أربعة أشهر المصنفات فيه ألف لاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي با الناسخ والمنسوخ للإمام أحمد جيم تجريد الأحاديث المنسوخة لابن الجوزي انتهى الشريط الثاني وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب الفصل الثالث الخبر المردود المبحث الأول الضعيف المبحث الثاني المردود بسبب سقط من الإسناد المبحث الثالث المردود بسبب طعن فراوي الخبر المردود الخبر المردود وأسباب رده صفحة اثنتين وستين واحد تعريفه هو الذي لم يترجح صدق المخبر به وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول التي مرت بنا في بحث الصحيح اثنان أقسامه وأسباب رده لقد قسم العلماء الخبر المردود إلى أقسام كثيرة في الهامش بلغ بها بعضهم نيفا وأربعين قسما انتهى الهامش وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها ومنها ما لم يطلقوا عليها اسما خاصا بها بل سموها باسم عام هو الضعيف أما أسباب رد الحديث فكثيرة لكنها ترجع بالجملة إلى أحد سبابين رئيسيين هما ألف سقط من الإسناد با طعن في الراوي وتحت كل من هذين السبابين أنواع متعددة ستكلم عنها بأبحاث مستقلة مفصلة إن شاء الله تعالى مبتدئا ببحث الضعيف الذي يعتبر هو الإسم العام لنوع المردود المبحث الأول الضعيف صفحة ثلاث وستين واحد تعريفه ألف لغة ضد القوي والضعف حسي ومعنوي والمراد به هنا الضعف المعنوي با استلاحا هو ما لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من شروطه قال البيقون في منظومته وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر اثنان تفاوته ويتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته كما يتفاوت الصحيح فمنه الضعيف ومنه الضعيف جدا ومنه الضعيف ومنه الواهي ومنه المنكر وشر أنواعه الموضوع في الهامش انظر علوم الحديث معرفة الموضوع صفحة تسع وثمانين ثلاثة أوهى الأسانيد وبناء على ما تقدم في الصحيح من ذكر أصح الأسانيد فقد ذكر العلماء في بحث الضعيف ما يسمى بأوهى الأسانيد وقد ذكر الحاكم النيسابوري جملة كبيرة من أوهى الأسانيد في الهامش في معرفة علوم الحديث صفحة احدى وسبعين واثنتين وسبعين انتهى الهامش وقد ذكر الحاكم النيسابوري جملة كبيرة من أوهى الأسانيد بالنسبة إلى بعض الصحابة أو بعض الجهات والبلدان وأذكر بعض الأمثلة من كتاب الحاكم وغيره ألف أوهى الأسانيد بالنسبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه صدق ابن موسى الدقيقي عن فرقد السبخ عن مرة الطيب عن أبي بكر أوهى أسانيد الشاميين محمد بن قيس المصلوب عن عبيد الله ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة جيم أوهى أسانيد بن عباس رضي الله عنه السدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال الحافظ من حجر هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب في الهامش انظر تدريب الراوي الجزء الأول صفحة 181 أربع مثاله ما أخرجه الترمذي من طريق حكيم الأسرم عن أبي تميمة الهجيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد ثم قال الترمذي بعد إخراجه لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأسرم عن أبي تميمة الهجيم عن أبي هريرة ثم قال وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده في الهامش محمد أي البخاري انتهى الهامش قلت لأن في إسناده حكيما الأثرم وقد ضعفه العلماء فقد قال عنه الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب في هلين خمسة حكم روايته يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أساندها من غير بيان ضعفها بخلاف الأحاديث الموضوعة فإنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها بشرطين آلث ألا تتعلق بالعقائد كصفات الله تعالى باء ألا تكون في بيان الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام يعني يجوز روايتها في مثل المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك ومما نروي عنه التساهل في روايتها سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل في الهامش انظر علوم الحديث صفحة ثلاث وتسعين والكفاية صفحة مئة وثلاث وثلاثين ومئة وأربع وثلاثين باب التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال انتهى الهامش وينبغي التنبه إلى أنك إذا رويتها من غير إسناد فلا تقل فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وإنما تقول روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو بلغنا عنه كذا وما أشبه ذلك لأن لا تجزم بنسبة ذلك الحديث للرسول وأنت تعرف ضعفه ستة حكم العمل به اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف والذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال لكن بشروط ثلاثة أوضحها الحافظ بن حجر وهي ألف أن يكون الضعف غير شديد بأن يندرج الحديث تحت أصل معمول به جيم أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط سبع أشهر المصنفات التي هي مظنة الضعيف ألف الكتب التي صنفت في بيان الضعفاء ككتاب الضعفاء لابن حبان وكتاب ميزان الاعتدال للذهبي فإنهم يذكرون أمثلة للأحاديث التي صارت ضعيفة بسبب رواية أولئك الضعفاء لها با الكتب التي صنفت في أنواع من الضعيف خاصة مثل كتب المراسيل والعلن والمدرج وغيرها ككتاب المراسيل لأبي داود وكتاب العلم للدار قطني الببحث الثاني المردود بسبب سقط من الإسناد واحد المراد بالسقط من الإسناد المراد بالسقط من الإسناد انقطاع سلسلة الإسناد بشقوط راو أو أكثر عمدا من بعض الرواه أو عن غير عمد من أول السند أو من آخره أو من أثنائه سقوطا ظاهرا أو خفيا اثنان أنواع السقط يتنوع السقط من الإسناد بحسب ظهوره وخفائه إلى نوعين هما ألف سقط ظاهر وهذا النوع من السقط يشترك في معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث ويعرف هذا السقط من عدم التلاقي بين الراوي وشيخ إما لأنه لم يدرك عصره أو أدرك عصره لكنه لم يجتمع به وليست له منه إجازة ولا وجادة في الهامش الإجازة الإذن بالرواية وقد يحصل الراوي عليها من شيخ لم يلتقي به كأن يقول الشيخ أحيانا أجزت رواية مسموعات لأهل زماني والوجادة بكثر الواو أن يجد الراوي كتابا لشيخ من الشيوخ يعرف خطه فيروي ما في ذلك الكتاب عن الشيخ وسيأتي تفصيل بحث الإجازة والوجادة في باب طرق التحمل وصيغ الأداء انتهى الهامش لذلك يحتاج الباحث في الأسانيد إلى معرفة تاريخ الرواه لأنه يتضمن بيان موالدهم ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم وغير ذلك وقد اصطلح علماء الحديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أسماء بحسب مكان السقط أو عدد الرواه الذين أسقطوا وهذه الأسماء هي واحد المعلق اثنان المرسل ثلاثة المعضل أربعة المنقطع بأ سقط خفي وهذا لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلى الأسانيد وله تسميتان وهما واحد المدلس اثنان المرسل الخفي وإليك بحث هذه المسميات الستة مفصلة على التوالي المعلق صفحة 69 واحد تعرفه ألف لغة هو اسم مفعول من علق الشيء بالشيء أي ناطه وربطه به وجعله معلقا وسمي هذا السند معلقا بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط وانقطاعه من الجهة الدنيا فصار كالشيء المعلق بالسقف ونحوه باء اصطلاحا ما حذف من مد يسناده راو فأكثر على التوالي اثنان من صوره ألف أن يحذف جميع السند ثم يقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا باء ومنها أن يحذف كل الاسناد إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي ثلاث مثاله ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان في الهامش البخاري كتاب الصلاة الجزء الأول صفحة تسعين انتهى الهامش فهذا حديث معلق لأن البخارية حذف جميع إسناده إلا الصحابي وهو أبو موسى الأشعري أربع حكمه الحديث المعلق مردود لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند وذلك بحذف راو أو أكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف خمسة حكم المعلقات في الصحيحين هذا الحكم وهو أن المعلق مردود هو للحديث المعلق مطلقا لكن إن وجد المعلق في كتاب التزمت صحته كالصحيحين فهذا هو حكم خاص قد مر بنا في بحث الصحيح ولا بأس بالتذكير به هنا في الهامش في الفقرة الحادية عشرة وهي ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان انتهى الهامش ولا بأس بالتذكير به هنا وهو أن ألف ما ذكر بصيغة الجز كقال وذكر وحكى فهو حكم بصحته عن المضاف إليه باء وما ذكر بصيغة التمريض كقيل وذكر وحكيا فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه بل فيه الصحيح والحسن والضعيف لكن ليس فيه حديث واهن لوجوده في الكتاب المسمى بالصحيح وطريق معرفة الصحيح من غيره هو البحث عن إسناد هذا الحديث والحكم عليه بما يليق به في الهامش قد بحث العلماء في المعلقات التي في صحيح البخاري وذكروا أسانيدها المتصلة وأحسن من جمع ذلك هو الحافظ ابن حجر في كتاب سماه تغليق التعليق انتهى الهامش المرسل صفحة 71 واحد تعريفه أرف لغة هو اسم مفعول من أرسل بمعنى أطلق فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف با اصطلاحا هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي في الهامش نزهة النظر صفحة 43 والتابعي هو من لقي الصحابية مسلما ومات على الإسلام انتهى الهامش اثنان صورته وصورته أن يقول التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا وهذه صورة المرسل عند المحدثين ثلاثة مثاله ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال حدثني محمد بن رافع ثنى حجين ثنى الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة فسعيد ابن المسيب تابعي كبير فروا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقد أسقط من إسناد هذا الحديث آخره وهو من بعد التابعي وأقل هذا السقط أن يكون قد سقط الصحابي ويحتمل أن يكون قد سقط معه غيره كتابعي مثلا أربع المرسل عند الفقهاء والأصوليين ما ذكرته من صورة المرسل هو المرسل عند المحدثين أما المرسل عند الفقهاء والأصوليين فأعم من ذلك فعندهم أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه وهذا مذهب الخطيب أيضا خمسة حكمه المرسل في الأصل ضعيف مردود لفقده شرطا من شروط المقبول وهو اتصال السند وللجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون المحذوف غير الصحابي وفي هذه الحال يحتمل أن يكون ضعيفا لكن العلماء أمن المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند لأن الساقط منه غالبا ما يكون صحابيا والصحابة كلهم عدول لا تضر عدم معرفتهم ومجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة أقوال هي ألف ضعيف مردود عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي ما صحيح يحتج به عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه وطائفة من العلماء بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة جيم قبوله بشروط أن يصح بشروط وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم وهذه الشروط أربع ثلاثة في الراوي المرسل وواحد في الحديث المرسل وإليك هذه الشروط واحد أن يكون المرسل من كبار التابعين اثنان وإذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة ثلاثة وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه أربع وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يلي ألف أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا باء أو يروى من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول جيم أو يوافق قول صحابي دال أو يفتي بمختضاه أكثر أهل العلم في الهامش انظر الرسالة للشافعي صفحة أربعمائة وإحدى وستين انتهى الهامش فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مخرج المرسل وما عدده وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما ستة مرسل الصحابي هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمعه أو يشاهده إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما سبع حكم مرسل الصحابي الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة وإذا رووا عنهم بينوها فإذا لم يبينوا وقالوا قال رسول الله فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر وحذف الصحابي لا يضر كما تقدم وقيل إن مرسل الصحابي كمرسل غيره في الحكم وهذا القول ضعيف مردود ثمانية أشهر المصنفات فيه ألف المراسيل لأبي داود باء المراسيل لابن أبي حاتم جيم جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلاء في الهامش الرسالة المستطرفة صفحة خمس وثمانين وست وثمانين والعلاء هو الحافظ المحقق صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلاء ولد بدمشق سنة ستمائة وأربع وتسعين هجرية وتوفي في القدس سنة سبعمائة وإحدى وستين هجرية المعضل صفحة خمس وسبعين واحد تعريفه ألف لغة اسم مفعول من أعضله بمعنى أعياه باء اصطلاحا ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي اثنان مثاله ما رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده إلى القعنبي عن مالك أنه بلاه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق قال الحاكم هذا معضل عن مالك أعضله هكذا في الموطأ في الهامش معرفة علوم الحديث صفحة ست واربعين انتهى الهامش فهذا الحديث معضل لأنه سقط منه اثنان متواليان بين مالك وأبي هريرة وقد عرفنا أنه سقط منه اثنان متواليان من رواية الحديث خارج الموطأ هكذا عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة في الهامش المصدر السابق صفحة سبع واربعين انتهى الهامش ثلاثة حكمه الموضل حديث ضعيف وهو أسوأ حالا من المرسل والمنقطع لكثرة المحذوفين من الإسناد في الهامش انظر الكفاية صفحة 21 والتدريب الجزء الأول صفحة 295 انتهى الهامش وهذا الحكم على الموضل بالاتفاق بين العلماء اربعة اجتماعه مع بعض صور المعلق ان بين الموضل وبين المعلق عموما وخصوصا من وجه ألف اجتمع الموضل مع المعلق في صورة واحدة وهي اذا حذف من مبدأ اسناده رويان متواليان فهو معضل ومعلق في آن واحد باء ويفارقه في صورتين واحد اذا حذف من وسط الاسناد رويان متواليان فهو معضل وليس بمعلق اثنان اذا حذف من مبدأ الاسناد راو فقط فهو معلق وليس بمعضل انتهى الوجه الاول خمسة من مظان المعضل قال السيوطي في الهامش تدريب الراوي الجزء الاول صفحة مائتين واربع عشرة انتهى الهامش قال السيوطي من مظان المعضل والمنقطع والمرسل الف كتاب السنن لسعيد ابن منصور باء مؤلفات ابن ابي الدنيا المنقطع صفحة سبع وسبعين واحد تعريفه الف لغة هو اسم فاعل من الانقطاع ضد الاتصال باء اصطلاحا ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان انقطاعه اثنان شرح التعريف يعني ان كل اسناد انقطع من اي مكان كان سواء كان انقطاع من اول الاسناد او من اخره او من وسطه فيدخل فيه على هذا المرسل والمعلق والمعضل لكن علماء المصطلح المتاخرين خصوا المنقطع بما لم تنطبق عليه صورة المرسل او المعلق او المعضل وكذلك كان استعمال المتقدمين في الغالب ولذلك قال النووي واكثر ما يستعمل في روايتي من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر في الهامش التقريب مع التدريب الجزء الاول صفحة مئتين وثمان انتهى الهامش ثلاثة المنقطع عند المتاخرين من اهل الحديث وما لم يتصل الاسناده مما لا يشمل هسم المرسل او المعلق او المعضل فكأن المنقطع اسم عام لكل انقطاع في السند ما عدا صورا ثلاثا من صور الانقطاع وهي حذف اول الاسناد او حذف اخره او حذف اثنين متواليين من اي مكان كان وهذا هو الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها في الهامش النخبة وشرحها له صفحة اربع واربعين انتهى الهامش ثم انه قد يكون الانقطاع في مكان واحد من الاسناد وقد يكون في اكثر من مكان واحد كان يكون الانقطاع في مكانين او ثلاثة مثلا اربع مثاله ما رواه عبد الرزاق عن الثور عن ابي اسحاق عن زيد ابن يثايع عن حذيفة مرفوع ان وليتموها ابا بكر فقوي امين في الهامش اخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث صفحة ست وثلاثين واخرجه احمد والبزار والطبران في الاوسط بمعناه انظر مجمع الزوائد الجزء الخامس صفحة مائة وست وسبعين انتهى الهامش فقد سقط من هذا الاسناد رجل من وسطه وهو شريك سقط من بين الثوري وابي اسحاق اذ ان الثوري لم يسمع الحديث من ابي اسحاق مباشرة وانما سمعه من شريك وشريك سمعه من ابي اسحاق فهذا الانقطاع لا ينطبق عليه اسم المرسل ولا المعلق ولا المعضل فهو منقطع خمسة حكمه المنقطع ضعيف بالاتفاق بين العلماء وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف المدلس صفحة 79 واحد تعريف التدليس ألف لغة المدلس اسم مفعول من التدليس والتدليس في اللغة كتمان عيب السلعة عن المشتري وعصل التدليس مشتق من الدلس وهو الظلمة أو اختلاط الظلام كما في القاموس فكأن المدلس لتغطياته على الواقف على الحديث أظلم أمره فصار الحديث مدلسا باء اصطلاحا اخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره اثنان اقسام التدليس للتدليس قسمان رئيسيان هما تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ ثلاثة تدليس الإسناد لقد عرف علماء الحديث هذا النوع من التدليس بالتعريفات مختلفة وسأختار اصحها وادقها في نظري وهو تعريف الامامين ابي احمد ابن عمر البزار وابي الحسن ابن القطان وهذا التعريف هو الف تعريفه ان يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير ان يذكر انه سمعه منه في الامش شرح الفية العراقي له الجزء الاول صفحة مائة وثمانين با شرح التعريف ومعنى هذا التعريف ان تدليس الاسناد ان يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الاحاديث لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه وانما سمعه من شيخ اخر عنه فيسلط ذلك الشيخ ويرويه عنه بلفظ محتمل للسماع وغيره كقال او عن ليوهم غيره انه سمعه منه لكن لم يصرح بانه سمع منه هذا الحديث فلا يقول سمعت او حدثني حتى لا يصير كذابا بذلك ثم قد يكون الذي اسقطه واحدا او اكثر جيم الفرق بينه وبين الارسال الخفي قال ابو الحسن ابن القطان بعد ذكره للتعريف السابق والفرق بينه وبين الارسال هو ان الارسال روايته عما لم يسمع منه واضاح ذلك ان كل من المدلس والمرسل ارسالا خفيا يروي يروي عن شيخ شيئا لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السماع وغيره لكن المدلس قد سمع من ذلك الشيخ احاديث غير التي دلسها على حين ان المرسل ارسالا خفيا لم يسمع من ذلك الشيخ ابدا لالاحاديث التي ارسلها ولا غيرها لكنه عاصره او لقيه دل مثاله ما اخرجه الحاكم في الهامش في معرفة علوم الحديث صفحة 130 انتهى الهامش ما اخرجه الحاكم بسنده الى علي ابن خشرم قال لنا ابن عيينة عن الزهري فقيل له سمعته من الزهري فقال لا ولا ممن سمعه من الزهري حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ففي هذا المثال اسقط ابن عيينة اثنين بينه وبين الزهري اربعة تدليس التسوية هذا النوع من التدليس هو في الحقيقة نوع من انواع تدليس الاسناد التالف تعريفه هو رواية الراوي عن شيخه ثم اسقاط راوي ضعيف بين ثقتين لقي احدهما الاخر وصورة ذلك ان يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة ويكون الثقتان قد لقي احدهما الاخر فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الاول فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الاسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيسوي الاسناد كله ثقات وهذا النوع من التدليس شر انواع التدليس لان الثقة الاول قد لا يكون معروفا بالتدليس ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة اخر فيحكم له بالصح وفيه غرور شديد با اشهر من كان يفعله واحد بقية ابن الوليد قال ابو مسهر احاديث بقية ليست مقية فكن منها على تقية في الهامش ميزان الاعتدال الجزء الاول صفحة ثلاث مائة واثنتين وثلاثين انتهى الهامش اثنان الوليد ابن مسلم جيم مثاله ما رواه ابن ابي حاتم في العلل قال سمعت ابي وذكر الحديث الذي رواه اسحاق ابن راحوي عن بقية حدثني ابو وهب الاسد عن نافع عن ابن عمر حديث لا تحمد اسلام المرء حتى تعرف عقدة رأيه قال ابي هذا الحديث له امر قل من يصهمه رواه هذا الحديث عبيد الله ابن عمر عن اسحاق عن ابي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبيد وعبيد ثقة ابن عمر كنيته ابو وهب وهو اسد فكناه بقية ونسبه الى بني اسد كي لا يفطن له حتى اذا ترك اسحاق ابن ابي فروة لا يهتذا له في الهامش شرح الالفية للعراقي الجزء الاول صفحة مائة وتسعين والتدريب الجزء الاول صفحة مائتين وخمس وعشرين خمسة تدليس الشيوخ الف تعريفه ان يروي الراوي عن شيخ حديث سمعه منه فيسميه او يكنيه او ينسبه او يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف في الهامش علوم الحديث صفحة ست وستين انتهى الهامش باء مثاله قول ابي بكر عن مجاهد قول ابي بكر بن مجاهد احد ائمة القراء حدثنا عبدالله ابن ابي عبدالله يريد به ابا بكر ابن ابي داود السجستاني ستة حكم التدليس الف اما تدليس الاسناد فمكروه جدا ذمه اكثر العلماء وكان شعبة من اشدهم ذما له فقال فيه اقوالا منها التدليس اخ الكذب باء واما تدليس التسوية فهو اشد كراهة منه حتى قال العراقي انه قادح في من تعمد فعله جيم واما تدليس الشيوخ فكراهته اخف من تدليس الاسناد لان المدلس لم يسقط احدا وانما الكراهة بسبب تضييع المروي عنه وتوعير طريق معرفته على السامع وتختلف الحال في كراهته بحسب الغراض الحامل عليه سبع الاغراض الحاملة على التدليس الف الاغراض الحاملة على تدليس الشيوخ اربع وهي واحد ضعف الشيخ او كونه غير فقه اثنان تأخر وفاته بحيث شاركه في السماع منه جماعة دونه ثلاث صغر سنه بحيث يكون اصغر من الراوي عنه اربع كثرة الرواية عنه فلا يحب الاكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة باء الاغراض الحاملة على تدليس الاسناد خمسة وهي واحد توهيم علو الاسناد اثنان فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير ثلاثة واربع وخمسة الاغراض الثلاثة الاولى المذكورة في تدليس الشيوخ ثمانية اسباب ذنب المدلس ثلاثة وهي الف ايهامه السماع ممن لم يسمع منه باء عدله عن الكشف الى الاحتمال جيم علمه بانه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا في الهامش راجع الكفاية صفحة ثلاثمائة وثمان وخمسين انتهى الهامش تسعة حكم رواية المدلس اختلف العلماء في قبول رواية المدلس على اقوال اشهرها قولان نالف رد رواية المدلس مطلقا وان بين السماع لان التدليس نفسه جرح وهذا غير معتمد باء التفصيل وهو الصحيح واحد انصرح بالسماع قبلت روايته اي ان قال سمعت او نحوها قبل حديثه اثنان وان لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته اي ان قال عن ونحوها لم يقبل حديثه في الهامش علوم الحديث صفحة سبع وستين وثمان وستين انتهى الهامش عشرة بما يعرف التدليس يعرف التدليس باحد امرين الف اخبار المدلس نفسه اذا سئل مثلا كما جرى لابن عيينة با نص امام من ائمة هذا الش بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع حدي عشر اشهر المصنفات في التدليس والمدلسين هناك مصنفات في التدليس والمدلسين كثيرة اشهرها ثلاث ثلاثة مصنفات للخطيب البغداد واحد في اسماء المدلسين واسمه واسمه التبين لاسماء المدلسين والاخران افرد كلا منهما لبيان نوع من انواع التدليس با التبين لاسماء المدلسين لبرهان الدين ابن الحلبي وقد طبعت هذه الرسالة جيم تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر وقد طبعت ايضا المرسل الخفي صفحة خمس وثمانين واحد تعريفه الف لغة المرسل لغة اسم مفعول من الارسال بمعنى الاطلاق كأن المرسل اطلق الاسناد ولم يصله والخفي ضد الجلي لان هذا النوع من الارسال غير ظاهر فلا يدرك الا بالبحث ما استلاح ان يروي عن من لقيه او عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره كقال اثنان مثاله ما رواه ابن ماجة من طريق عمر ابن عبد العزيز عن عقبة ابن عامل مرفوعا رحم الله حارس الحرس فان عمر لم يلقى عقبة كما قال المزي في الاطراف في الهامش ابن ماجة كتاب الجهاد الجزء الثاني صفحة تسعمائة وخمس وعشرين رقم الحديث الفاني وسبعمائة وتسع وستون انتهى الهامش ثلاثة بما يعرف يعرف الارسال الخفي بأحد امور ثلاثة وهي الف نص بعض الائمة على ان هذا الراوية لم يلقى من حدث عنه او لم يسمع منه مطلقا باء اخباره عن نفسه بانه لم يلقى من حدث عنه او لم يسمع منه شيئا جيم مجيء الحديث من وجه اخر فيه زيادة شخص بين هذا الراوي وبين من روى عنه وهذا الامر الثالث فيه خلاف للعلماء لانه قد يكون من نوع المزيد في متصل الاسانيد اربعة حكمه هو ضعيف لانه من نوع المنقطع فاذا ظهر انقطاعه فحكمه حكم المنقطع خمسة اشهر المصنفات فيه كتاب التفصيل لمبهم المراسيل للخطيب البغدابي المعنعن والمؤنن صفحة ست وثمانين واحد تمهيد لقد انتهت انواع المردود الستة التي سبب ردها سقط من الاسناد لكن لما كان المعنعن والمؤنن مختلفا فيهما هل هما من نوع المنقطع او المتصل لذا رأيت الحاقهما بانواع المردود بسبب سقط من الاسناد اثنان تعريف المعنعن الف لغة المعنعن اسم مفعول من عنعناء بمعنى قال عند عند باء اصطلاحا قال قول الراوي فلان عن فلان ثلاثة مثاله ما رواه ابن ماجة قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة ثنى معاوية ابن هشام ثنى صفيان عن اسامة ابن زيد عن عثمان ابن عروة عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على ميام الصفوف في الهامش ابن ماجة كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها الجزء الاول صفحة ثلاثمائة واحدى وعشرين رقم الحديث الف وخمسة انتهى الهامش اربعة هل هو من المتصل او المنقطع اختلف العلماء فيه على قولين الف قيل انه منقطع حتى يتبين اتصاله با والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من اصحاب الحديث والفق والاصول انه متصل بشروط اتفقوا على شرطين منها واختلفوا في اشتراق ما عداهما اما الشرطان الذان اتفقوا على انه لا بد منهما وما ذهب مسلم لاكتفاء بهما فهما واحد ان لا يكون المعنعن مدلسا اثنان ان يمكن لقاء بعضهم بعضا اي لقاء المعنعن بمن عنعن عنه واما الشروط التي اختلفوا في اشتراطها زيادة على الشرطين السابقين فهي واحد ثبوت اللقاء وهو قول البخاري وابن المدين والمحققين اثنان طول الصحبة وهو قول ابي المظفر السمعاني ثلاث معرفته بالرواية عنه وهو قول ابي عمر الداني خمسة تعريف المؤنن الف لغة اسم مفعول من اننا بمعنى قال ان ان باء اصطلاحا هو قول الراوي حدثنا فلان ان فلانا قال ستة حكم المؤنن الف قال احمد وجماعة هو منقطع حتى يتبين اتصاله باء وقال الجمهور ان كعند ومطلقه محمول على السماع بالشروط المتقدمة المبحث الثالث المردود بسبب طعن في الراوي صفحة ثمان وثمانين واحد المراد بالطعن في الراوي المراد بالطعن في الراوي جرحه باللسان والتكلم فيه من ناحية عذالته ودينه ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقبه اثنان اسباب الطعن في الراوي اسباب الطعن في الراوي عشرة اشياء خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط الف اما التي تتعلق بالطعن في العدالة فهي واحد الكذب اثنان التهمة بالكذب ثلاثة الفسق اربعة البدعة خمسة الجهالة با اما التي تتعلق بالطعن في الضبط فهي واحد فحش الغلط اثنان سوء الحفظ ثلاثة الغفلة اربعة كثرة الاوهام خمسة مخالفة الثقات وسأذكر انواع الحديث المردود بسبب من هذه الاسباب على التوالي مبتدئا بالسبب الاشد طعنا الموضوع صفحة تسع وثمانين اذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديث فحديثه يسمى الموضوع واحد تعريفه الف لغة هو اسم مفعول من وضع الشيء اي حطه سمي بذلك لانحطاط رتبته با اصطلاحا هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان رتبته هو شر الاحاديث الضعيفة واقبحها وبعض العلماء يعتبره قسما مستقلا وليس نوعا من انواع الاحاديث الضعيفة ثلاثة حكم روايته اجمع العلماء على انه لا تحل روايته لاحد علم حاله في اي معنى كان الا مع بيان وضعه لحديث مسلم من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين في الهامش مقدمة مسلم بشرح النووي الجزء الاول صفحة اثنتين وستين انتهى الهامش اربع طرق الوضاعين في صياغة الحديث الف اما ان ينشئ الوضاع الكلام من عنده ثم يضع له اسنادا ويرويه با واما ان يأخذ كلاما لبعض الحكماء او غيرهم ويضع له اسنادا خمسة كيف يعرف الحديث الموضوع يعرف بامور منها الف اقرار الواضع بالوضع كاقرار ابي عصمة نوح ابن ابي مريم بانه وضع حديث فضائل سور القرآن سورة سورة عن ابن عباس ما او ما يتنزل منزلة اقراره كأن يحدث عن شيخ فيسأل عن مولده فيذكر تاريخا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده هو ولا يعرف ذلك الحديث الا عنده جيم او قرينة في الراوي مثل ان يكون الراوي رافضيا والحديث في فضائل اهل البيت دام او قرينة في المروي مثل كون الحديث ركيك اللفظ او مخالف للحس او صريح القرآن ستة دواعي الوضع واصناف الوضاعين الف التقرب الى الله تعالى بوضع احاديث ترغب الناس في الخيرات واحاديث تخوفهم من فعل المنكرات وهؤلاء الوضاعون قوم ينتسبون الى الجهد والصلاح وهم شر الوضاعين لان الناس قبلت موضوعاتهم ثقة بهم ومن هؤلاء ميسرة ابن عبد ربه فقد روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال قلت لميسرة ابن عبد ربه من اين جئت بهذه الاحاديث من قرأ كذا فله كذا قال وضعتها ارغب الناس في الهامش تدريب الراوي الجزء الاول صفحة مئتين وثلاث وثمانين انتهى الهامش باء الانتصار للمذهب لا سيما مذاهب الفرق السياسية بعد ظهور الفتنة وظهور الفرق السياسية كالخوارج والشيعة فقد وضعت كل فرقة من الاحاديث ما يؤيد مذهبها كحديث علي خير البشر من شك فيه كفر انتهى الشريط الثالث وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب جيم الطعن في الاسلام وهؤلاء قوم من الزنادقة لم يستطيع ان يكيد للاسلام جهارا فعمدوا الى هذا الطريق الخبيث فوضعوا جملة من الاحاديث بقصد تشويه الاسلام والطعن فيه ومن هؤلاء محمد ابن سعيد الشام المصلوب في الزندقة فقد روى عن حميد عن انس مرفوع انا خاتم النبيين لا نبي بعد الا ان يشاء الله في الهامش المصدر السابق الجزء الاول صفحة 284 انتهى الهامش ولقد بين جهابذة الاحاديث امر هذه الاحاديث ولله الحمد والمن دال التزلف الى الحكام اي تقرب بعض ضعفاء الايمان الى بعض الحكام بوضع احاديث تناسب ما عليه الحكام من الانحراف مثل قصة غياث ابن ابراهيم النخع الكوفي مع امير المؤمنين المهدي حين دخل عليه وهو يلعب بالحمام فساق بسنده على التوالي الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا سبق الا في نصل او خف او حافر او جناح فزاد كلمة او جناح لاجل المهدي فعرف المهدي ذلك فامر بذبح الحمام وقال انا حملته على ذلك ها التكسب وطلب الرزق كبعض القصاص الذين يتكسبون بالتحدث الى الناس فيردون بعض القصص المسلية والعجيبة حتى يستمع اليهم الناس ويعطوهم كابي سعيد المدائني زا قصد الشهرة وذلك باراد الاحاديث الغريبة التي لا توجد عند احد من شيوخ الحديث فيقلبون سند الحديث ليستغرب فيرغب في سماعه منهم كابن ابي دحية وحماد النصيبي في الهامش المصدر السابق الجزء الاول صفحة مئتين وست وثمانين انتهى الهامش سبع مذهب الكرامية في وضع الحديث زعمت فرقة من المبتلعة سموا بالكرامية جواز وضع الاحاديث في باب الترغيب والترهيب فقط واستدلوا على ذلك بما روي في بعض طرق حديث من كذب علي متعمدا من زيادة جملة ليضل الناس ولكن هذه الزيادة لم تثبت عند حفاظ الحديث وقال بعضهم نحن نكذب له لا عليه وهذا استدلال في غاية السخف فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج شرعه الى كذابين ليروجوه وهذا الزعم خلاف اجماع المسلمين حتى بالغ الشيخ ابو محمد الجويني فجزم بتكفير واضع الحديث ثمانية خطأ بعض المفسرين في ذكر الاحاديث الموضوع لقد اخطأ بعض المفسرين في ذكرهم احاديث موضوع في تفاسيرهم من غير بيان وضعها لا سيما الحديث المروي عن ابي بن كعب في فضائل القرآن شورة شورة ومن هؤلاء المفسرين الف الثعلبي باء الواحد جيم الزمخشري دال البيضاوي هاء الشوكاني تسع اشهر المصنفات فيه الف كتاب الموضوعات لابن الجوزي وهو من اقدم ما صنف في هذا الفن لكنه متساهل في الحكم على الحديث بالوضع لذا انتقده العلماء وتعقبوا باء اللآل المصنوعة في الاحاديث الموضوع للسيوط هو اختصار لكتاب ابن الجوزي وتعقيب عليه وزيادات لم يذكرها ابن الجوزي جيم تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوع لابن عراق الكناني وهو كتاب تلخيص لسابقيه وهو كتاب حافل مهذب مفيد المتروك صفحة 94 اذا كان سبب الطعن في الراوي هو التهمة بالكذب وهو السبب الثاني سمي حديثه المتروك واحد تعريفه الف لغة اسم مفعول من الطرق وتسمي العرب البيضة بعد ان يخرج منها الفرخ التريكة اي متروكة لا فائدة منها في الهامش انظر القاموس الجزء الثالث صفحة ثلاث مائة وست انتهى الهامش باء اصطلاحا هو الحديث الذي في اسناده راو متهم بالكذب اثنان اسباب اتهام الراوي بالكذب احد امرين وهما الف ان لا يروى ذلك الحديث الا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة في الهامش القواعد المعلومة هي القواعد العامة التي استنبطها العلماء من مجموع نصوص عامة صحيحة مثل قاعدة الاصل براءة الذمة انتهى الهامش ما ان يعرص بالكذب في كلامه العادي لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي ثلاث مثاله حديث عمر بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي عن جابر عن ابو الطفيل عن علي وعمار قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداء ويقطع صلاة العصر اخر ايام التشريق وقد قال النساء والدار قطني وغيرهما عن عمر بن شمر متروك الحديث في الهامش ميزان الاعتدال الجزء الثالث صفحة 268 انتهى الهامش اربع رتبته مر بنا ان شر الضعيف الموضوع ويليه المتروك ثم المنكر ثم المعلل ثم المدرج ثم المقلوب ثم المضطرب كذا رتبه الحافظ ابن حجر في الهامش انظر التدريب الجزء الاول صفحة 295 والنخبة وشرحها صفحة 46 وما بعدها انتهى الهامش المنكر صفحة اذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط او كثرة الغفلة او الفسق وهو السبب الثالث والرابع والخامس فحديثه يسمى المنكر واحد تعريفه الف لغة هو اسم مفعول من الانكار ضد الاقرار با اصطلاحا عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة اشهرها تعريفان وهما واحد هو الحديث الذي في اسناده راو فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه وهذا التعريف ذكره الحافظ بن حجر ونسبه لغيره في الهامش انظر النخبة وشرحها صفحة 47 انتهى الهامش ومشى على هذا التعريف البيقون في منظومته فقال ومنكر الفرد به راو غدا تعديله ولا يحمل التفرد اثنان هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة وهذا التعريف هو الذي ذكره الحافظ بن حجر واعتمذه وفيه زيادة على التعريف الاول وهي قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة اثنان الفرق بينه وبين الشاذ الف ان الشاذ ما رواه المقبول في الهامش المراد بالمقبول هنا ما يشمل راوي الصحيح وراوي الحسن اي العدل التام الضابط او العدل الذي خف ضبطه انتهى الهامش ان الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو او لا منه باء ان المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة فيعلم من هذا انه ما يشتركان في اشتراف المخالفة ويفترقان في ان الشاذ راويه مقبول والمنكر راويه ضعيف قال ابن حجر وقد غفل من سوى بينهما في الهامش انظر النخبة وشرحها صفحة سبع وثلاثين ويعني بقوله هذا ابن الصلاح فقد سوى بين الشاذ والمنكر في علوم الحديث صفحة اثنتين وسبعين اذ قال المنكر ينقسم على ما ذكرناه في الشاذ فانه بمعناه انتهى الهامش ثلاثة مثاله الف مثال للتعريف الاول ما رواه النساء وابن ماجة من رواية ابي زكير يحيى ابن محمد ابن قيس عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة مرفوع كل البلح بالتمري فان ابن ادم اذا اكله غضب الشيطان قال النساء هذا حديث منكر تفرد به من طريق من طريق حبيب ابن حبيب الزيات عن ابي اسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقام الصلاة وات الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة قال ابو حات هو منكر لان غيره من الثقات رواه عن ابي اسحاق موقوفا وهو المعروف اربع رتبته يتبين من تعريفي المنكر المذكورين آنفا ان المنكر من انواع الضيف جدا لانه اما رواية ضعيف موصوف بفحش الغلط او كثرة الغفلة او الفسق واما رواية ضعيف مخالف في روايته تلك لرواية الثقة وكل القسمين فيه ضعف شديد لذلك مر بنا في بحث المتروك ان المنكر يأتي في شدة الضعف بعد مرتبة المتروك المعروف صفحة 98 واحد تعريفه الف لغة هو اسم مفعول من عرفاء با اصطلاحا ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف فهو بهذا المعنى مقابل للمنكر او بتعبير ادق هو مقابل لتعريف المنكر الذي اعتمده الحافظ ابن حجر اثنان مثاله اما مثاله فهو المثال الثاني الذي مر في نوع المنكر لكن من طريق الثقات الذين رووه موقوفا على ابن عباس لان ابن ابي حاتم قال بعد ان ساق حديث حبيب المرفوع هو منكر لان غيره من الثقات رواه عن ابي اسحاق موقوفا وهو المعروف في الهامش لم يذكر المعروف هنا لانه من انواع المردود وانما ذكر هنا لمناسبة قسيمه المنكر هذا والمعروف من اقسام المقبول الذي يحتج به كما هو معروف انتهى الهامش المعلل صفحة تسع وتسعين اذا كان سبب الطعن في الراوي هو الوه فحديثه يسمى المعلل وهو السبب السادس واحد تعريفه الف لغة اسم مفعول من اعله بكذا فهو معل وهو القياس الصرف المشهور وهو اللغة الفصيحة لكن التعبير بالمعلل من اهل الحديث جاء على غير المشهور في اللغة في الهامش في الهامش لان المعلل اسم مفعول من علله بمعنى الهاه ومنه تعليل الام ولدها انتهى الهامش ومن المحدثين من عبر عنه بالمعلول وهو ضعيف مرزول عند اهل العربية واللغة في الهامش لان اسم المفعول من الرباع لا يكون على وزن مفعول وانظر علوم الحديث صفحة احدى وثمانين انتهى الهامش باء اصطلاحا هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع ان الظاهر السلامة منها اثنان تعريف العلة هي سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث سيؤخذ من تعريف العلة هذا ان العلة عند علماء الحديث لا بد ان يتحقق فيها شرطان وهما الف الغموض والخفاء باء والقدح في صحة الحديث فان اختل واحد منهما كأن تكون العلة ظاهرة او غير قادحة فلا تسمى عندئذ علة اصطلاحا ثلاثة قد تطلق العلة على غير معناها الاصطلاحي انما ذكرته من تعريف العلة في الفقرة السابقة هو المراد بالعلة في اصطلاح المحدثين لكن قد يطلقون العلة احيانا على اي طعن موجه للحديث وان لم يكن هذا الطعن خفيا او قادحا الف فمن النوع الاول التعليل بكذب الراوي او غفلته او سوء حفظه او نحو ذلك حتى لقد سمت ترمذي النسخة علة ومن النوع الثاني التعليل بمخالفة لا تقدح في صحة الحديث كيرسال ما وصله الثقة وبناء على ذلك قال بعضهم من الحديث الصحيح ما هو صحيح معلل اربع جلالته ودقته ومن يتمكن منه معرفة علل الحديث من اجل علوم الحديث وادقها لانه يحتاج الى كشف العلل الغامضة الخفية التي لا تظهر الا للجهابذة في علوم الحديث وانما يتمكن منه ويقوى على معرفته اهل الحفظ والخبرة والفهم السابق والفهم الساقب ولهذا لم يخد غماره الا القليل من الائمة كابن المديني واحمد والبخاري وابي حاتم والدار قطني خمسة الى اي اسناد يتطرق التعليل يتطرق التعليل الى الاسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا لان الحديث الضعيف لا يحتاج الى البحث عن علله اذ انه مردود لا يعمل به ستة بما يستعان على ادراك العلة يستعان على ادراك العلة بامور منها الف تفرد الراوي باء مخالفة غيره له جيم قراء اخرى تنضم الى ما تقدم في الفقرتين الف وباء هذه الامور تنبه العارف بهذا الفن على وهم وقع من راوي الحديث اما بكشف ارسال في حديث رواه موصولا او وقف في حديث رواه مرفوعا او ادخاله حديثا في حديث او غير ذلك من الاوهام بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم بعدم صحة الحديث سبعة ما هو الطريق الى معرفة المعلل الطريق الى معرفته هو جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته والموازنة بين ضبطهم واتقانهم ثم الحكم على الرواية المعلولة ثمانية اين تقع العلة الف تقع في الاسناد وهو الاكثر كالتعليل بالوقف والارسال باء وتقع في المتن وهو الاقل مثل حديث نفي قراءة البسملة في الصلاة تسع هل العلة في الاسناد تقدح في المتن الف قد تقدح في المتن مع قبحها في الاسناد ذلك مثل التعليل بالارسال باء وقد تقدح في الاسناد خاصة ويكون المتن صحيحا مثل حديث يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمر بن دينار عن ابن عمر مرفوعا البيعان بالخيار فقد وهم يعلى على سفيان الثوري في قوله عمر بن دينار انما هو عبد الله ابن دينار فهذا المتن صحيح وان كان في الاسناد علة الغلط لان كلا من عمر وعبد الله بن دينار ثقة فيبدال ثقة بثقة لا يضر صحة المت وان كان سياق الاسناد خطأ عشرة اشهر المصنفات فيه الف كتاب العلل لابن المديني باء علل الحديث لابن ابي حاتب جيم العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل دال العلل الكبير والعلل الصغير للترمذي ها العلل الواردة في الاحاديث النبوية للدار قطمي وهو اجمعها واوسعها المخالفة للثقات اذا كان سبب الطعن في الراوي مخالفته للثقات وهو السبب السابع فينتج عن مخالفته للثقات خمسة انواع من علوم الحديث وهي المدرج والمقلوب والمزيد في متصل الاسانيد والمضطرب والمصحف واحد فان كانت المخالفة بتغيير سياق الاسناد او بدمج موقوف بمرفوع فيسمى المدرج اثنان وان كانت المخالفة بتقديم او تأخير فيسمى المقلوب ثلاث وان كانت المخالفة بزيادة راون فيسمى المزيد في متصل الاسانيد اربعة وان كانت المخالفة بابدال راون براون او بحصول التدافع في المت ولا مرجح فيسمى المضطرب خمسة وان كانت المخالفة بتغيير اللفظ مع بقاء السياق فيسمى المصحف في الهامش انظر النخبة وشرحها صفحة ثمان واربعين وتسع واربعين انتهى الهامش واليك تفصيل البحث فيها على التوالي المدرج صفحة مئة وثلاث واحد تعرفه الف لغة اسم مفعول من ادرجة الشيء في الشيء اذا ادخلته فيه وضمنته اياه با اصطلاحا ما غير سياق اسناده او ادخل في متنه ما ليس منه بلا فصل اثنان اقسامه المدرج قسمان مدرج الاسناد ومدرج المت الف مدرج الاسناد واحد تعرفه هو ما غير سياق اسناده اثنان من صوره ان يسوق الراوي الاسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه ان ذلك الكلام في متن ذلك الاسناد فيرويه عنه كذلك ثلاثة مثاله قصة ثابت ابن موسى الزاهد في روايته من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار في الهامش اخراجه ابن ماجة باب قيام الليل الجزء الاول صفحة 422 رقم الحديث 1333 انتهى الهامش واصل القصة ان ثابت ابن موسى دخل على شريك ابن عبد الله القاضي وهو يملي ويقول حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت ليكتب المستملي في الهامش المستملي هو الذي يبلغ صوت المحدث اذا كثر الطلاب في المجلس انتهى الهامش فلما نظر الى ثابت قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقصد بذلك ثابت لزهده وورعه فظن ثابت انه متن ذلك الاسناد فكان يحدث به با مدرج المتن واحد تعرفه ما ادخل في متنه ما ليس منه بلا فصل اثنان اقسامه ثلاث وهي الف ان يكون الاضراج في اول الحديث وهو قليل لكنه اكثر من وقوعه في وسطه با ان يكون الاضراج في وسط الحديث وهو اقل من الاول جيم ان يكون الاضراج في اخر الحديث وهو الغالب ثلاث امثلة له الف مثال لوقوع الاضراج في اول الحديث وسببه ان الراوية يقول كلاما يريد ان يستدل عليه بالحديث فيأتي به بلا فصل فيتوهم السامع ان الكل حديث مثل مثل ما رواه الخطيب من رواية ابي قطن وشبابة فرقهما عن شعبة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار فقوله اسبغ الوضوء مدرج من كلام ابي هريرة كما بين في رواية البخاري عن ادم عن شعبة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة قال اسبغ الوضوء فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار قال الخطيب وهما ابو قطن وشبابة في روايتهما له عن شعبة على ما سقنا وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية ادم في الهامش تدريب الراوي الجزء الاول صفحة مئتين وسبعين انتهى الهامش انتهى الوجه الاول باء مثال لوقوع الادراج في وسط الكلام حديث عائشة في بدء الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العبد في الهامش البخاري باب بدء الوحي انتهى الهامش فقوله وهو التعبد مدرج من كلام الزهري جيم مثال لوقوع الادراج في اخر الحديث حديث ابي هريرة مرفوعا للعبد المملوك اجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وذر امي لأحبطت ان اموت وانا مملوك فالهامش البخاري في العطق انتع الهامش فقوله والذي نفسي بيده الى اخره من كلام ابي هريرة لانه يستحيل ان يصدر ذلك منه صلى الله عليه وسلم لانه لا يمكن ان يتمنى الذق ولان امه لم تكن موجودة حتى يبرها ثلاث دواعي الادراج دواعي الادراج متعددة اشهرها ما يلي الف بيان حكم شرعي با استنباط حكم شرعي من الحديث قبل ان يتم الحديث جيم شرح لفظ غريب في الحديث اربع كيف يدرج كيف يدرك الادراج يدرك الادراج بامور منها الف وروده منفصلا في رواية اخرى با التنصيص عليه من بعض الائمة المطلعين جيم اقرار الراوي نفسه انه ادرج هذا الكلام دال استحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك خمسة حكم الادراج الادراج حرام باجماع العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم ويستسنى من ذلك ما كان لتفسير غريب فانه غير ممنوع ولذلك فعله الزهر وغيره من الائمة ستة اشهر المصنفات فيه الف الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي باء تقريب المنهج بترتيب المدرج لابن حجر وهو تلخيص لكتاب الخطيب وزيادة عليه المطلوب صفحة مئة وسبع واحد تعرفه الف لغة هوسم مفعول من القلب وهو تحويل الشيء عن وجهه في الهامش انظر القاموس الجزء الاول صفحة مئة وثلاث وعشرين باء اصطلاحا ابدال لفظ باخر في سند الحديث او متنه بتقديم او تأخير ونحوه اثنان اقسامه ينقسم المقلوب الى قسمين رئيسيين هما مقلوب السند ومقلوب المت الف مقلوب السند وهو ما وقع الابدال في سنده وله صورتان واحد ان يقدم الراوي ويؤخر في اسم احد الروات واسم ابيه كحديث مروي عن كعب ابن مرة فيرويه الراوي عن مرة ابن كعب اثنان ان يبدل الراوي شخصا باخر بقصد الاغراب كحديث مشهور عن سالم فاجعله الراوي عن نافع وممن كان يفعل ذلك من الرواه حماد بن عمر النصيبي وهذا مثاله حديث رواه حماد النصيبي عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة مرفوع اذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام فهذا حديث مقلوب قلب حماد قلبه حماد فجعله عن الاعمش وانما هو معروف عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة هكذا اخرجه مسلم في صحيح وهذا النوع من القلب هو الذي يطلق على راويه انه يسرق الحديث باء مقلوب المتن وهو ما وقع الابدال في متنه وله صورتان ايضا واحد ان يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث ومثاله حديث ابي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل لا ظله ففيه ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فهذا ممن قلب على بعض الرواه وانما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه في الهامش البخاري في الجماعة ومسلم في الزكاة باب فضل اخفاء الصدقة الجزء السابع صفحة مائة وعشرين من شرح النووي على مسلم ومالك في الموطأ كتاب الشعر باب ما جاء في المتحابين في الله الجزء الثاني صفحة تسعمائة واثنتين وخمسين انتهى الهامش اثنان ان يجعل الراوي متن هذا الحديث على اسناد اخر ويجعل اسناده لمتن اخر وذلك بقصد الامتحان وغيره مثاله ما فعل اهل بغداد مع الامام البخاري اذ قلبوا له مئة حديث وسألوه عنها امتحان لحفظه فردها على ما كانت عليه قبل القلب ولم يخطئ في واحد منها في الهامش انظر تفاصيل القصة في تاريخ بغداد الجزء الثاني صفحة عشرين انتهى الهامش ثلاثة الاسباب الحاملة على القلب تختلف الاسباب التي تحمل بعض الرواة على القلب وهذه الاسباب هي الف قصد الاغراب ليرغب الناس في رواية حديثه والاخذ عنه باء قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه جيم الوقوع في الخطأ والغلط من غير قصد اربع قصد القلب الف ان كان القلب بقصد الاغراب فلا شك في انه لا يجوز لان فيه تغيير للحديث وهذا من عمل الوضعين باء وان كان بقصد الامتحان فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث واهليته وهذا بشرط ان يبين الصحيح قبل انفضاد المجلس جيم وان كان عن خطأ وسهو فلا شك ان فاعله معذور في خطأه لكن اذا كثر ذلك منه فانه يخل بضبطه ويجعله ضعيفا اما الحديث المقلوب فهو من انواع الضعيف المردود كما هو معلوم خمسة اشهر المصنفات فيه الف كتاب رافع الارتياب في المقلوب عن من الاسماء والالقاب للخطيب البغدادي والظاهر من اسم الكتاب انه خاص بكسم المقلوب الواقع في السند فقط المزيد في متصل الاسانيد صفحة مئة وعشرة واحد تعريفه الف لغة المزيد اسم مفعول من الزيادة والمتصل ضد المنقطع والاسانيد جمع اسناد با اصطلاحا زيادة راون في اثناء سند ظاهره الاتصال اثنان مثاله ما روى ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت ابا ادريس قال سمعت واثلة يقول سمعت ابا مرثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها في الهامش رواه مسلم كتاب الجنائز الجزء السابع صفحة ثمان وثلاثين والترمذي الجزء الثالث صفحة ثلاثمائة وسبع وستين كلاهما بزيادة ابي ادريس وحذفها انتهى الهامش ثلاثة الزيادة في هذا المثال الزيادة في هذا المثال في موضعين الموضع الاول في لفظ سفيان والموضع الثاني في لفظ ابا ادريس وسبب الزيادة في الموضعين هو الوهم الف اما زيادة سفيان فوهم ممن دون ابن المبارك لان عددا من الثقات روو الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد ومنهم من صرح فيه بالاخبار با وأما زيادة أبا إدريس فوحم من ابن المبارك لأن عددا من الثقات رووا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس ومنهم من صرح بسماع بشر من واثلة أربع شروط رد الزيادة يشترط لرد الزيادة واعتبارها وحما ممن زادها شرطان ألف أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها با أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة فإن اختل الشرطان أو واحد منهما ترجحت الزيادة وقبلت واعتبر الإسناد الخال من تلك الزيادة منقطعا لكن انقطاعه خفي وهو الذي يسمى المرسل الخفي خمسة الاعتراضات الواردة على ادعاء وقوع الزيادة يعترض على ادعاء وقوع الزيادة باعتراضين هما ألف إن كان الإسناد الخالي عن الزيادة بحرف عن في موضع الزيادة فينبغي أن يجعل منقطعا با وإن كان مصرحا فيه بالسماع احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه أولا ثم سمعه منه مباشرة ويمكن أن يجاب عن ذلك بما يلي ألف أما الاعتراض الأول فهو كما قال المعترض با وأما الاعتراض الثاني فالاحتمال المذكور فيه ممكن لكن العلماء لا يحكمون على الزيادة بأنها وهم إلا مع قرينة تدل على ذلك ستة أشهر المصنفات فيه كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد للخطيب البغدادي المضطرب صفحة مائة واثنتي عشرة واحد تعريفه ألف لغة هو اسم فاعل من الاضطراب وهو اختلال الأمر وفساد نظامه وأصله من اضطراب الموج إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضا با اصطلاحا ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة اثنان شرح التعريف أي هو الحديث الذي يروى على أشكال متعارضة متدافعة بحيث لا يمكن التوفيق بينها أبدا وتكون جميع تلك الروايات متساوية في القوة من جميع الوجوه بحيث لا يمكن ترجيح إحداهم على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح ثلاثة شروط تحقق الاضطراب يتبين من النظر في تعريف المضطرب وشرحه أنه لا يسمى الحديث مضطربا إلا إذا تحقق فيه شرطان وهما ألف اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينها با تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخرى أما إذا ترجحت إحدى الروايات على الأخرى أو أمكن الجمع بينها بشكل مقبول فإن صفة الاضطراب تزول عن الحديث ونعمل بالرواية الراجحة في حالة الترجيح أو نعمل بجميع الروايات في حالة إمكان الجمع بينها أربع أقسامه ينقسم المضطرب بحسب موقع الاضطراب فيه إلى قسمين مضطرب السند ومضطرب المتن ووقوع الاضطراب في السند أكثر ألف مضطرب السند ومثاله حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أراك شبتا قال شيبتني هود وعخواتها في الهامش رواه الترمذي كتاب التفسير تفسير صورة الواقعة الجزء التاسع صفحة 184 مع شرح التحفة لكن رواه بلفظي شيبتني هود والواقعة والمرسلات الحديث وقال عنه حسن غريب انتهى الهامش قال الدار قطني هذا مضطرب فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق وقد اختلف عليه فيه على نحو عشرة أوجه فمنهم من رواه مرسلا ومنهم من رواه موصولا ومنهم من جعله من مسند أبي بكر ومنهم من جعله من مسند سعد ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذر با مضطرب المتنة ومثاله ما رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة ورواه ابن ماجة من هذا الوجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة قال العراقي فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل خمسة ممن يقع الاضطراب ألف قد يقع الاضطراب من راو واحد بأن يروي الحديث على أوجه مختلفة با وقد يقع الاضطراب من جماعة بأن يروي كل منهم الحديث على وجه يخالف رواية الآخرين ستة سبب ضعف المضطرب وسبب ضعف المضطرب أن الاضطراب يشعر بعدم ضبط رواته سبع أشهر المصنفات فيه كتاب المقترب في بيان المضطرب للحافظ ابن حجر المصحف صفحة 114 واحد تعريفه ألف لغة اسم مفعول من التصحيف وهو الخطأ في الصحيفة ومنه الصحفي وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة في الهامش القاموس الجزء الثالث صفحة 166 انتهى الهامش وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة فيغير بعض ألفاظها بسبب قطائه في قراءتها با اصطلاحا تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنا اثنان اهميته ودقته هو فن جليل دقيق وتكمن اهميته في كشف الأخطاء التي وقع فيها بعض الرواه وانما ينهض بأعباء هذه المهمة الحذاق من الحفاظ كالدار قطني ثلاثة تقسيماته قسم العلماء المصحف إلى ثلاثة تقسيمات كل تقسيم باعتبار وإليك هذه التقسيمات ألف باعتبار موقعه ينقسم المصحف باعتبار موقعه إلى قسمين وهما واحد تصحيف في الإسناد ومثاله حديث شابه عن العوام بن مراجم صحفه ابن مين فقال عن العوام ابن مزاحم اثنان تصحيف في المت ومثاله حديث زيد بن ثابت لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد صحفه ابن لهيعة فقال احتجم في المسجد باعتبار من شئه وينقسم باعتبار من شئه إلى قسمين أيضا وهما واحد تصحيف بصر وهو الأكثر أن يشتبه الخط على بصر القارئ إما لرداءة الخط أو عدم نقطه ومثاله من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال صحفه أبو بكر الصولي فقال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال فصحف ستا إلى شيئا اثنان تصحيف السمع أي تصحيف من شئه رداءة السمع أو بعد السامع أو نحو ذلك فتشتبه عليه بعض الكلمات لكونها على وزن صرفي واحد ومثاله حديث مروي عن عاصم الأحول صحفه بعضهم فقال عن واصل الأحذب جيم باعتبار لفظه أو معناه وينقسم باعتبار لفظه أو معناه إلى قسمين وهما قول أبي موسى نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزه فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم وإنما العنزة هنا الحربة تنصب بين يدي المصلي أربعه تقسيم الحافظ بن حجر هذا وقد قسم الحافظ بن حجر التصحيف تقسيما آخر فجعله قسمين وهما ألف المصحف وهو ما كانت تغيير فيه بالنسبة إلى نقط الحروف مع بقاء صورة الخط با المحرف وهو ما كانت تغيير فيه بالنسبة إلى شكل الحروف مع بقاء صورة الخط خمسة هل يقدح التصحيف بالراوي ألف إذا صدر من الراوي نادرا فإنه لا يقدح في ضبطه لأنه لا يسلم من الخطأ والتصحيف والتصحيف القليل أحد با وإذا كثر ذلك منه فإنه يقدح في ضبطه ويدل على خفته وأنه ليس من أهل هذا الشأن ستة السبب في وقوع الراوي في التصحيف الكثير غالبا ما يكون السبب في وقوع الراوي في التصحيف هو أخذ الحديث من بطون الكتب والصحف وعدم تلقيه عن الشيوخ والمدرسين ولذلك حذر الأئمة من أخذ الحديث عمن هذا شأنهم وقالوا لا يؤخذ الحديث من صحفي أي لا يؤخذ عمن أخذه من الصحف سبع أشهر المصنفات فيه ألف التصحيف للدار قطني با إصلاح خطأ المحدثين للخطاب جين تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري الشاذ والمحفوظ صفحة 117 واحد تعريف الشاذ ألف لغة اسم فاعل من شاذ بمعنى فرد فالشاذ معناه المنفرد عن الجمهور با اصطلاحا ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه اثنان شرح التعريف المقبول هو العدل الذي تم ضبطه أو العدل الذي خف ضبطه ومن هو أولى منه أي أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات هذا وقد اختلف العلماء في تعريفه على أقوال متعددة لكن هذا التعريف هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر وقال إنه المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاستلاح في الهامش انظر النخبة وشرحها صفحة 37 انتهى الهامش ثلاثة أين يقع الشذوذ يقع الشذوذ في السند كما يقع في المتن أيضا ألف مثال الشذوذ في السند ما رواه الترمذي والنساء وابن ماجة من طريق ابن عيينة عن عمر بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره وخالفه محمد بن زيد فرواه عن عمر بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس ولذا قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة فحمد بن زيد من أهل العدالة والضبط ومع ذلك فقد رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه مثال الشذوذ في المت ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم الفجر فليتجع عن يمينه قال البيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله وانفرض عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ أربع المحفوظ هذا ويقابل الشاذة المحفوظ وهو ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة ومثاله هو المثالان المذكوران في نوع الشاذ خمسة حكم الشاذ والمحفوظ من المعلوم أن الشاذ حديث مردود أما المحفوظ فهو حديث مقبول الجهالة بالراوي في الهامش وهي السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي انتهى الهامش واحد تعريفها ألف لغة مصدر جهل ضد علما والجهالة بالراوي تعني عدم معرفته باء اصطلاحا عدم معرفة عين الراوي أو حاله إثنان أسبابها وأسباب الجهالة بالراوي ثلاثة وهي ألف كثرة نعوت الراوي من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتحر به لغرض من الأغراض فيظن أنه راوي آخر فيحصل الجهل بحاله باء قلة روايته فلا يكثر الأخذ عنه بسبب قلة روايته فربما لم يروي عنه إلا واحد جيم عدم التصريح باسمه لأجل الاختصار ونحوه ويسمى الراوي غير المصرح باسمه المبهم ويسمى الراوي غير المصرح باسمه المبهم ثلاثة أمثلة ألف مثال كثرة نعوت الراوي محمد بن السائب ابن بشر الكلبي نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر وسماه بعضهم حماد ابن السائب وكناه بعضهم أبا النظري وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام فصار يظن أنه جماعة وهو واحد ما مثال قلة رواية الراوي وقلة من روى عنه أبو العشراء الدارمي من التابعين لم يروي عنه غير حماد بن سلمة جيم مثال عدم التصريح باسمه قول الراوي أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو نحو ذلك انتهى الشريط الرابع وللكتاب بقية على الشريط التالي لم تعرف عينه أو صفته ومعنى ذلك أي هو الراوي الذي لم تعرف ذاته أو شخصيته أو عرفت شخصيته ولكن لم يعرف عن صفته أي عدالته وضبطه شيء خمسة أنواع المجهول يمكن أن يقال إن أنواع المجهول ثلاثة وهي ألف مجهول العين واحد تعريفه هو من ذكر اسمه ولكن لم يروي عنه إلا راو واحد إثنان حكم روايته عدم القبول إلا إذا وثق ثلاثة كيف يوثق يوثق بأحد أمرين ألف إما أن يوثقه غير من روى عنه با وإما أن يوثقه من روى عنه بشرط أن يكون من أهل الجرح والتعديل أربع هل لحديثه اسم خاص ليس لحديثه اسم خاص وإنما حديثه من نوع الضعيف با مجهول الحال ويسمى المستور واحد تعريفه هو من روى عنه اثنان فأكثر لكن لم يوثق اثنان حكم روايته الرد على الصحيح الذي قاله الجمهور ثلاثة هل لحديثه اسم خاص ليس لحديثه اسم خاص وإنما حديثه من نوع الضعيف جيم المبهم ويمكن أن نعتبر المبهم من أنواع المجهول وإن كان علماء الحديث قد أطلقوا عليه اسما خاص لكن حقيقته تشبه حقيقة المجهول واحد تعريفه هو من لم يصرح باسمه في الحديث اثنان حكم روايته عدم القبول حتى يصرح الراوي عنه باسمه أو يعرف اسمه بوروده من طريق آخر مصرح فيه باسمه وسبب رد روايته جهالة عينه لأن من أبهم اسمه جهلت عينه وجهلت عدالته من باب أولى فلا تقبل روايته ثلاثة لو أبهم بلفظ التعديل فهل تقبل روايته وذلك مثل أن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة والجواب أنه لا تقبل روايته أيضا على الأصح لأنه قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره أربعة هل لحديثه اسم خاص نعم لحديثه اسم خاص هو المبهم والحديث المبهم هو الحديث الذي فيه راوي لم يصرح باسمه قال البيقون في منظومته لحديثه ومبهم ما فيه راوي لم يسمى ستة أشهر المصنفات في أسباب الجدالة ألف كثرة نعوت الراوي صنف فيه الخطيب كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق با قلة رواية الراوي صنف فيها كتب سميت كتب الوحدان أي الكتب المجتملة على من لم يروي عنه إلا واحد ومن هذه الكتب الوحدان للإمام مسلم جيم عدم التصريح باسم الراوي صنف فيه كتب المبهمات مثل كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي وكتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي البدعة صفحة 123 في الهامش وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي امتهى الهامش واحد تعريفها ألف لغة هي مصدر من بدع بمعنى أنشاء كابتدع كما في القاموس با اصطلاحا الحدث في الدين بعد الإكمال أو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأحواء والأعمال اثنان أنواعها البدعة نوعان ألف بدعة مكفرة أن يكفر صاحبها بسببها كأن يعتقد ما يستلزم الكفر والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو من اعتقد عكسه في الهامش انظر النخبة وشرحها صفحة اثنتين وخمسين انتهى الهامش با بدعة مفسقة أن يفسق صاحبها بسببها وهو من لا تقتضي بتاعته التكفير أصلا ثلاثة حكم رواية المبتدع ألف إن كانت بدعته مكفرة ترد روايته با وإن كانت بدعته مفسقة فالصحيح الذي عليه الجمهور أن روايته تقبل بشرطين واحد ألا يكون داعيا إلى بدعته اثنان وأن لا يروي ما يروج بدعته أربعة هل لحديث المبتدع اسم خاص ليس لحديث المبتدع اسم خاص به وإنما حديثه من نوع المردود كما عرفت ولا يقبل إلا بالشروط التي ذكرت آنفا سوء الحفظ صفحة مائة وخمس وعشرين في الهامش وهو السبب العاشر من أسباب الطعن في الراوي وهو آخرها انتهى الهامش واحد تعريف سيء الحفظ هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه اثنان أنواعه سيء الحفظ نوعان ألف إما أن ينشأ سوء الحفظ معه من أول حياته ويلازمه في جميع حالاته ويسمى خبره الشاذ على رأي بعض أهل الحديث باء وإما أن يكون سوء الحفظ طارئا عليه إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه فهذا يسمى المختلط ثلاث حكم روايته ألف أما الأول وهو من نشأ على سوء الحفظ فروايته مردودة باء وأما الثاني أي المختلط فالحكم في روايته التفصيل الآتي باء فما حدث به قبل الاختلاط وتميز ذلك فمقبول اثنان وما حدث به بعد الاختلاط فمردود ثلاث وما لم يتميز أنه حدث به قبل الاختلاط أو بعده توقف فيه حتى يتميز الفصل الرابع الخبر المشترك بين المقبول والمردود صفحة مائة وست وعشرين المبحث الأول تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه المبحث الثاني أنواع متفرقة مشتركة بين المقبول والمردود المبحث الأول تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه صفحة مائة وست وعشرين ينقسم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه إلى أربعة أقسام وهي الحديث القدسي المرفوع الموقوف المقطوع وإليك بحث هذه الأقسام تفصيلا على التوالي الحديث القدسي صفحة مائة وسبع وعشرين واحد تعريفه ألف لغة القدسي نسبة إلى القدس أي الطهر كما في القاموس أي الحديث المنسوب إلى الذات القدسية وهو الله سبحانه وتعالى باء استلاحا هو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل اثنان الفرق بينه وبين القرآن هناك فروق كثيرة أشهر ها ما يلي أرف أن القرآن لفظه ومعناه عن الله تعالى والحديث القدسي معناه من الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم باء والقرآن يتعبد بالتلاوته والحديث القدسي لا يتعبد بالتلاوته جيم القرآن يشترط في ثبوته التواتر والحديث القدسي لا يشترط في ثبوته التواتر ثلاثة عدد الأحاديث القدسية والأحاديث القدسية ليست بكثيرة بالنسبة لعدد الأحاديث النبوية وعددها يزيد على المئتي حديث أربع مثاله ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روا عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا في الهامش مسلم بشرح النووي الجزء السادس عشر صفحة مئة وإحدى وثلاثين وما بعدها انتهى الهامش خمسة صيغ روايته لراوي الحديث القدسي صيغتان يروي الحديث بأيه ما شاء وهما ألف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل با قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر المصنفات فيه الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية لعبد الرؤوف المناوي جمع فيه مئتين واثنين وسبعين حديثا المرفوع صفحة مئة وثمان وعشرين واحد تعرفه ألف لغة اسم مفعول من فعل رفع ضد وضع كأنه سمي بذلك لنسبته إلى صاحب المقام الرفيع وهو النبي صلى الله عليه وسلم با استلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة اثنان شرح التعريف أي هو ما نسب أو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا المضاف قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريرا أو صفة وسواء كان المضيف هو الصحابية أو من دونه مرتصلا كان الإسناد أو منقطعا فيدخل في المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع هذا هو المشهور في حقيقته وهناك أقوال أخرى في حقيقته وتعرفه ثلاثة أنواعه يتبين من التعريف أن أنواع المرفوع أربعة وهي ألف المرفوع القولي با المرفوع الفالي جيم المرفوع التقريري دال المرفوع الوصفي أربعة أمثلة ألف مثال المرفوع القولي أن يقول الصحابي أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا با مثال المرفوع الفالي أن يقول الصحابي أو غيره فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا جيم مثال المرفوع التقريري أن يقول الصحابي أو غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يروي انكاره لذلك الفعل دال مثال المرفوع الوصفي ان يقول الصحابي او غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا الموقوف صفحة 130 واحد تعرفه الف لغة اسم مفعول من الوقف كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي ولم يتابع صرد باقي سلسلة الاسناد باء اصطلاحا ما اضيف الى الصحابي من قول او فعل او تقرير اثنان شرح التعريف اي هو ما نسب او اسند الى صحابي او جمع من الصحابة سواء كان هذا المنسوب اليهم قولا او فعلا او تقريرا وسواء كان السند اليهم متصلا او منقطعا ثلاثة امثلة الف مثال الموقوف القولي قول الراوي قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله في الهامش البخاري كتابة تيمم الجزء الاول صفحة 82 انتهى الهامش با مثال الموقوف الفعلي قول البخاري واما ابن عباس وهو متيمم جيم مثال الموقوف التقريري كقول بعض التابعين مثلا فعلت كذا امام احد الصحابة ولم ينكر علي اربع استعمال اخر له يستعمل اسم الموقوف فيما جاء عن غير الصحابة لكن مقيدا فيقال مثلا هذا حديث وقفه فلان على الزهري او على عطاء ونحو ذلك في الهامش الزهري وعطاء كلاهما من التابعين انتهى الهامش خمسة اصطلاح فقهاء خراسان يسمي فقهاء خراسان الف المرفوع خبرا با والموقوف أثرا اما المحدثون فيسمون كل ذلك أثرا لانه مأخوذ من أثرت الشيء اي رويته ستة فروع تتعلق بالمرفوع حكما هناك صور من الموقوف في الفاظها وشكلها لكن المدقق في حقيقتها يرى انها بمعنى الحديث المرفوع لذا اطلق عليها العلماء اسم المرفوع حكما اي انها من الموقوف لفظا المرفوع حكما ومن هذه الصور الف ان يقول الصحابي الذي لم يعرف بالاخذ عن اهل الكتاب قولا لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة او شرح غريب مثل واحد الاخبار عن الامور الماضية كبدء الخلقي اثنان او الاخبار عن الامور الاتية كالملاحم والفتن واحوال يوم القيامة ثلاثة او الاخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص او عقاب مخصوص كقوله من فعل كذا فله اجر كذا با او يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه كصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكشوف في كل ركعة اكثر من ركوعين جيم او يخبر الصحابي انهم كانوا يقولون او يفعلون كذا او لا يرون بأسا بكذا واحد فان اضافه الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح انه مرفوع كقول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهامش البخاري ومسلم انتهى الهامش اثنان وان لم يضفه الى زمنه فهو موقوف عند الجمهور كقول جابر كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا في الهامش البخاري انتهى الهامش دال او يقول الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا او من السنة كذا مثل قول قول بعض الصحابة وامر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة في الهامش البخاري ومسلم انتهى الهامش وتقول ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا في الهامش البخاري ومسلم انتهى الهامش وتقول ابي قلابة عن انس من السنة اذا تزوج البكرة على الثيب اقام عندها سبعا في الهامش البخاري ومسلم انتهى الهامش ها او يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الاربع وهي يرفعه او ينميه او يبلغ به او رواية كحديث الاعرج عن ابي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الاعين في الهامش رواه البخاري انتهى الهامش واو او يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب نزول اية كقول جابر كانت اليهود تقول من اتى امرأته من دبورها في قبولها جاء الولد احول فانزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم الاية في الهامش رواه مسلم انتهى الهامش سبعة هل يحتج بالموقوف الموقوف كما عرفت قد يكون صحيحا او حسنا او ضعيفا لكن حتى ولو ثبت صحته فهل يحتج به والجواب عن ذلك ان الاصلف الموقوف عدم الاحتجاج به لانه اقوال وافعال صحابه لكنها ان ثبتت فانها تقوي بعض الاحاديث الضعيفة كما مر في المرسل لان حال الصحابة كان هو العمل بالسنة وهذا اذا لم يكن له حكم المرفوع اما اذا كان من الذي له حكم المرفوع فهو حجة كالمرفوع المقطوع صفحة مائة وثلاث وثلاثين واحد تعريفه الف لغة اسم مفعول من قطع ضد وصلا باء اصطلاحا ما اضيف الى التابعي فالهامش التابعي هو من لقي الصحابية مسلما ومات على الاسلام وقد مر انتهى الهامش ما اضيف الى التابعي او من دونه من قول او فعل اثنان شرح التعريف اي هو ما نسب او اسند الى التابعي او تابع التابعي فمن دونه من قول او فعل والمقطوع غير المنقطع لان المقطوع من صفات المتني والمنقطع من صفات الاسناد اي ان الحديث المقطوع من كلام التابعي فمن دونه وقد يكون السند متصل الى ذلك التابعي على حين ان المنقطع يعني ان اسناد ذلك الحديث غير متصل ولا تعلق له بالمتني ثلاثة امثلة الف مثال المقطوع القولي قول الحسن البصري في الصلاة خلف المتدع صلي وعليه بدعته في الهامش البخاري الجزء الاول صفحة 157 انتهى الهامش باء مثال المقطوع الفعلي قول ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر كان مسروق يرخي السطر بينه وبين اهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم في الهامش حلية الاولياء الجزء الثاني صفحة 96 انتهى الهامش اربع حكم الاحتجاج به المقطوع لا يحتج به في شيء من الاحكام الشرعية اي ولو صحت نسبته لقائلة لانه كلام او فعل احد المسلمين لكن ان كانت هناك قرينة تدل على رفه كقول بعض الرواه عند ذكر التابعي يرفعه مثلا فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع المرسل خمسة اطلاقه على المنقطع اطلق بعض المحدثين كالشافعي والطبراني لفظ المقطوع وارادوا به المنقطع اي الذي لم يتصل اسناده وهو اصطلاح غير مشهور وقد يعتذر للشافعي بانه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح اما اطبراني فاطلاقه ذلك يعتبر تجوزا على الاصطلاح ستة من مظنات الموقوف والمقطوع الف مصنف ابن ابي شيبة با مصنف عبد الرزاق جيم تفاسير ابن جرير وابن ابي حاتم وابن المنذر المبحث الثاني انواع اخرى مشتركة بين المقبول والمردود المسند صفحة مئة وخمس وثلاثين واحد تعريفه الف اسم مفعول من اسند بمعنى اضاف او نسب با اصطلاحا ما اتصل سنده مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم في الهامش هذا التعريف هو الذي قطع به الحاكم وجزم به ابن حجر في النخبة وهناك تعريفات اخرى للمسند انتهى الهامش اثنان مثاله ما اخرجه البخاري قال حدثنا عبدالله بن يوسف عن مالك عن ابي الزنات عن الاعرج فليغسله سبعا في الهامش البخاري الجزء الاول صفحة سبع واربعين انتهى الهامش فهذا حديث اتصل سنده من اوله الى منتهى وهو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم المتصل صفحة مائة وست وثلاثين واحد تعريفه ارف لغة اسم فاعل من اتصل ضد انقطع ويسمى هذا النوع بالموصول ايضا با اصطلاحا ما اتصل سنده مرفوعا كان او موقوفا اثنان مثاله مثال المتصل المرفوع مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا با مثال المتصل الموقوف مالك عن نافع عن ابن عمر انه قال كذا انتهى الوجه الاول ثلاثة هل يسمى قول التابعي متصلا قال العراقي واما اقوال التابعين اذا اتصلت الاسانيد اليهم فلا يسمونها متصلة في حالة الاطلاق اما مع التقييد فجائز وواقع في كلامهم كقولهم هذا متصل الى سعيد ابن المسيب او الى الزهري او الى مالك ونحو ذلك قيل والنكتة في ذلك انها تسمى مقاطيع فيطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة زيادات الثقات صفحة 137 واحد المراد بزيادات الثقات الزيادات جمع زيادة والثقات جمع ثقة والثقة هو العدل الضابط والمراد بزيادة الثقة ما نراه زائدا من الالفاظ في رواية بعض الثقات لحديث ما عما رواه الثقات الآخرون لذلك الحديث اثنان اشهر من اعتنى بها هذه الزيادات من بعض الثقات في بعض الاحاديث لفتت انظار العلماء فتتبعوها واعتنوا بجمعها ومعرفتها وممن اشتهر بذلك الائمة الاف ابو بكر عبد الله ابن محمد ابن زياد النيسابوري باء ابو نعيم الجرجاني جيم ابو الوليد حسان ابن محمد القرشي ثلاثة مكان وقوعها الف في المتن بزيادة كلمة او جملة باء في الاسناد برفع موقوف او وصل مرسل اربع حكم الزيادة في المتن اما الزيادة في المتن فقد اختلف العلماء في حكمها على اقوال الف منهم من قبلها مطلقا باء ومنهم من ردها مطلقا جيم ومنهم من رد الزيادة من راو الحديث الذي رواه اولا بغير زيادة وقبلها من غيره في الهامش انظر علوم الحديث صفحة سبع وسبعين والكفاية صفحة أربعمائة وأربع وعشرين وما بعدها انتهى الهامش وقد قسم ابن الصلاح الزيادة العسل وهذا التقسيم هو ألف زيادة ليس فيها منافات لما رواه الثقات أو الأوثق فهذه حكمها القبول لأنها كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات با زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق فهذه حكمها الرد كما سبق في الشاذ جيم زيادة فيها موع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق وتنحصر هذه المنافات في أمرين واحد تقييد المطلق اثنان تخصيص العام وهذا القسم سكت عن حكمه ابن الصلاح وقال عنه النووي والصحيح قبول هذا الأخير في الهامش انظر التقريب مع التدريب الجزء الأول صفحة 247 هذا ومذهب الشافعي ومالك قبول هذا النوع من الزيادة ومذهب الحنافية رده انتهى الهامش خمسة أمثلة للزيادة في المد ألف مثال للزيادة التي ليس فيها منافاة ما رواه مسلم في الهامش انظر روايات الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي الجزء الثالث صفحة 182 وما بعدها انتهى الهامش ما رواه مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادة كلمة فليرقه في حديث ولوغ الكلب ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش وإنما رووه هكذا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرار فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به علي بن مسهر وهو ثقة فتقبل تلك الزيادة باء مثال للزيادة المنافية زيادة يوم عرفة في حديث يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشر فإن الحديث من جميع طرقه بدونها وإنما جاء بها موسى ابن علي ابن رباح عن أبيه عن عقبة ابن عامر والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما جيم مثال للزيادة التي فيها نوع منافاه ما رواه مسلم من طريق أبي مالك الأشجاع عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا فقد تفرد أبو مالك الأشجاع بزيادة تربتها ولم يذكرها غيره من الرواه وإنما رواه الحديث هكذا وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا في الهامش المصدر السابق الجزء الخامس صفحة أربعين وما بعدها انتهى الهامش ستة حكم الزيادة في الإسناد أما الزيادة في الإسناد فتنصب هنا على مسألتين رئيسيتين يكثر وقوعهما وهما تعارض الوصل مع الإرسال وتعارض الرفع مع الوقف أما باقي صور الزيادة في الإسناد فقد أفرد العلماء لها أبحاث خاصة مثل المزيد في متصر الأسانيد هذا وقد اختلف العلماء في قبول الزيادة وردها على أربعة أقوال وهي الحكم لمن وصله أو رفعه أي قبول الزيادة وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين في الهامش قال الخطيب هذا القول هو الصحيح عندنا الكفاية صفحة أربعمائة وإحدى عشرة انتهى الهامش با الحكم لمن أرسله أو وقفه أي رد الزيادة وهو قول أكثر أصحاب الحديث جيم الحكم للأكثر وهو قول بعض أصحاب الحديث دال الحكم للأحفظ وهو قول بعض أصحاب الحديث ومثاله حديث لا نكاح إلا بولي فقد رواه يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وابنه إسرائيل وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق مسندا متصلا ورواه سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج عن أبي إسحاق مرسلا في الهامش انظر المثال واختلاف الرواة في إرساله ووصله في الكفاية صفحة أربعمائة وتسع وما بعدها انتهى الهامش الاعتبار والمتابع والشاهد صفحة مائة وإحدى وأربعين واحد تعريف كل منها ألف لاعتبار واحد لغة مصدر اعتبرا ومعنى لاعتبار النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها اثنان اصطلاحا هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه في روايته غيره أو لا باء المتابع ويسمى التابع واحد لغة هو اسم فاعل من تابع بمعنى وافق اثنان اصطلاحا هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى او معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي جيم الشاهد واحد لغة اسم فاعل من الشهادة وسمي بذلك لانه يشهد ان للحديث الفرد اصلا ويقويه كما يقوي الشاهد قول المدعي ويدعمه اثنان اصطلاحا هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى او معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي اثنان الاعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد ربما يتوهم شخص ان الاعتبار قسيم للتابع والشاهد لكن الامر ليس كذلك وانما الاعتبار هو هيئة التوصل اليهما اي هو طريقة البحث والتفتيش عن التابع والشاهد ثلاثة اصطلاح اخر للتابع والشاهد ما ذكر من تعريف التابع والشاهد هو الذي عليه الاكثر وهو المشهور لكن هناك تعريف اخر لهما وهو الف التابع ان تحصل المشاركة لرواة الحديث الفردي باللفظ سواء اتحد الصحابي او اختلف با الشاهد ام تحصل المشاركة لرواة الحديث الفردي بالمعنى سواء اتحد الصحابي او اختلف هذا وقد يطلق اسم احدهما على الاخر فيطلق اسم التابع على الشاهد كما يطلق اسم الشاهد على التابع والامر سهل كما قال الحافظ ابن حجر في الهامش في شرح النخبة صفحة 38 انتهى الهامش والامر سهل كما قال الحافظ ابن حجر لان الهدف منهما واحد وهو تقوية الحديث بالعثور على رواية اخرى للحديث اربعة المتابعة الف تعريفها واحد لغة مصدر التابعة بمعنى وافقة فالمتابعة اذا الموافقة اثنان اصطلاحا ان يشارك الراوي غيره في رواية الحديث باء انواعها والمتابعة نوعان واحد متابعة تامة وهي ان تحصل المشاركة للراوي من اول الاسناد اثنان متابعة قاصرة وهي ان تحصل المشاركة للراوي في اثناء الاسناد خمسة امثلة ساذكر مثالا واحدا مثل به الحافظ ابن حجر في الهامش في شرح النخبة صفحة سبع وثلاثين انتهى الهامش ساذكر مثالا واحدا مثل به الحافظ ابن حجر فيه المتابعة التامة والمتابعة القاصرة والشاهد وهو ما رواه الشافعي في الام عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوم حتى تروا الهلال ولا تفطر حتى تروه فانغم عليكم فاكمل العدة ثلاثين فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم ان الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه لان اصحاب مالك رووه عنه بهذا الاسناد وبلفظ فانغم عليكم فاقدروا له لكن بعد الاعتبار وجدنا للشافعي متابعة تامة ومتابعة قاصرة وشاهدا عبدالله بن عمر بلفظ فكملوا ثلاثين جيم واما الشاهد فما رواه النساء من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مقال وفيه فانغم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين الباب الثاني صفة من تقبل روايته وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل المبحث الاول سراوي وشروط قبوله المبحث الثاني فكرة عامة عن كتب الجرح والتعديل المبحث الثالث مراتب الجرح والتعديل المبحث الاول في الراوي وشروط قبوله صفحة مائة وخمس واربعين واحد مقدمة تمهيدية بما ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلنا عن طريق الرواه فهم الركيزة الاولى في معرفة صحة الحديث او عدم صحته لذلك اهتم علماء الحديث بالرواه وشرطوا لقبول روايتهم شروطا دقيقة محكمة تدل على بعد نظرهم وسداد تفكيرهم وجودة طريقتهم وهذه الشروط التي اشترطوها في الراوي والشروط الاخرى التي اشترطوها لقبول الحديث والاخبار لم تتوصل اليها اي ملة من الملل حتى في هذا العصر الذي يصفه اصحابه بالمنهجية والدقة فانهم لم يشترطوا في نقلة الاخبار الشروط التي اشترطها علماء المصطلح في الراوي بل ولا اقل منها فكثير من الاخبار التي تتناقلها وكالات الانباء الرسمية لا يوثق بها ولا يركن الى صدقها وذلك بسبب رواتها المجهولين وما آفة الاخبار الا رواتها وكثيرا ما يظهر عدم صحة تلك الاخبار بعد قليل اثنان شروط قبول الراوي اجمع الجماهير من ائمة الحديث والفق انه يشترط في الراوي شرطان اساسيان هما الاث العدالة ويعنون بها ان يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا سليما من اسباب الفسقي سليما من خوارم المروءة باء الضبط ويعنون به ان يكون الراوي غير مخالف للثقات ولا سيء الحفظ ولا فاحش الغلط ولا مغفلا ولا كثير الاوهام ثلاثة بما تثبت العدالة تثبت العدالة باحد امرين الف اما بتنصيص معدلين عليها اي ان ينص علماء التعديل او واحد منهم عليها با واما بالاستفادة والشهرة فمن اشتهرت عدالته بين اهل العلم وشاع السناء عليه كفى ولا يحتاج بعد ذلك الى معدل ينص عليها وذلك مثل الائمة المشهورين كالائمة الاربع والسفيانين والاوزاع وغيرهم اربع مذهب ابن عبد البر في ثبوت العدالة رأي ابن عبد البر ان كل حامل علم معروف العناية به محمول امره على العدالة حتى يتبين جرحه واحتج بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين في الهامش رواه ابن عدي في الكامل وغيره وقال العراقي له طرق كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وقد حسنه بعض العلماء لكثرة طرقه وانظر التفاصيل في التدريب الجزء الاول صفحة ثلاثمائة واثنتين وثلاثمائة وثلاث انتهى الهامش وقوله هذا غير مرضي عند العلماء لان الحديث لم يصح وعلى فرض صحته فان معناه ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله بدليل انه يوجد من يحمل هذا العلم وهو غير عدل خمسة كيف يعرف ضبط الراوي يعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات المتقنين في الرواية فان وافقهم في روايتهم غالبا فهو ضابط ولا تضر مخالفته النادرة لهم فان كثرت مخالفته لهم اختل ضبطه ولم يحتج به ستة هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان الف اما التعديل فيقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور لان اسبابه كثيرة يصعب حصرها اذ يحتاج المعدل ان يقول مثلا لم يفعل كذا لم يرتكب كذا او يقول هو يفعل كذا ويفعل كذا وهكذا باء اما الجرح فلا يقبل الا مفسرا لانه لا يصعب ذكره ولان الناس يختلفون في اسباب الجرح فقد يجرح احدهم بما ليس بجارح قال ابن الصلاح وهذا ظاهر مقرر في الفقه واصوله وذكر الخطيب الحافظ ان مذهب الائمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة وعمر بن مرزوق واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم وهكذا فعل ابو داود وذلك ذال على انكم ذهبوا الى ان الجرح لا يثبت الا اذا فسر سببه في الهامش علوم الحديث صفحة ست وتسعين باختصار يسير انتهى الهامش سبعة هل يثبت الجرح والتعديل بواحد الف الصحيح انه يثبت الجرح والتعديل بواحد با وقيل لا بد من اثنين ثمانية اجتماع الجرح والتعديل في راو واحد اذا اجتمع في راو الجرح والتعديل الف فالمعتمد انه يقدم الجرح اذا كان مفسرا با وقيل ان زاد عدد المعدلين على الجرحين قدم التعديل وهو ضعيف غير معتمد تسع حكم رواية العدل عن شخص الف رواية العدل عن شخص لا تعتبر تعديلا له عند الاكثرين وهو الصحيح وقيل هو تعديل با وعمل العالم وفتياه على وفق حديث ليس حكما بصحته وليس مخالفته له قدحا في صحته ولا في رواته وقيل بل هو حكم بصحته وصححه الامدي وغيره من الاصوليين وفي المسألة كلام طويل عشرة حكم رواية التائب من الفسق ألف تقبل رواية التائب من الفسق با ولا تقبل رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحادي عشر حكم رواية من أخذ على التحديث أجرا ألف لا تقبل عند البعض كأحمد وإسحاق وأبي حاتم با تقبل عند البعض الآخر كأبي نعيم الفضل بن دكين جيم وأفتى أبو إسحاق الشيراز لمن امتنى عليه الكسب لعياله بسبب التحديث بجواز أخذ الأجري الثاني عشر حكم رواية من غرف بالتساهل أو بقبول التلقين أو كثرة الساهل ألف لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسمعه كمن لا يبالي بالنوم وقت السماع أو يحدث من أصل غير مقابل با ولا تقبل رواية من عرف بقبول التلقين في الحديث بأن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه جيم ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في روايته الثالث عشر حكم رواية من حدث ونسي ألف تعريف من حدث ونسي هو ألا يذكر الشيخ رواية ما حدث به تلميذه عنه با حكم روايته واحد الرد إن نفاه نفيا جازما بأن قال ما رويته أو هو يكذب علي ونحو ذلك اثنان القبول إن تردد في نفيه كأن يقول لا أعرفه أو لا أذكره ونحو ذلك جيم هل يعتبر رد الحديث قادحا في واحد من هما لا يعتبر رد الحديث قادحا في واحد منهما لأنه ليس أحدهما أولى بالطعن من الآخر دال مثاله ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من رواية ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال عبد العزيز بن محمد أدر وردي حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه فقلت حدثني ربيعة عنك بكذا فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثني عبد العزيز عن ربيعة عن أن حدثته عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بكذا ها أشهر المصنفات فيه كتاب أخبار من حدث ونسي للخطيب المبحث الثاني فكرة عامة عن كتب الجرح والتعديل صفحة 150 بما أن الحكم على الحديث صحة وضعف مبني على أمور منها عدالة الرواة وضبطهم أو الطعن في عدالتهم وضبطهم لذلك قام العلماء بتصنيف الكتب التي فيها بيان عدالة الرواة وضبطهم منقولة عن الأئمة المعدلين الموثوقين وهذا ما يسمى بالتعديل كما أن في تلك الكتب بيان الطعون الموجهة إلى عدالة بعض الرواة أو إلى ضبطهم وحفظهم كذلك منقولة عن الأئمة غير المتعصبين وهذا ما يسمى بالجرح ومن هنا أطلق على تلك الكتب كتب الجرح والتعديل وهذه الكتب كثيرة ومتنوعة فمنها المفردة لبيان الرواة الثقات ومنها المفردة لبيان الضعفاء والمجروحين ومنها كتب لبيان الرواة الثقات والضعفاء ومن جاة أخرى فإن بعض هذه الكتب عام لذكر رواة الحديث بغض النظر عن رجال كتاب أو كتب خاصة من كتب الحديث ومنها ما هو خاص بالتراجم رواة كتاب خاص أو كتب معينة من كتب الحديث انتهى الشريط الخامس وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس من الكتاب هذا ويعتبر عمل علماء الجرح والتعديل في تصنيف هذه الكتب عملا رائعا مهما جبارا إذ قاموا بمسح دقيق لتراجم جميع رواة الحديث وبيان الجرح أو التعديل الموجه إليهم أولا ثم بيان من أخذوا عنه ومن أخذ عنهم وأين رحلوا ومتى التقوا ببعض الشيوخ وما إلى ذلك من تحديد زمنهم الذي عاشوا فيه بشكل لم يسبقوا إليه بل ولم تصر الأمم المتحضرة في هذا العصر إلى قريب مما صنفه علماء الحديث من وضع هذه الموسوعات الضخمة في تراجم الرجال ورواة الحديث فحفظوا على مدى الأيام التعريف الكامل برواة الحديث ونقلته فجزاهم الله عنا خيرا وإليك بعض الأسماء لهذه الكتب واحد التاريخ الكبير للبخاري وهو عام للرواة الثقاط والضعفاء اثنان الجرح والتعديل لابن أبي حاتم كذلك هو عام للرواة الثقاط والضعفاء ويشبه الذي قبله ثلاثة الثقاط لابن حبان كتاب خاص بالثقاط أربع الكامل في الضعفاء لابن عدي وهو خاص بالتراجم الضعفاء كما هو ظاهر من اسمه خمسة الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي كتاب عام إلا أنه خاص برجال الكتب الستة ستة نزان الاعتدال للذهب كتاب خاص بالضعفاء والمتركين أي كل من جرح وإن لم يقبل الجرح فيه سبع تهذيب التهذيب لابن حجر يعتبر من تهذيبات مختصرات كتاب الكمال في أسماء الرجال المبحث الثالث مراتب الجرح والتعديل صفحة مائة واثنتين وخمسين لقد قسم ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل كلا من مراتب الجرح والتعديل إلى أربع مراتب وبين حكم كل مرتبة منها ثم زاد العلماء على كل من مراتب الجرح والتعديل مرتبتين فصارت كل من مراتب الجرح والتعديل ستا وإليك هذه المراتبة مع الفاظها واحد مراتب التعديل وألفاظها ألف ما دل على المبالغة في التوثيق أو كان على وزن أفعل وهي أرفعها مثل فلان إليه المنتهى في التثبت أو فلان أثبت الناس باء ثم ما تأكد بصفة أو صفتين من صفات التوثيق كثقة ثقة أو ثقة ثبت جيم ثم ما عبر عنه بصفة دالة على التوثيق من غير التوكيد كثقة أو حجة دال ثم ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط كصدوق أو محله الصدق أو لا بأس به عند غير ابن معين فإن لا بأس به إذا قالها ابن معين فراوي فهو عنده ثقة ها ثم ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح مثل فلان شيخ أو روى عنه الناس واو ثم ما أشعر بالقرب من التجريح مثل فلان صالح الحديث أو يكتب حديثه إثنان حكم هذه المراتب ألف أما المراتب الثلاث الأولى فيحتج بأهلها وإن كان بعضهم أقوى من بعض با وأما المرتبة الرابعة والخامسة فلا يحتج بأهلهما ولكن يكتب حديثهم ويختبر في الهامش أن يختبر ضبطهم بعرض حديثهم على أحاديث الثقات الضابطين فإن وافقهم احتج بحديثهم وإلا فلا فظهر من ذلك أن من قيل فيه صدوق من الرواه لا يحتج بحديثه قبل الاختبار وقد أخطأ من ظن أن من قيل فيه صدوق فحديثه حسن لأن الحسن يحتج به هذا ما عليه اصطلاح أئمة الجرح والتعديل أما الحافظ ابن حجر فقد يكون له اصطلاح خاص في كتاب تقريب التهذيب بالنسبة لكلمة صدوق والله أعلم انتهى الهامش وأما المرتبة الرابعة والخامسة فلا يحتج بأهلهما ولكن يكتب حديثهم ويختبر وإن كان أهل المرتبة الخامسة دون أهل المرتبة الرابعة دال وأما أهل المرتبة السالسة فلا يحتج بأهلها ولكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط دون الاختبار وذلك لظهور أمرهم في عدم الضبط ثلاثة مراتب الجرح وألفاظها ألف ما دل على التليين وهي أسهلها في الجرح مثل فلان لين الحديث أو فيه مقال با ثم ما صرح بعدم الاحتجاج به وشبهه مثل فلان لا يحتج به أو ضعيف أو له مناكير جيم ثم ما صرح بعدم كتابة حديثه ونحوه مثل فلان لا يكتب حديثه أو لا تحل الرواية عنه أو ضعيف جدا أو واه بمرة دال ثم ما فيه اتهام بالكذب أو نحوه مثل فلان متهم بالكذب أو متهم بالوضع أو يسرق الحديث أو ساقط أو متروك أو ليس بثقة ها ثم ما دل على وصفه بالكذب ونحوه مثل كذاب أو دجال أو وضع أو يكذب أو يضع واو ثم ما دل على المبالغة في الكذب وهي اسواءها مثل فلان اكذب الناس أو اليه المنتهى في الكذب أو هو ركن الكذب أربع حكم هذه المراتب ألف أما أهل المرتبتين الأوليين فإنه لا يحتج بحديثهم طبعا لكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط وإن كان أهل المرتبة الثانية دون أهل المرتبة الأولى باء وأما أهل المراتب الأربع الأخيرة فلا يحتج بحديثهم ولا يكتب ولا يعتبر به الباب الثالث الرواية وآدابها وكيفية ضبطها الفصل الأول كيفية ضبط الرواية وطرق تحملها الفصل الثاني آداب الرواية الفصل الأول كيفية ضبط الرواية وطرق تحملها صفحة 156 المبحث الاول كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه المبحث الثاني طرق التحمل وصيغ الاداء المبحث الثالث كتابة الحديث وضبطه والتصنيف فيه المبحث الرابع صفة رواية الحديث المبحث الاول كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه صفحة 156 واحد تمهيد المراد بكيفية سماع الحديث بيان ما ينبغي وما يشترط في من يريد سماع الحديث من الشيوخ سماع رواية وتحمل ليؤديه فيما بعد لغيره وذلك مثل اشتراط سن معينة وجوبا او استحبابا والمراد بتحمله بيان طرق اخذه وتلقيه عن الشيوخ والمراد ببيان ضبطه اي كيف يضبط الطالب ما تلقاه من الحديث ضبطا يؤهله لان يرويه لغيره على شكل يطمئن اليه وقد اعتنى علماء المصطلح بهذا النوع من علوم الحديث ووضعوا له القواعد والضوابط والشروط بشكل دقيق رائع وميزوا بين الطرق تحمل الحديث وجعلوها على مراتب بعضها اقوى من بعض وذلك تأكيدا منهم للعناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن انتقاله من شخص الى شخص كي يطمئن المسلم الى طريقة وصول الحديث النبوي اليه ويوقن ان هذه الطريقة في منتهى السلامة والدقة اثنان هل يشترط لتحمل الحديث الاسلام والبلوغ لا يشترط لتحمل الحديث الاسلام والبلوغ على الصحيح لكن يشترط ذلك للاداء في الهامش التحمل معناه تلقي الحديث واخذه عن الشيوخ والاداء رواية الحديث واعطاؤه للطلاب انتهى الهامش لا يشترط لتحمل الحديث الاسلام والبلوغ على الصحيح لكن يشترط ذلك للاداء كما مر بنا في شروط الراوي وبناء على ذلك فتقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله من الحديث قبل اسلامه او قبل بلوغه لكن لا بد من التمييز بالنسبة لغير البالغ وقد قيل انه يشترط لتحمل الحديث البلوغ ولكنه قول خطأ لان المسلمين قبلوا رواية صغار الصحابة كالحسن وابن عباس وغيرهما من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ او بعده ثلاثة متى يستحب الابتداء بسماع الحديث الف قيل يستحب ان يبتدئ بسماع الحديث في سن الثلاثين وعليه اهل الشام با وقيل في سن الاشرين وعليه اهل الكوفة جيم وقيل في سن العاشرة وعليه اهل البصرة دال والصواب في الاعصار المتأخرة التبكير بسماع الحديث من حين يصح سماعه لان الحديث منضبط في الكتب اربع هل لصحة سماع الصغير سن معينة الف حدد بعض العلماء ذلك بخمس سنين وعليه استقر العمل بين اهل الحديث با وقال بعضهم الصواب اعتبار التمييز فان فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع وإلا فلا المبحث الثاني طرق التحمل وصيغ الاداء صفحة 158 طرق تحمل الحديث ثمانية وهي السماع من لفظ الشيخ القراءة على الشيخ الإجازة المناولة الكتابة الإعلام الوصية الوجادة وسأتكلم على كل منها اتباعا باختصار مع بيان الفاظ الأداء لكل منها باختصار أيضا واحد السماع من لفظ الشيخ ألف صورته أن يقرأ الشيخ ويسمع الطالب سواء قرأ الشيخ من حفظه أو كتابه وسواء سمع الطالب وكتب ما سمعه أو سمع فقط ولم يكتب با رتبته السماع أعلى أقسام طرق التحمل عند الجماهير جيم ألفاظ الأداء واحد قبل أن يشيع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل كان يجوز للسامع من لفظ الشيخ أن يقول في الأداء سمعت أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو قال لي أو ذكر لي اثنان وبعد أن شاع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل صارت ألفاظ الأداء على النحو التالي للسماع سمعت أو حدثني للقراءة أخبرني للإجازة أنبأني لسماع المذاكرة قال لي أو ذكر لي في الهامش سماع المذاكرة غير سماع التحديث إذ أن سماع التحديث يكون قد استعد له الشيخ والطالب تحضيرا وضبطا قبل المجيء لمجلس التحديث أما المذاكرة فليس فيها ذاك الاستعداد انتهى الهامش اثنان القراءة على الشيخ ويسميها أكثر المحدثين عربا ألف صورتها أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع في الهامش المراد بذلك أن يقرأ الطالب الأحاديث التي هي من مرويات الشيخ لا أن يقرأ ما شاء من الأحاديث وذلك لأن الغاية من قراءة الطالب على الشيخ أن يسمعها الشيخ منه ليضبطها له انتهى الهامش صورتها أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع سواء قرأ الطالب أو قرأ غيره وهو يسمع وسواء كانت القراءة من حفظ أو من كتاب وسواء كان الشيخ يتبع للقارئ من حفظه أو أمسك كتابه هو أو ثقة غيره ما حكم الرواية بها الرواية بطريق القراءة على الشيخ رواية صحيحة بلا خلاف في جميع الصور المذكورة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به من المتشددين جيم رتبتها اختلف في رتبتها على ثلاثة أقوال واحد مساوية للسماع روي عن مالك والبخاري ومعظم علماء الحجاز والكوفة اثنان أدنى من السماع روي عن جمهور أهل المشرق وهو الصحيح ثلاثة أعلى من السماع روي عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب ورواية عن مالك دال ألفاظ الأداء واحد الأحوط قرأت على فلان أو قرأ عليه وأنا أسمع فأقر به اثنان ويجوز بعبارات السماع مقيدة بلفظ القراءة كحدثنا قراءة عليه ثلاثة الشائع الذي عليه كثير من المحدثين اطلاقوا لفظ أخبرنا فقط دون غيرها ثلاثة الإجازة ألف تعريفها الإذن بالرواية لفظا أو كتابة باء صورتها أن يقول الشيخ لأحد طلابه أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري جيم أنواعها للإجازة أنواع كثيرة سأذكر منها خمسة أنواع وهي واحد أن يجيز الشيخ معينا لمعين كأجزتك صحيح البخاري وهذا النوع أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة اثنان أن يجيز معينا بغير معين كأجزتك رواية مسموعاتي ثلاثة أن يجيز غير معين بغير معين كأجزت أهل زماني رواية مسموعاتي أربعة أن يجيز بمجهول أو لمجهول كأجزتك كتاب السنن وهو يروي عددا من السنن أو أجزت لمحمد بن خالد الدمشق وهناك جماعة مشتركون في هذا الإسم خمسة الإجازة للمعدوم فإما أن تكون تبعا لموجود كأجزت لفلان ولمن يولد له وإما أن تكون لمعدوم استقلالا كأجزت لمن يولد لفلان دام حكمها أما النوع الأول منها فالصحيح الذي عليه الجمهور واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها وأبطلها جماعات من العلماء وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وأما بقية الأنواع فالخلاف في جوازها أشد وأكثر وعلى كل حال فالتحمل والرواية بهذا الطريق أي الإجازة تحمل هزيل ما ينبغي التساهل فيه ها ألفاظ الأداء ألف الأولى أن يقول أجازة لي فلان اثنان ويجوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة ثلاثة استراح المتأخرين أنبأنا واختاره صاحب كتاب الوجازة في الهامش هو أبو العباس الوليد بن بكر المعمر المعمري واسم كتابه الكامل الوجازة في تجويز الإجازة انتهى الهامش أربعة المناولة ألف أنواعها المناولة نوعان واحد مقرونة بالإجازة وهي أعلى أنواع الإجازة مطلقا ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه ويقول له هذا روايتي عن فلان فروه عني ثم يبقيه معه تمليكا أو إعارة لينسخه اثنان مجرده عن الإجازة وصورتها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه مقتصرا على قوله هذا سماعي باء حكم الرواية بها واحد أما المقرونة بالإجازة فتجوز الرواية بها وهي أدنى مرتبة من السماع والقراءة على الشيخ اثنان وأما المجردة عن الإجازة فلا تجوز الرواية بها على الصحيح جيم ألفاظ الأداء واحد الأحسن أن يقول ناولني أو ناولني وأجاز لي إن كانت المناولة مقرونة بالإجازة اثنان ويجوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل حدثنا مناولة أو أخبرنا مناولة وإجازة خمسة الكتابة ألف صورتها أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو أمره باء أنواعها وهي نوعان ألف مقرونة بالإجازة كاجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحو ذلك اثنان مجرده عن الإجازة كأن يكتب له بعض الأحاديث ويرسلها له ولا يجيزه بروايتها جيم حكم الرواية بها واحد أما المقرونة بالإجازة فالرواية بها صحيحة وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة اثنان وأما المجرده عن الإجازة فمنع الرواية بها قوم وأجازها آخرون والصحيح الجواز عند أهل الحديث لإشعارها بمعنى الإجازة دام هل تشترط البينة لاعتماد الخط واحد اشترط بعضهم البينة على الخط والدعو أن الخط يشبه الخط وهو قول ضعيف اثنان ومنهم من قال يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب لأن خط الإنسان لا يشتبه بغيره وهو الصحيح ها ألفاظ الأداء واحد التصريح بلفظ الكتابة كقوله كتب إلي فلان اثنان أو الاتيان بألفاظ السماع والقراءة مقيدة كقوله حدفني فلان أو أخبرني كتابة ستة الإعلام ألف صورته أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه بحكم الرواية به اختلف العلماء في حكم الرواية بالإعلام على قولين واحد الجواز كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول اثنان عدم الجواز غير واحد من المحدثين وغيرهم وهو الصحيح لأنه قد يعلم الشيخ أن هذا الحديث روايته لكن لا تجوز روايته لخلر فيه نعم لو أجازه بروايته جازت روايته جيم الفاظ الأداء يقول في الأداء أعلمني شيخي بكذا سبعة الوصية ألف صورتها أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها با حكم الرواية بها واحد الجواز لبعض السلف وهو غلط لأنه أوصى له بالكتاب ولم يوصله بروايته اثنان عدم الجواز وهو الصواب جيم الفاظ الأداء يقول أوصى إلي فلان بكذا أو حدثني فلان وصية ثمانية الوجادة بكسر الواو مصدر وجداء وهذا المصدر مولد غير مسموع من العرب ألف صورتها أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها يعرفه ذلك الطالب وليس له سماع منه ولا إجازة با حكم الرواية بها الرواية بالوجادة من باب المنقطع لكن فيها نوع اتصال جيم الفاظ الأداء يقول الواجد وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان كذا ثم يسوق الإسناد والمتنى المرحة الثالث كتابة الحديث وضبطه والتصنيف فيه صفحة 165 في الهامش سأبحث هذا الموضوع باختصار لأن كثيرا من قواعد الكتابة والتصحيح صارت من مهمة المحقق والطابع في هذا الزمان وتبقى تلك التفصيلات للمتخصصين في هذا الفن لمعرفة اصطلاح القوم في كتابة النسخ المخطوطة القديمة وغير ذلك من الاعتبارات انتهى الهامش واحد حكم كتابة الحديث اختلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث على أقوال ألف فكرهها بعضهم منهم ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت باء وأباحها بعضهم منهم عبد الله بن عمر وأنس وعمر بن عبد العزيز وأكثر الصحابة جيم ثم أجمعه بعد ذلك على جوازها وذال الخلاف ولو لم يدون الحديث في الكتب لضاعف الأعصار المتاخرة لا سيما في عصرنا اثنان سبب الاختلاف في حكم كتابته وسبب الخلاف في حكم كتابته أنه وردت أحاديث متعارضة في الإباحة والنهي فمنها ألف حديث النهي ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه ما حديث الإباحة ما أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه وهناك أحاديث أخرى في إباحة الكتابة منها الإذن لعبد الله بن عمر ثلاثة الجمع بين أحاديث الإباحة والنهي لقد جمع العلماء بين أحاديث النهي والإباحة على وجوه منها ألف قال بعضهم الإذن بالكتابة لمن خيف نسيانه للحديث والنهي لمن أمن النسيان وخيف عليه اتكاله على الخط إذا كتب انتهى الوجه الأول باء وقال بعضهم جاء النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن ثم جاء الإذن بالكتابة لذلك وعلى هذا يكون النهي منسوخا أربع ماذا يجب على كاتب الحديث ينبغي على كاتب الحديث أن يصرف همته إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا يؤمن معهما اللبس ويشكل المشكل لا سيما أسماء الأعلام لأنها لا تدرك بما قبلها ولا بما بعدها وأن يكون خطه واضحا على قواعد الخط المشهورة وأن لا يصطلح لنفسه اصطلاحا خاصا برمز لا يعرفه الناس وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم كلما جاء ذكره ولا يسأم من تكرار ذلك ولا يتقيد في ذلك بما في الأصل إن كان ناقصا وكذلك الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل وكذلك الترضي والترحم على الصحابة والعلماء ويكره الاقتصار على الصلاة وحدها أو التسليم وحده كما يكره الرمز إليهما بصاد ونحوه مثل صلعم وعليه أن يكتبهما كاملتين خمسة المقابلة وكيفيتها يجب على كاتب الحديث بعد الفراغ من كتابته مقابلة كتابه بأصل شيخه في الهامش أي نسخة شيخه الأصلية التي أخذ منها انتهى الهامش ولو أخذه عنه بطريق الإجازة وكيفية المقابلة أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع ويكفي أن يقابل له ثقة آخر في أي وقت حال القراءة أو بعدها كما يكفي مقابلته بفرع مقابل بأصل الشيخ ستة اصطلاحات في كتابة ألفاظ الأداء وغيرها غلب على كثير من كتاب الحديث الاقتصار على الرمز في ألفاظ الأداء فمن ذلك أنهم يكتبون ألف حدثنا ثنى أو نا باء أخبرنا أنا أو أرنا جيم تحويل الإسناد إلى إسناد آخر يرمزون له بحاء وينطق القارئ بها هكذا حاء دان جرت العادة بحذف كلمة قالا ونحوها بين رجال الإسناد خطا وذلك لأجل الاختصار لكن ينبغي للقارئ التلفظ بها مثلا حدثنا عبد الله ابن يوسف أخبرنا مالك فينبغي على القارئ أن يقول قال أخبرنا مالك كما جرت العادة بحذف أنه في أواخر الإسناد اختصارا مثلا عن أبي هريرة قالا فينبغي للقارئ النطق بأنه فيقول أنه قال وذلك تصحيحا للكلام من حيث الإعراب سبع الرحلة في طلب الحديث لقد اعتنى سلفنا بالحديث عناية ليس لها نظير وصرفوا في جمعه وضبطه من الاهتمام والجهد والوقت ما لا يكاد يصدقه العقل فبعد أن يجمع أحدهم الحديث من شيوخ بلده يرحل إلى بلاد وأقطار أخرى قريبة أو بعيدة ليأخذ الحديث من شيوخ تلك البلاد ويتجشم مشاق السفر وشظف العيش بنفس راضية وقد صنف الخطيب البغدادي كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث جمع فيه من أخبار الصحابة والتابعين فمن بعدهم في الرحلة في طلب الحديث ما يعجب الإنسان لسمعه فمن أحب سماع تلك الأخبار الشيقة فعليه بذلك الكتاب فإنه منشط لطلاب العلم شاحذ لهممهم مقون لعزائمهم ثمانية أنواع التصنيف في الحديث يجب على من يجد في نفسه المقدرة على التصنيف في الحديث وغيره أن يقوم بالتصنيف وذلك لجمع المتفرق وتوضيح المشكل وترتيب غير المرتب وفهرسة غير المفهرس مما يسهل على طلبة الحديث لاستفادة منه بأيصر طريق وأقرب وقت وليحذر إخراج كتابه قبل تهذيبه وتحريره وضبطه وليكن تصنيفه فيما يعم نفعه وتكثر فائدته هذا وقد صنف العلماء الحديث على أشكال متنوعة فمن أشهر أنواع التصنيف في الحديث ما يلي ألف الجوامع الجامع كل كتاب يجمع فيه مؤلفه جميع الأبواب من العقائد والعبادات والمعاملات والسير والمناقب والرقاق والفتن وأخبار يوم القيامة مثل الجامع الصحيح للبخاري باء المسانيد المسند كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة من غير النظر إلى الموضوع الذي يتعلق فيه الحديث مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل جيم السنن وهي الكتب المصنفة على أبواب الفقه لتكون مصدر للفقهاء في استنباط الأحكام وتختلف عن الجوامع بأنها لا يوجد فيها ما يتعلق بالعقائد والسير والمناقب وما إلى ذلك بل هي مقصورة على أبواب الفقه وأحاديث الأحكام مثل سنن أبي داود دا المعاجم المعجم كل كتاب جمع فيه مؤلفه الحديث مرتبا على أسماء شيوخه على ترتيب حروف الهجاء غالبا مثل المعاجم الثلاثة للطبراني وهي المعجم الكبير والأوسط والصغير ها العلل كتب العلل هي الكتب المجتملة على الأحاديث المعلولة مع بيان عللها وذلك مثل العلل لابن أبي حاتم والعلل للدار قطني واو الأجزاء الجزء كل كتاب صغير جمع فيه مرويات راو واحد من رواة الحديث أو جمع فيه ما يتعلق بموضوع واحد على سبيل الاستقصاء مثل جزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري زي الأطراف كل كتاب ذكر فيه مصنفه طرف كل حديث الذي يدل على بقيته ثم يذكر أسانيد كل متن من المتون إما مستوعبا أو مقيدا لها ببعض الكتب مثل تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي حاء المستدركات المستدرك كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاتته على شرطه مثل المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم طاء المستخرجات المستخرج كل كتاب خرج فيه مؤلفه أحاديث كتاب لغيره من المؤلفين بأسانيد لنفسه من غير الطريق المؤلف الأول وربما اجتمع معه في شيخه أو من فوقه مثل المستخرج على الصحيحين لأبي نعيم الأصبهاني المبحث الرابع صفة رواية الحديث صفحة 171 في الهامش سأبحث هذا الموضوع باختصار أيضا لأن بعض جزئياته كانت ضرورية في عصر الرواية أما في هذه الأزمان فتعتبر دراستها من باب دراسة تاريخ الرواية وهي لازمة لذوي الاختصاص في هذا الفن انتهى الهامش واحد المراد بهذه التسمية المراد بهذا العنوان بيان الكيفية التي يروى بها الحديث والآذاب التي ينبغي التحلي بها وما يتعلق بذلك وقد تقدم شيء من ذلك في المباحث السابقة وإليك ما بقيا اثنان هل تدوز رواية الراوي من كتابه إذا لم يحفظ ما فيه هذا أمر اختلف فيه العلماء فمنهم من شدد فأفرط ومنهم من تساهل ففرط ومنهم من اعتدل فتوسط ألف فأما المتشددون فقالوا لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه روي ذلك عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني الشافعي باء وأما المتساهلون فقوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصولها منهم ابن لهيعة وأما المعتدلون المتوسطون وهم الجمهور فقالوا إذا قام الراوي في التحمل والمقابلة بما تقدم من الشروط جازت الرواية من الكتاب وإن غاب عنه الكتاب إذا كان الغالب على الظن سلامته من التغيير والتبديل لا سيما إن كان ممن لا يخفى عليه التغيير غالبا ثلاث حكم رواية الضرير الذي لا يحفظ ما سمعه إذا استعان الضرير الذي لا يحفظ ما سمعه بثقة في كتابة الحديث الذي سمعه وضبطه والمحافظة على الكتاب واحتاف عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير صحت روايته عند الأكثر ويكون كالبصير الأمي الذي لا يحفظ أربع رواية الحديث بالمعنى وشروطها اختلف السلف في رواية الحديث بالمعنى فمنهم من منعها ومنهم من جوزها ألف فمنعها طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول منهم ابن سيرين وأبو بكر الرازي باء وأجازها جمهور السلف والخلف من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول منهم الأئمة الأربع لكن إذا قطع الراوي بأداء المعنى ثم إن من أجاز الرواية بالمعنى اشترط لها شروطا وهي واحد أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومقاصدها اثنان أن يكون خبيرا بما يحيل معانيها هذا كله في غير المصنفات أما الكتب المصنفة فلا يجوز رواية شيء منها بالمعنى وتغيير الألفاظ التي فيها وإن كان بمعناها لأن جواز الرواية بالمعنى كان للضرورة إذا غابت عن الراوي كلمة من الكلمات أما بعد تثبيت الأحاديث في الكتب فليس هناك ضرورة لرواية ما فيها بالمعنى هذا وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعد روايته الحديث أو كما قال أو نحوه أو شبهه خمسة اللحن في الحديث وسببه اللحن في الحديث أي الخطأ في قراءته وأبرز أسباب اللحن ألف عدم تعلم النحو واللغة فعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف فقد روى الخطيب عن حماد بن سلمة قال مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها في الهامش تدريب الراوي الجزء الثاني صفحة مائة وستة انتهى الهامش باء الأخذ من الكتب والصحف وعدم التلقي عن الشيوخ مر بنا أن لتلقي الحديث وتحمله عن الشيوخ طرقا بعضها أقوى من بعض وأن أقوى تلك الطرق السماع من لفظ الشيخي أو القراءة عليه فعلى المشتغل بالحديث أن يتلقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفواه أهل المعرفة والتحقيق حتى يسلم من التصحيف والخطأ ولا يليق بطالب الحديث أن يعمد إلى الكتب والصحف فيأخذ منها ويروي عنها ويجعلها شيوخه فإنه تكثر أخطاؤه وتصحيفاته لذا قال العلماء قديما لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي في الهامش المصحفي الذي يأخذ القرآن من المصحف ولا يتلقى القرآن عن القراء والشيوخ والصحفي هو الذي يأخذ الحديث من الصحف ولا يتلقاه عن الشيوخ غريب الحديث صفحة 174 واحد تعرفه لغة ألف لغة الغريب في اللغة هو البعيد عن أقاربه والمراد به هنا الألفاظ التي خفي معناها قال صاحب القاموس غربة ككرمة غمضة وخفية في الهامش القاموس الجزء الأول صفحة 115 انتهى الهامش با اصطلاحا هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها اثنان أهميته وصعوبته وهو فن مهم جدا يقبح جهله بأهل الحديث لكن الخوض فيه صعب فليتحر خائضه وليتق الله أن يقدم على تفسير كلام نبيه صلى الله عليه وسلم بمجرد الظنون وكان السلف يتثبتون فيه أشد التثبت ثلاثة أجود تفسيره وأجود تفسيره ما جاء مفسرا في رواية أخرى مثل حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه في صلاة المريض صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب في الهامش البخاري انتهى الهامش وقد فسر قوله على جنب حديث علي رضي الله عنه ولفظه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه في الهامش سنن الدار قطني انتهى الهامش أربع أشهر المصنفات فيه ألف غريب الحديث لأبي عبيد القاسم ابن سلام باء النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير وهو أجود كتب الغريب جيم الدر النثير للسيوطي وهو تلخيص للنهاية دال الفائق للزمخشري الفصل الثاني آداب الرواية المبحث الأول آداب المحدث المبحث الثاني آداب طالب الحديث المبحث الأول آداب المحدث صفحة 176 واحد مقدمة بما أن الاشتغال بالحديث من أفضل القربات إلى الله تعالى وأشرف الصناعات فينبغي على من يشتغل به وينشره بين الناس أن يتحلى بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ويكون مثالا صادقا لما يعلمه للناس مطبقا له على نفسه قبل أن يأمر به غيره اثنان أبرز ما ينبغي أن يتحلى به المحدث ألف تصحيح النية وإخلاصها وتطهير القلب من أغراض الدنيا كحب الرئاسة أو الشهرة بأن يكون أكبر همه نشر الحديث والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتغيا جزيلا أجر جيم أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه دال أن يرشد من سأله عن شيء من الحديث وهو يعلم أنه موجود عند غيره إلى ذلك الغير ها أن لا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فإنه يرجى له صحتها واو أن يعقد مجلسا لإملاء الحديث وتعليمه إذا كان أهلا لذلك فإن ذلك أعلى مراتب الرواية ثلاثا ما يستحب فعله إذا أراد حضور مجلس الإملاء ألف أن يتطهر ويتطيب ويسرح لحيته با أن يجلس متمكنا بوقار وهيبة تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيم أن يقبل على الحاضرين كلهم ولا يخص بعنايته أحدا دون أحد دال أن يفتتح مجلسه ويختمه بتحميد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء يليق بالحال ها أن يجتنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين أو ما لا يفهمونه من الحديث واو أن يختم الإملاء بحكايات ونوادر لترويح القلوب وطرد السأم أربعة ما هي السن التي ينبغي للمحدث أن يتصدى للتحديث فيها اختلف في ذلك ألف فقيل خمسون وقيل أربعون وقيل غير ذلك با والصحيح أنه متى تأحلى واحتج إلى ما عنده جلس للتحديث في أي سن كان خمسة أشهر المصنفات فيه ألف الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي با جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله لابن عبد البر المرحف الثاني آداب طالب الحديث صفحة 178 واحد مقدمة المراد بآداب طالب الحديث ما ينبغي أن يتصف به الطالب من الآداب العالية والأخلاق الكريمة التي تناسب شرف العلم الذي يطلبه وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هذه الآداب ما يشترك فيها مع المحدث ومنها ما ينفرد بها عنه اثنان الآداب التي يشترك فيها مع المحدث ألف تصحيح النية والإخلاص لله تعالى في طلبه با الحذر من أن تكون الغاية من طلبه التوصل إلى أغراض الدنيا فقد أخرج أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة جيم العمل بما يسمعه من الأحاديث ثلاث الآداب التي ينفرد بها عن المحدث ألف أن يسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والتيسير والإعانة على ضبطه الحديث وفهمه با أن ينصرف إليه بكليته ويفرغ جهده في تحصيله جيم أن يبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسنادا وعلما ودينا دال أن يعظم شيخه ومن يسمع منه ويوكره فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع وأن يتحر رضاه ويصبر على جفائه لو حصل ها أن يرشد زملاءه وإخوانه في الطلب إلى ما ظفر به من فوائد ولا يكتمها عنهم فإن كتمان الفوائد العلمية على الطلبة لؤم يقع فيه جهلة الطلبة الوضعاء لأن الغاية من طلب العلم نشره واو أن لا يمنعه الحياء أو الكبر من السعي في السماع والتحصيل وأخذ العلم ولو ممن هو دونه في السن أو المنزلة زي عدم الاقتصار على سماع الحديث وكتابته دون معرفته وفهمه فيكون قد أتعب نفسه دون أن يظفر بطائل حا أن يقدم في السماع والضبط والتفهم الصحيحين ثم سنن أبي داود والترمذي والنساء ثم السنن الكبرى للبيهقي ثم ما تمس الحاجة إليه من المسانيد والجوامع كمسند أحمد وموطئ مالك ومن كتب العلل الدار قطني ومن الأسماء التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ومن ضغط الأسماء كتاب ابن ماقول ومن غريب الحديث النهاية لابن الأثير الباب الرابع الإسناد وما يتعلق به صفحة 180 الفصل الأول لطائف الإسناد الفصل الثاني معرفة الرواه الفصل الأول لطائف الإسناد واحد الإسناد العالي والنازل اثنان المسلسل ثلاثة رواية الأكابر عن الأصابر أربع رواية الآباء عن الأبناء خمس رواية الأبناء عن الآباء ستة المدبج ورواية الأقران سبع السابق واللاحق الإسناد العالي والنازل صفحة 181 واحد تمهيد الإسناد خصيصة فاضلة لهذه الأمة وليست لغيرها من الأمم السابقة وهو سنة بالغة مؤكدة فعلى المسلم أن يعتمد عليه في نقل الحديث والأخبار قال ابن المبارك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وقال الثوري الإسناد سلاح المؤمن كما أن طلب العلو فيه سنة أيضا قال أحمد بن حنبل طلب الإسناد العالي سنة عن من سلف لأن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من غمر ويسمعون منه ولذلك استحبت الرحلة في طلب الحديث ولقد رحل غير واحد من الصحابة في طلب علو الإسناد منهم أبو أيوب وجابر رضي الله عنهما اثنان تعرفه ألف لغة العالي اسم فاعل من العلو ضد النزول والنازل اسم فاعل من النزول باء اصطلاحا واحد الإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر اثنان الإسناد النازل هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل ثلاثة أقسام العلو يقسم العلو إلى خمسة أقسام واحد منها علو مطلق والباقي علو نسبي وهي ألف القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف وهذا هو العلو المطلق وهو أجل أقسام العلو باء القرب من إمام من أئمة الحديث وإن كثر بعدده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القرب من الأعمش أو ابن جريج أو مالك أو غيرهم مع الصحة ونظافة الإسناد أيضا جيم القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها من الكتب المعتمدة وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة والأبدال والمساواة والمصافحة واحد فالموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى من طريقه عنه مثاله ما قاله ابن الحجر في شرح النخبة روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية في الهامش أي من طريق البخاري انتهى الهامش ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبو العباس السراج في الهامش أحد شيوخ البخاري انتهى الهامش ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبو العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه في الهامش شرح النخبة صفحة إحدى وستين انتهى الهامش انتهى الشريط السادس وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السابع من الكتاب اثنان البدل هو الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روي من طريقه عنه مثاله ما قاله ابن حجر كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي في الهامش القعنبي هو شيخ شيخ البخاري انتهى الهامش كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك فيكون القعنبي فيه بدلا من قتيبة ثلاثة المساواة هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين مثاله ما قاله ابن حجر كأن يروي النساء مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحد عشر نفسا فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحد عشر نفسا فنساوي النسائية من حيث العدد أربع المصافحة هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنفين وسميت مصافحة لأن العادة تجرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا دال العلو بتقدم وفاة الراوي ومثاله ما قاله النووي فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى من أن أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف في الهامش التقريب بشرح التدريب الجزء الثاني صفحة 168 هذا وقد توفي البيهقي سنة 458 هجرية وتوفي ابن خلف سنة 487 هجرية انتهى الهامش ها العلو بتقدم السماع أي بتقدم السماع من الشيخ فمن سمع منه متقدما كان أعلى ممن سمع منه بعده مثاله أن يسمع شخصان من شيخ وسماع أحدهما منذ ستين سنة مثلا والآخر منذ أربعين سنة وتساوى العدد إليهما فالأول أعلى من الثاني ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف أربع أقسام النزول أقسام النزول خمسة وتعرف من ضدها فكل كسم من أقسام العلو ضده قسم من أقسام النزول خمسة هل العلو أفضل أو النزول ألف العلو أفضل من النزول على الصحيح الذي قاله الجمهور لأنه يبعد كثرة احتمال الخلل عن الحديث والنزول مرغوب عنه قال ابن المديني النزول شؤم وهذا إذا تساوى الإسناد في القوة ما ويكون النزول أفضل إذا تميز الإسناد النازل بفائدة في الهامش كأن يكون رجاله أوثق من رجال الإسناد العالي أو أحفظ أو أفقه انتهى الهامش ستة أشهر المصنفات فيه لا توجد مصنفات خاصة في الأسانيد العالية أو النازلة بشكل عام لكن أفرد العلماء بالتصنيف أجزاء أطلقوا عليها اسم الثلاثيات ويعنون بها الأحاديث التي فيها بين المصنف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص فقط وفي ذلك إشارة إلى اهتمام العلماء بالأسانيد العوالي فمن تلك الثلاثيات ألف ثلاثيات البخاري لابن حجر باء ثلاثيات أحمد ابن حنبل للسفارين المسلسل صفحة 185 واحد تعريفه ألف لغة اسم مفعول من السلسلة وهي اتصال الشيء بالشيء ومنه سلسلة الحديد وكأنه سمي بذلك لشبهه بالسلسلة من ناحية الاتصال والتماثل بين الأجزاء باء اصطلاحا هو تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للروات تارة والرواية تارة أخرى اثنان شرح التعريف أي أن المسلسل هو ما توالى رواة إسناده على ألف الاشتراك في صفة واحدة لهم باء او الاشتراك في حالة واحدة لهم أيضا جيم أو الاشتراك في صفة واحدة للرواية ثلاثة أنواعه يتبين من شرح التعريف أن أنواع المسلسل ثلاثة وهي المسلسل بأحوال الرواة والمسلسل بصفات الرواة والمسلسل بصفات الرواية وإليك فيما يلي بيان هذه الأنواع ألف المسلسل بأحوال الرواة وأحوال الرواة إما أقوال أو أفعال أو أقوال وأفعال معا واحد المسلسل بأحوال الرواة القولية مثل حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني أحبك فقل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فقد تسلسل بقول كل من رواته وأنا أحبك فقل في الهامش أخرجه أبو داود في الوتر انتهى الهامش اثنان المسلسل بأحوال الرواة الفعلية مثل حديث أبي هريرة قال شبك بيد أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال خلق الله الأرض يوم السبت فقد تسلسل بتشبيك كل من رواته بيد من رواه عنه في الهامش أخرجه الحاكم مسلسلا في معرفة علوم الحديث صفحة اثنتين وأربعين انتهى الهامش ثلاث المسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معا مثل حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره تسلسل بقبض كل راو من رواته على لحيته في الهامش أخرجه مسلسلا الحاكم في معرفة علوم الحديث صفحة اربعين انتهى الهامش وقوله آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره باء المسلسل بصفات الرواة وصفات الرواة إما قولية أو فعلية واحد المسلسل بصفات الرواة القولية مثل الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف فقد تسلسل بقول كل راو فقرأها فلان هكذا هذا وقد قال العراقي وصفات الرواة القولية وأحوالهم القولية متقاربة بل متمافلة اثنان المسلسل بصفات الرواة الفعلية كاتفاق أسماء الرواة كالمسلسل بالمحمدين أو اتفاق أسمائهم كالمسلسل بالفقهاء أو الحفاظ أو اتفاق نسبتهم كالدمشقيين أو المصريين جيم المسلسل بصفات الرواية وصفات الرواية إما أن تتعلق بصيغ الأداء أو بزمن الرواية أو مكانها واحد المسلسل بصيغ الأداء مثل حديث مسلسل بقول كل من رواته سمعت أو أخبرنا اثنان المسلسل بزمان الرواية كالحديث المسلسل بروايته يوم ليد ثلاثة المسلسل بمكان الرواية كالحديث المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم أربعة أفضله وأفضله ما دل على الاتصال في السماع وعدم التدليس خمسة من فوائده اجتماله على زيادة الضبط من الرواة ستة هل يشترط وجود التسلسل في جميع الإسناد لا يشترط ذلك فقد ينقطع التسلسل في وسطه أو آخره لكن يقولون في هذه الحالة هذا مسلسل إلى فلان سبعة لارتباط بين التسلسل والصحة فقل ما يسلم المسلسل من خلل في التسلسل أو ضعف وإن كان أصل الحديث صحيحا من غير طريق التسلسل ثمانية أشهر المصنفات فيه ألف المسلسلات الكبرى للسيوطي وقد اجتملت على خمسة وثمانين حديثا باء المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد عبد الباقي الأيوبي وقد اجتملت على مئتين واثني عشر حديثا رواية الأكابر عن الأصاعر صفحة مئة وتسع وثمانين واحد تعريفه في الهامش الهاء عائد لهذا النوع من علوم الحديث امتهى الهامش ألف لغة الأكابر جمع أكبر والأصاعر جمع أصغر والمعنى رواية الكبار عن الصغار باء اصطلاحا رواية الشخص عن من هو دونه في السن والطبقة أو في العلم والحفظ اثنان شرح التعريف أي أن يروي الراوي عن شخص هو أصغر منه سنا وأدنى طبقة والدنو في الطبقة كرواية الصحابة عن التابعين ونحو ذلك أو يروي عن من هو أقل منه علما وحفظا كرواية عالم حافظ عن شيخ ولو كان ذاك الشيخ كبيرا في السن هذا وينبغي التنبه إلى أن الكبر في السن أو القدم فالطبقة وحده أي بدون المساواة في العلم عن من يروي عنه لا يكفي لأن يسمى رواية أكابر عن أصاغر والأمثلة التالية توضح ذلك ثلاثة أقسامه وأمثلتها يمكن أن نقسم رواية الأكابر عن الأصاغر إلى ثلاثة أقسام وهي ألف أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة من المروي عنه أي مع العلم والحفظ أيضا باء أن يكون الراوي أكبر قدرا لا سنا من المروي عنه كحافظ عالم عن شيخ كبير غير حافظ مثل رواية مالك عن عبد الله بن دينار في الهامش فمالك إمام حافظ وعبد الله بن دينار شيخ راو فقط وإن كان أكبر سنا من مالك امتال هامش جيم أن يكون الراوي أكبر سنا وقدرا من المروي عنه أي أكبر وأعلم منه مثل رواية البرقان عن الخطيب في الهامش لأن البرقان أكبر سند من الخطيب وأعظم قدرا منه لأنه شيخه ومعلمه وأعلم منه انتهى الهامش أربعة من رواية الأكابر عن الأصاغر ألف رواية الصحابة عن التابعين كرواية العبادلة وغيرهم عن كعب الأحبار باء رواية التابعي عن تابعيه كرواية يحيى ابن سعيد الأنصاري عن مالك خمسة من فوائده ألف أن لا يتوهم أن المروي عنه أفضل وأكبر من الراوي لكونه الأغلب باء أن لا يظن أن في السند انقلابا لأن العادة تجرت برواية الأصاغر عن الأكابر ستة أشهر المصنفات فيه ألف كتاب ما رواه الكبار عن الصغار والآباء عن الأبناء للحافظ أبي يعقوب إسحاق ابن إبراهيم الوراق المتوفى سنة أربعمائة وثلاث رواية الآباء عن الأبناء صفحة 191 واحد تعريفه أن يوجد في سند الحديث أب يروي الحديث عن ابنه اثنان مثاله حديث رواه العباس ابن عبد المطلب عن ابنه الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة ثلاثة من فوائده أن لا يظن أن في السند انقلابا أو خطأا لأن الأصل أن يروي الابن عن أبيه وهذا النوع مع النوع الذي قبله يدل على تواضع العلماء وأخذهم العلماء من أي شخص وإن كان دونهم في القدر والسن أربع أشهر المصنفات فيه كتاب رواية الآباء عن الأبناء للخطيب البغداري رواية الأبناء عن الآباء صفحة 192 واحد تعريفه أن يوجد في سند الحديث ابن يروي الحديث عن أبيه فقط أو عن أبيه عن جده اثنان أهمه وأهم هذا النوع ما لم يسمى فيه الأب أو الجد لأنه يحتاج إلى البحث لمعرفة اسمه ثلاثة أنواعه هو نوعان ألف رواية الراوي عن أبيه فحسب أي بدون الرواية عن الجد وهو كثير مثاله رواية أبي العشراء عن أبيه في الهامش اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال أشهرها أنه أسامة بن مالك انتهى الهامش باء رواية الراوي عن أبيه عن جده أو عن أبيه عن جده فما فوقه مثاله رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده في الهامش عمر هذا نسبه هكذا عمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن العاص فجد عمر هو محمد لكن العلماء وجدوا من التتبع والاستقراء أن الضمير في جده يعود على شعيب فيكون المراد في جده عبد الله بن عمر الصحابي المشهور انتهى الهامش أربع من فوائده ألف البحث لمعرفة اسم الأب أو الجد إذا لم يصرح باسمه باء بيان المراد من الجد هل هو جد الإبن أو جد الأب خمسة أشهر المصنفات فيه ألف رواية الأبناء عن آبائهم لأبي نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي باء جزء من روى عن أبيه عن جده لابن أبي خيثمة جيم كتاب الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ العلائي المدبج ورواية الأقران صفحة 193 واحد تعريف الأقران ألف لغة الأقران جمع قرين بمعنى المصاحب كما في القاموس باء اصطلاحاً المتقاربون في السن والإسناد في الهامش التقارب في الإسناد أن يكون قد أخذوا عن شيوخ من طبقة واحدة انتهى الهامش اثنان تعريف رواية الأقران أن يروي أحد القرينين عن الآخر مثل رواية سليمان التيمي عن مصعر ابن كدام فهما قرينان لكن لا نعلم لمصعر رواية عن التيميين ثلاثة تعريف المدبج ألف لغة اسم مفعول من التدبيج بمعنى التزيين والتدبيج مشتق من ديباجتي الوجه أي الخدين وكأن المدبج سمي بذلك لتساوي الراوي والمروي عنه كما يتساوي الخدان باء اصطلاحاً أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر أربع أمثلة المدبج ألف الصحابة رواية عائشة عن أبي هريرة ورواية أبي هريرة عن عائشة باء في التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر بن عبد العزيز عن الزهري جيم في أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاع ورواية الأوزاع عن مالك خمسة من فوائده ألف ألا يظن الزيادة في الإسناد في الهامش لأن الأصل أن يروي الترميذ عن شيخه فإذا روا عن قرينه ربما ظن من لم يدرس هذا النوع أن ذكر القرين المروي عنه زيادة من الناسخ انتهى الهامش باء ألا يظن إبدال عن بلواو في الهامش أي ألا يتوهم السامع أو القارئ لهذا الإسناد أن أصل الرواية حدثنا فلان وفلان فأخطأ فقال حدثنا فلان عن فلان انتهى الهامش ستة أشهر المصنفات فيه ألف المدبج للدار قطني باء رواية الأقران لأبي الشيخ الأصبهاني السابق واللاحق صفحة مائة وخمس وتسعين واحد تعريفه ألف لغة السابق اسم فاعل من السابق بمعنى المتقدم واللاحق اسم فاعل من اللحاق بمعنى المتأخر والمراد بذلك الراوي المتقدم موتا والراوي المتأخر موتا باء اصطلاحا أن يشترك في الرواية عن شيخ اثنان تباعد ما بين وفاتيهما اثنان مثاله ألف محمد بن اسحاق السراج في الهامش ولد السراج سنة مائتين وستة عشرة وتوفي سنة ثلاث مائة وثلاث عشرة وعاش سبعا وتسعين سنة انتهى الهامش محمد بن اسحاق السراج اشترك في الرواية عنه البخاري والخفاف وبين وفاتيهما مائة وسبع وثلاثون سنة او اكثر في الهامش توفي البخاري سنة مائتين وست وخمسين وتوفي ابو الحسين احمد بن محمد الخفاف النيسابوري سنة ثلاث مائة وثلاث وتسعين وقيل اربع وقيل خمس وتسعون وثلاث مائة انتهى الهامش با الامام مالك اشترك في الرواية عنه الزهري واحمد بن اسماعيل السهمي وبين وفاتيهما مائة وخمس وثلاثون سنة لان الزهرية توفي سنة مائة واربع وعشرين وتوفي السهمي سنة مائتين وتسع وخمسين وتوضيح ذلك ان الزهرية اكبر سنا من مالك لانه من التابعين ومالك من اتباع التابعين فرواية الزهر عن مالك تعتبر من باب رواية الاكابر عن الاصاغر كما مر على حين ان السهمية اصغر سنا من مالك هذا بالاضافة الى ان السهمية عمر طويلا اذ بلغ عمره نحو مائة سنة لذلك كان هذا الفرق الكبير بين وفاته ووفاة الزهري وبتعبير اوضح فان الراوية السابق يكون شيخا لهذا المروي عنه والراوية اللاحقة يكون تلميذا له ويعيش هذا التلميذ طويلا ثلاثة من فوائده الف تقرير حلاوة علو الاسناد في القلوب باء لا يظن انقطاع السند اللاحق اربعة اشهر المصنفات فيه كتاب السابق واللاحق للخطيب البغدادي الفصل الثاني معرفة الرواه صفحة مائة وسبع وتسعين واحد معرفة الصحابة اثنان معرفة التابعين ثلاثة معرفة الاخوة والاخوات اربعة المتفق والمفترق خمسة المؤتلف والمختلف ستة المتشابه سبعة المهمل ثمانية معرفة المبهمات تسعة معرفة الوجدان عشرة معرفة من ذكر باسماء او صفات مختلفة حادي عشر معرفة المفردات من الاسماء والقنا والالقاب ثاني عشر معرفة اسماء من اشتهروا بقناهم ثالث عشر معرفة الالقاب رابع عشر معرفة المنسوبين الى غير ابائهم خامس عشر معرفة النسب التي على خلاف ظاهرها سادس عشر معرفة التواريخ الرواه سابع عشر معرفة من خلط من الثقات ثامن عشر معرفة طبقات العلماء والرواه تاسع عشر معرفة الموالي من الرواه والعلماء عشرون معرفة الثقاة والضعفاء من الرواة واحد وعشرون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم معرفة الصحابة صفحة مائة وثمان وتسين واحد تعريف الصحابي ألف لغة الصحابة لغة مصدر بمعنى الصحبة ومنه الصحابي والصاحب ويجمع على أصحاب وصحب وكثر استعمال الصحابة بمعنى الأصحاب با اصطلاحا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الأصح اثنان أهميته وفائدته معرفة الصحابة علم كبير مهم عظيم الفائدة ومن فوائده معرفة المتصل من المرسل ثلاثة بما تعرف صحبة الصحابي تعرف الصحبة بأحد أمور خمسة وهي ألف التواتر كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبقية العشرة المبشرين بالجنة با الشهرة كضمام بن ثعلبة وعكاشة بن محصن جيم اخبار صحابي دال اخبار ثقة من التابعين ها اخباره عن نفسه إن كان عدلا وكانت دعواه ممكنة في الهامش وذلك كأن يدعي الصحبة قبل مئة سنة من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أما إذا ادعاها في زمن متأخر فلا يقبل خبره مثل رتن الهندي فإنه ادعى الصحبة بعد الستمائة للهجرة وهو في الحقيقة شيخ دجال كما قال عنه الذهبي في الميزان الجزء الثاني صفحة خمس وأربعين انتهى الهامش أربع تعديل جميع الصحابة والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول سواء من لابس الفتن منهم أو لا وهذا بإجماع من يعتد به ومعنى عدالتهم أي تجنبهم عن تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها بارتكاب ما يوجب عدم قبولها فينتج عن ذلك قبول جميع رواياتهم من غير تكلف البحث عن عدالتهم ومن لابس الفتن منهم يحمل أمره على الاجتهاد المأجور فيه لكل منهم تحسينا للظن بهم لأنهم حملة الشريعة وخير القرون انتهى الوجه الأول خمسة أكثرهم حديثا ستة من المكسرين وهم على التوالي ألف أبو هريرة روا خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثا وروا عنه أكثر من ثلاثمائة رجل باء ابن عمر روا ألفين وستمائة وثلاثين حديثا جيم أنس بن مالك روا ألفين ومئتين وستة وثمانين حديثا دال عائشة أم المؤمنين روت ألفين ومئتين وعشر أحاديث هاء ابن عباس روا ألفا وستمائة وستين حديثا واو جابر بن عبد الله روا ألفا وخمسمائة وأربعين حديثا ستة أكثرهم فتيا وأكثرهم فتيا تروى هو ابن عباس ثم كبار علماء الصحابة وهم ستة كما قال مسروق انتهى علم الصحابة إلى ستة عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن مسعود ثم انتهى علم الستة إلى علي وعبد الله بن مسعود سبع من هم العبادلة المراد بالعبادلة بالأصل من اسمهم عبد الله من الصحابة ويبلغ عددهم نحو ثلاثمائة صحابي لكن المراد بهم هنا أربعة من الصحابة كل منهم اسمه عبد الله وهم ألف عبد الله بن عمر باء عبد الله بن عباس جيم عبد الله بن الزبير دال عبد الله بن عمر بن العاص والميزة لهؤلاء أنهم من علماء الصحابة الذين تأخرت وفاتهم حتى احتيج إلى علمهم فكانت لهم هذه المزية والشهرة فإذا اجتمعوا على شيء من الفتوى قيل هذا قول العبادلة ثمانية عدد الصحابة ليس هناك إحصاء دقيق لعدد الصحابة لكن هناك أقوال لأهل العلمين يستفاد منها أنهم يزيدون على مئة ألف صحابي وأشهر هذه الأقوال قول أبي زرعة الرازي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مئة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه في الهامش التقريب مع التدريب الجزء الثاني صفحة مئتين وعشرين انتهى الهامش تسع عدد طبقاتهم اختلف في عدد طبقاتهم فمنهم من جعلها باعتبار السبق إلى الإسلام أو الهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة ومنهم من قسمهم باعتبار آخر فكل قسمهم حسب اجتهاده ألف فقسمهم ابن سعد خمس طبقات با وقسمهم الحاكم اثنتين عشرة طبقات أفضلهم أفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق ثم عمر رضي الله عنهما بإجماع أهل السنة ثم عثمان ثم علي على قول جمهور أهل السنة ثم تمام العشرة ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان حادي عشر أولهم إسلاما ألف من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه با من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه جيم من النساء خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها دال من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه هاء من العبيد بلال بن رباح رضي الله عنه ثاني عشر آخرهم موتا أبو الطفيلي عامر بن واثلة الليثي مات سنة مئة بمكة المكرمة وقيل أكثر من ذلك ثم آخرهم موتا قبله أنس بن مالك توفي سنة ثلاث وتسعين بالبصرة ثالث عشر أشهر المصنفات فيه ألف الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني با أسد الغابة في معرفة الصحابة لعلي بن محمد الجزري المشهور بابن الأثير جيم الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر معرفة التابعين صفحة مئتين واثنتين واحد تعريف التابعي ألف لغة التابعون جمع تابعي أو تابع والتابع اسم فاعل من تبعه بمعنى مشى خلفه با اصطلاحاً هو من لقي صحابياً مسلماً ومات على الإسلام وقيل هو من صحب الصحابي اثنان من فوائده تمييز المرسل من المتصل ثلاثة طبقات التابعين اختلف في عدد طبقاتهم فقسمهم العلماء كل حسب وجهته ألف فجعلهم مسلم ثلاثة طبقات با وجعلهم ابن سعد أربع طبقات جيم وجعلهم الحاكم خمس عشرة طبقة الأولى منها من أدرك العشرة من الصحابة أربع المخضرمون واحدهم مخضرم والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ولم يره والمخضرمون من التابعين على الصحيح وعدد المخضرمين نحو عشرين شخصاً كما عدهم الإمام مسلم والصحيح أنهم أكثر من ذلك ومنهم أبو عثمان النهدي والأسود ابن يزيد النخعي خمسة الفقهاء السبعة ومن أكابر التابعين الفقهاء السبعة وهم كبار علماء التابعين وكلهم من أهل المدينة وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في الهامش جعل ابن المبارك سالم بن عبد الله بن عمر بدل أبي سلمة وجعل أبو الزنادي بدلهما أي بدل سالم وأبي سلمة أبا بكر ابن عبد الرحمن انتهى الهامش ستة أفضل التابعين هناك أقوال للعلماء في أفضلهم والمشهور أن أفضلهم سعيد بن المسيب وقال أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي ألف أهل المدينة يقولون أفضل التابعين سعيد بن المسيب باء وأهل الكوفة يقولون ويس القرني جيم وأهل البصرة يقولون الحسن البصري سبعة أفضل التابعيات قال أبو بكر بن أبي داود سيدة التابعيات حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وتليهما أم الدرداء في الهامش أم الدرداء هذه هي أم الدرداء الصغرى واسمها هجيمة ويقال جهيمة وهي زوجة أبي الدرداء وأم الدرداء الكبرى هي زوجة أبي الدرداء أيضا واسمها خيرة ولكنها صحابية انتهى الهامش ثمانية ثمانية أشهر المصنفات فيه كتاب معرفة التابعين لأبي المطرف ابن فطيس الأندلسي معرفة الإخوة والأخوات صفحة مئتين وأربع واحد هذا العلم هو إحدى معارف أهل الحديث التي اعتنوا بها وأفردوها بالتصنيف وهو معرفة الإخوة والأخوات من الرواة في كل طبقة وإفراد هذا النوع بالبحث والتصنيف يدل على مدى اهتمام علماء الحديث بالرواة ومعرفة أنسابهم وإخوتهم وغير ذلك كما سيأتي من الأنواع بعده اثنان من فوائده من فوائده ألا يظن من ليس بأخ أخا عند الاشتراك في اسم الأب مثل عبد الله بن دينار وعمر بن دينار فالذي لا يدري يظن أنهما أخواني مع أنهما ليس بأخويني وإن كان اسم أبيهما واحدا ثلاثة أمثلة ألف مثال للإثنين في الصحابة عمر وزيد ابن الخطاب باء مثال للثلاثة في الصحابة علي وجعفر وعقيل بن أبي طالب جيم مثال للأربعة في أتباع التابعين سهيل وعبد الله ومحمد وصالح بن أبي صالح دال مثال للخمسة في أتباع التابعين سفيان وآدم وعمران ومحمد وإبراهيم بنو عيينة ها مثال الستة في التابعين محمد وأنس ويحيا ومعبد وحفصة وكريمة بنو سيرين واو مثال السبعة في الصحابة النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وعبد الله بنو مقر وهؤلاء السبعة كلهم صحابة مهاجرون لم يشاركهم في هذه المكرمة أحد في الهامش أي لم يوجد سبعة إخوة من الصحابة كلهم مهاجرون إلا هؤلاء الإخوة السبعة وقيل إنهم حضروا غزوة الخندقي كلهم أربعة أشهر المصنفات فيه ألف كتاب الإخوة لأبي المطرف ابن فطيس الأندلسي باء كتاب الإخوة لأبي العباس السراج في الهامش السراج نسبة لعمل السروج وكان من أجداده من يعملها وهو أبو العباس محمد بن إسحاق ابن إبراهيم الثقف مولاهم محدث عصره بني سابور روى عنه الشيخان وتوفي سنة ثلاث وثلاث عشرة انتهى الهامش المتفق والمفترق صفحة مائة وست واحد تعريفه ألف لغة المتفق اسم فاعل من الاتفاق والمفترق اسم فاعل من الافتراق ضد الاتفاق باء اصطلاحا أن تتفق أسماء الرواتي وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا وتختلف أشخاصهم ومن ذلك أن تتفق أسماؤهم وكناهم أو أسماؤهم ونسبتهم ونحو ذلك في الهامش وأما الاتفاق في الاسم فقط فالإشكال فيه قليل نادر والتعريف إنما يكون على الغالب الذي هو مثار الإشكال ويذكر ذلك في المطولات وهو إلى نوع المهمل أقرب انتهى الهامش اثنان أمثلة ألف الخليل بن أحمد ستة أشخاص اشتركوا في هذا الاسم أولهم شيخ سيبوي باء أحمد بن جعفر ابن حمدان أربعة أشخاص في عصر واحد جيم عمرو ابن الخطاب ستة أشخاص ثلاثة أهميته وفائدته ومعرفة هذا النوع مهم جدا فقد زلق بسبب الجهل به غير واحد من أكابر العلماء ومن فوائده ألف عدم ظن المشتركين في الاسم واحدا مع أنهم جماعة وهو عكس المهمل الذي يخشى منه أن يظن الواحد اثنين في الهامش انظر شرح النخبة صفحة ثمان وستين انتهى الهامش باء التمييز بين المشتركين في الاسم فربما يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفا فيضعف ما هو صحيح أو بالعكس أربع متى يحسن إيراده ويحسن إيراد المثال فيما إذا اشترك الراويان أو الروات في الاسم وكانوا في عصر واحد واشتركوا في بعض الشيوخ أو الروات عنهم أما إذا كانوا في عصور متباعدة فلا إشكال في أسمائهم خمسة أشهر المصنفات فيه ألف كتاب المتفق والمفترق للخطيب البغدادي وهو كتاب حافل نفيس في الهامش يوجد منه نسخة مخطوطة غير كاملة في اسطنبول مكتبة أسعد أفندي رقم الفين وسبعة وتسعين في مئتين وتسع وثلاثين ورقة وهي من أول الجزء العاشر إلى آخر الجزء الثامن عشر وهو آخر الكتاب ويوجد قسم منه عند الشيخ عبد الله بن حميد من أول الجزء الثالث إلى نهاية الجزء التاسع انتهى الهامش باء كتاب الأنساب المتفقة للحافظ محمد بن طاهر المتوفى سنة خمس مائة وسبع هجرية وهو لنوع خاص من المتفق المؤتلف والمختلف سنة صفحة مئتين وثمان واحد تعريفه ألف لغة المؤتلف اسم فاعل من الاتلاف بمعنى الاجتماع والتلاقي وهو ضد النفرة والمختلف اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق باء اصطلاحا أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب خطا وتختلف لفظا في الهامش سواء كان مرجع لاختلاف في اللفظ النقط أو الشكل انتهى الهامش اثنان أمثلته ألف سلام وسلام الأول بتخفيف اللام والثاني بتشديد اللام باء مسور ومسور الأول بكسر الميم وسكون السين وتخفيف الواو والثاني بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو جيم البزاز والبزار الأول آخره زاي والثاني آخره راء دال الثور والتوز الأول بالثاء والراء والثاني بالتاء والزاي ثلاث هل له ضابط ألف أكثره لا ضابط له لكثرة انتشاره وإنما يضبط بالحفظ كل اسم بمفرده باء ومنه ما له ضابط وهو قسمان واحد ما له ضابط بالنسبة لكتاب خاص أو كتب خاصة مثل مثل أن نقول إن كل ما وقع في الصحيحين والموطأ يسار فهو بالمثنات ثم المهملة إلا محمد بن بشار فهو بالموحدة ثم المعجمة اثنان ما له ضابط على العموم أي لا بالنسبة لكتاب أو كتب خاصة مثل أن نقول سلام كله مشدد اللام إلا خمسة ثم نذكر تلك الخمسة أربع أهميته وفائدته معرفة هذا النوع من مهمات علم الرجال حتى قال علي بن المدين أشد التصحيف ما يقع في الأسماء لأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده وفائدته تكمن في تجنب الخطأ وعدم الوقوع فيه خمسة أشهر المصنفات فيه ألف المؤترف والمختلف لعبد الغني ابن سعيد باء الإكمال لابن ماقول وذيله لأبي بكر ابن نقطة المتشابه صفحة مئتين وعشرة في الهامش وهو يتركب من النوعين قبله أي من نوعي المتفق والمفترق والمؤترف والمختلف انتهى الهامش واحد تعريفه ألف لغة اسم فاعل من التشابه بمعنى التماثل ويراد بالمتشابه هنا الملتبس ومنه المتشابه من القرآن أي الذي يلتبس معناه باء اصطلاحا أن تتفق أسماء الروات لفظا وخطا وتختلف أسماء الآباء لفظا لا خطا أو بالعكس في الهامش كأن تختلف أسماء الروات نطقا وتتفق أسماء الآباء خطا ونطقا انتهى الهامش اثنان أمثلته ألف محمد بن عقيل بضم العين ومحمد بن عقيل بفتح العين اتفقت أسماء الروات واختلفت أسماء الآباء باء شريح بن النعمان وسريج بن النعمان اختلفت أسماء الرواة واتفقت أسماء الآباء ثلاث فائدته وتكمن فائدته في ضبط أسماء الرواة وعدم الالتباس في النطق بها وعدم الوقوع في التصحيف والوه أربع أنواع أخرى من المتشابه هناك أنواع أخرى من المتشابه أذكر أهمها فمنها ألف أن يحصل الاتفاق في الإسم واسم الأب إلا في حرف أو حرفين مثل محمد بن حنين ومحمد بن جبير باء أو يحصل الاتفاق في الإسم واسم الأبي خطا ولفرا لكن يحصل الاختلاف في التقديم والتأخير واحد إما في الإسمين جملة مثل الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود في الهامش وهذا النوع يسميه بعضهم المشتبه المقلوب وهو مما يقع فيه الاشتباه في الذهن لا في الخط وربما انقلب اسمه على بعض الرواه وقد صنف الخطيب في هذا النوع كتابا سماه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب انتهى الهامش اثنان أو في بعض الحروف مثل أيوب بن سيار وأيوب ابن يسار خمسة أشهر المصنفات فيه ألف تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم للخطيب البغدادي باء تالي التلخيص للخطيب أيضا وهو عبارة عن تتمة أو ذيل للكتاب السابق وهما كتابان نفيسان لم يصنف مثلهما في هذا الباب في الهامش توجد منهما نسختان كاملتان في دار الكتب المصرية وعندي صورة عنهما انتهى الهامش انتهى الشريط السابع وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب المهمل صفحة مائتين واثنتين عشرة واحد تعيفه ألف لغة اسم مفعول من الإهمال بمعنى الترك كأن الراوي ترك الاسم بدون ذكر ما يميزه وعن غيره با اصطلاحا أن يروي الراوي عن شخصين متفقين في الاسم فقط أو مع اسم الأب أو نحو ذلك ولم يتميز بما يخص كل واحد منهما اثنان متى يضر الإهمال إن كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا لأنه لا ندري من الشخص المروي عنه هنا فربما كانت ضعيفا منهما فيضعف الحديث أما إذا كان ثقتين فلا يضر الإهمال بصحة الحديث لأن أي منهما كان المروي عنه فالحديث صحيح ثلاثة مثاله ألف إذا كان ثقتين ما وقع للبخار من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى وكلاهما ثقة لا إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا سليمان ابن داود وسليمان ابن داود فإن كان الخولاني فهو ثقة وإن كان اليمامي فهو ضعيف أربع الفرق بينه وبين المبهم والفرق بينهما أن المهمل ذكر اسمه والتبس تعينه والمبهم لم يذكر اسمه خمسة أشهر المصنفات فيه كتاب المكمل في بيان المهمل للخطيب معرفة المبهمات صفحة مئتين وثلاثة عشرة واحد تعريفه أرف لغة المبهمات جمع مبهم وهو اسم مفعول من الإبهام ضد الإيضاح با استلاحا هو من أبهما اسمه في المتن أو الإسناد من الرواه أو مما له علاقة بالرواية اثنان من فوائد بحثه ألف إن كان الإبهام في السند معرفة الراوي إن كان ثقة أو ضعيفا للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف با وإن كان في المتن فله فوائد كثيرة أبرزها معرفة صاحب القصة أو السائل حتى إذا كان في الحديث منقبة له عرفنا فضله وإن كان عكس ذلك فيحصل بمعرفته السلامة من الظن بغيره من أفاضل الصحابة ثلاث كيف يعرف المبهم يعرف بأحد أمرين ألف بوروده مسمى في بعض الروايات الأخرى با بتنصيص أهل السيار على كثير منه أربع أقسامه يقسم المبهم بحسب شدة الإبهام أو عدم شدته إلى أربعة أقسام وأبدأ بأشدها إبهاما ألف رجل أو امرأة كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام هذا الرجل هو الأقرع ابن حابس باء الابن والبنت ويلحق به الأخ والأخت وابن الأخ وابن الأخت وبنت الأخ وبنت الأخت كحديث أم عطية في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر هي زينب رضي الله عنها جيم العم والعمة ويلحق به الخال والخالة وابن أو بنت العم والعمة وابن أو بنت الخال والخالة كحديث رافع بن خديج عن عمه في النهي عن المخابرة اسم عمه ظهير بن رافع وكحديث عمتي جابر التي بكت أباه لما قتل يوم أحد اسم عمته فاطمة بنت عمر دال الزوج والزوجة كحديث الصحيحين في وفاة زوج سبيعة اسم زوجها سعد بن خولة وكحديث زوجة عبد الرحمن ابن الزبير التي كانت تحت رفاعة القرض فطلقها اسمها تميمة بن توه خمس أشهر المصنفات فيه صنف في هذا النوع عدد من العلماء منهم عبدالغني ابن سعيد والخطيب والنووي وأحسنها وأجمعها كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي معرفة الوحدان صفحة مئتين وخمس عشرة واحد تعريفه ألف لغة الوحدان بضم الواو جمع واحد باء اصطلاحا هم الرواة الذين لم يروي عن كل واحد منهم إلا راو واحد اثنان فائدته معرفة مجهول العيد ورد روايته إذا لم يكن صحابيا ثلاث أمثلته ألف من الصحابة عروة ابن مدرس لم يروي عنه غير الشعبي والمسيب ابن حزن لم يروي عنه غير ابنه سعيد باء من التابعين أبو العشراء لم يروي عنه غير حماد ابن سلمة أربع هل أخرج الشيخان في صحيحيهما عن الوحدان ألف ذكر الحاكم في المدخل أن الشيخين لم يخرج من رواية هذا النوع شيئا باء لكن جمهور المحدثين قالوا إن في الصحيحين أحاديث كثيرة عن الوحدان من الصحابة منها واحد حديث المسيب في وفاة أبي طالب أخرجه الشيخان اثنان حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ولا راوي لمرداس غير قيس والحديث أخرجه البخاري خمسة أشهر المصنفات فيه كتاب المنفردات والوحدان للإمام مسلم معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة صفحة مئتين وستة عشرة واحد تعريفه هو راو وصف بأسماء أو ألقاب أو كنا مختلفة من شخص واحد أو من جماعة اثنان مثاله محمد بن السائب الكلبي سماه بعضهم أبا النظر وسماه بعضهم حماد بن السائب وسماه بعضهم أبا سعيد ثلاثة من فوائده ألف عدم الالتباس في أسماء الشخص الواحد وعدم الظن بأنه أشخاص متعددون با كشف تدليس الشيوخ أربع استعمال الخطيب كثيرا من ذلك في شيوخ فيروي في كتبه مثلا عن أب القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أب الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي والكل واحد خمسة أشهر المصنفات فيه ألف إضاح الإشكال للحافظ عبدالغني بن سعيد با موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي معرفة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب صفحة مئتين وسبع عشر واحد المراد بالمفردات أن يكون لشخص من الصحابة أو الرواة عامة أو أحد العلماء إسم أو كنية أو لقب لا يشاركه فيه غيره من الرواة والعلماء وغالبا ما تكون تلك المفردات أسماء غريبة يصعب النطق بها اثنان فائدة معرفته عدم الوقوع في التصحيف والتحريف في تلك الأسماء المفردة الغريبة ثلاث أمثلته ألف الأسماء واحد من الصحابة أجمد ابن عجيان كسفيان أو كعليان وسندر بوزن جعفر اثنان من غير الصحابة أوسط ابن عمر دريب ابن نقير ابن سمير باء الكناء واحد من الصحابة أبو الحمراء مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه هلال ابن الحارث اثنان من غير الصحابة أبو العبيدين واسمه معاوية ابن سبره جيم الألقاب واحد من الصحابة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه مهران اثنان من غير الصحابة مندل واسمه عمر بن علي الغزي الكوفي أربع أشهر المصنفات فيه أفرده بالتصنيف الحافظ أحمد ابن هارون البرديجي في كتاب سماه الأسماء المفردة ويوجد في أواخر الكتب المصنفة في تراجم الرواة كثير منه ككتاب تقريب التهذيب لابن حجر معرفة أسماء من اشتهروا بقناهم صفحة مئتين وتسعة عشرة واحد المراد بهذا البحث المراد بهذا البحث أن نفتش عن أسماء من اشتهروا بقناهم حتى نعرف الاسم غير المشهور لكل منهم اثنان من فوائده وفائدة معرفة هذا البحث هو ألا يظن الشخص الواحد اثنين إذ ربما يذكر هذا الشخص مرة باسمه غير المشهور ومرة بكنيته التي اشتهر بها فيشتبه الأمر على من لا معرفة له بذلك فيظنه شخصين وهو شخص واحد ثلاث طريقة التصنيف فيه المصنف في الكنى يبوب تصنيفه على ترتيب حروف المعجم في الكنى ثم يذكر أسماء أصحابها فمثلا يذكر في باب الهمزة أبا إسحاق ويذكر اسمه وفي باب الباء أبا بشر ويذكر اسمه وهكذا أربع أقسام أصحاب الكنى وأمثلتها ألف من اسمه كنيته ولسم له غيرها كأبي بلال الأشعر اسمه وكنيته واحد باء من عرف بكنيته ولم يعرف أله اسم أم لا كأبي أناس صحابي جيم من لقب بكنية وله اسم وله كنية غيرها كأبي طراب وهو لقب لعلي بن أبي طالب وكنيته أبو الحسن دال من له كنيتان أو أكثر كابن جريج يقنى بأبي الوليد وأبي خالد ها من اختلف في كنيته كأسامة بن زيد قيل أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو خارجه واو من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي هريرة اختلف في اسمه واسم أبيه على ثلاثين قولا أشهرها أنه عبد الرحمن ابن صخر زاي من اختلف في اسمه وكنيته كسفينة قيل اسمه عمير وقيل صالح وقيل مهران وكنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري حاق من عرف باسمه وكنيته واشتهر به ما معن كآباء عبد الله سفيان الثوري ومالك ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وكأبي حنيفة النعمان بن ثابت طاق من اشتهر بكنيته مع معرفة اسمه كأبي إدريس الخولاني اسمه عائد الله يا من اشتهر باسمه مع معرفة كنيته كطلحة بن عبيد الله التيمي وعبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي بن أبي طالب كنيتهم جميعا أبو محمد خمسة أشهر المصنفات فيه لقد صنف العلماء في الكنى مصنفات كثيرة وممن صنف فيه علي بن المدين ومسلم والنساء وأشهر هذه المصنفات المطبوعة كتاب الكنى والأسماء للدولاب أبي بشر محمد بن أحمد المتوفى سنة ثلاث مائة وعشرة معرفة الألقاب صفحة مائتين وإحدى وعشرين واحد تعريفه لغة الألقاب جمع لقب واللقب كل وصف أشعر برفعة أو ضعة أو ما دل على مدح أو ذم اثنان المراد بهذا البحث هو التفتيش والبحث عن ألقاب المحدثين ورواة الحديث لمعرفتها وضبطها ثلاثة فائدته وفائدة معرفة الألقاب أمراني وهما ألف عدم ظن الألقاب أسامية واعتبار الشخص الذي يذكر تارة باسمه وتارة بلقبه شخصين وهو شخص واحد باء معرفة السبب الذي من أجله لقب هذا الراوي بذاك اللقب فيعرف عندئذ المراد الحقيقي من اللقب الذي يخالف في كثير من الأحيان معناه الظاهر أربع أقسامه الألقاب قسماني وهما ألف لا يجوز التعريف به وهو ما يكرهه الملقب به باء يجوز التعريف به وهو ما لا يكرهه الملقب به خمسة أمثلته ألف الضال لقب لمعاوية ابن عبد الكريم الضال لقب به لأنه ظل في طريق مكة باء الضعيف لقب عبد الله ابن محمد الضعيف لقب به لأنه كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه قال عبد الغني ابن سعيد رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان الضال والضعيف جيم غندر ومعناه المشغب في لغة أهل الحجاز وهو لقب محمد بن جعفر البصري صاحب شعبة وسبب تلقيبه بهذا اللقب أن ابن جريج قدم البصرة فحدث بحديث عن الحسن البصري فأنكروه عليه وشغبوا وأكثر محمد بن جعفر من الشغب عليه فقال له أسكت يا غندر دال غنجار لقب عيسى ابن موسى التيمي لقب بغنجار لحمرة وجنتي ها صاعقة لقب محمد ابن ابراهيم الحافظ روى عنه البخاري ولقب بذلك لحفظه وشدة مذاكرته واو مشكدانه لقب عبدالله بن عمر الأموي ومعناه بالفارسية حبة المسك أو وعاء المسك زاي مطين لقب أبي جعفر الحضرمي ولقب به لأنه كان وهو صغير يلعب مع الصبيان في الماء فيطينون ظهره فقال له أبو نعيم يا مطين لما لا تحضر مجلس العلم ست أشهر المصنفات فيه صنف في هذا النوع جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين وأحسن هذه الكتب وأخصرها كتاب نزهة الألباب للحافظ بن حجر معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم صفحة مئتين وثلاث وعشرين واحد المراد بهذا البحث معرفة من اشتهر نسبه إلى غير أبيه من قريب كالأم والجد أو غريب كالمربي ونحوه ثم معرفة اسم أبيه اثنان فائدته دفع توهم التعدد عند نسبتهم إلى آبائهم ثلاث أقسامه وأمثلتها ألف من نسب إلى أمه مثل معاذ ومعوذ وعوذ بن عفراء وأبوهم الحارث ومثل بلال بن حمامة أبوه رباح ومحمد بن الحنفية أبوه علي بن أبي طالب باء من نسب إلى جدته العليا أو الدنيا مثل يعلى بن منية ومنية أم أبي وأبوه أمية بشير بن الخصاصية وهي أم الثالث من أجداده وأبوه معبد جيم من نسب إلى جده مثل أبو عبيدة ابن الجراح اسمه عامر ابن عبد الله ابن الجراح أحمد بن حنبل هو أحمد ابن محمد ابن حنبل داد من نسب إلى أجنبي لسبب مثل المقداد ابن عمر الكندي يقال له المقداد ابن الأسود لأنه كان في حجر الأسود ابن عبد يغوث فتبناه أربع أشهر المصنفات فيه لا أعرف مصنفا خاصا في هذا الباب لكن كتب التراجم عامة تذكر نسب كل راو لا سيما كتب التراجم الموسعة معرفة النسب التي على خلاف ظاهرها صفحة مائتين وأربع وعشرين واحد تمهيد هناك عدد من الرواه نسب إلى مكان أو غزوة أو قبيلة أو صنعة ولكن الظاهر المتبادر إلى الذهن من تلك النسب ليس مرادا والواقع أنهم نسبوا إلى تلك النسب لعارض عرض لهم من نزولهم ذلك المكان أو مجالستهم أهل تلك الصنعة ونحو ذلك اثنان فائدة هذا البحث وفائدة هذا البحث هو معرفة أن هذه النسب ليست حقيقية وإنما نسب إليها صاحبها لعارض ومعرفة العارض أو السبب الذي من أجله نسب إلى تلك النسبة ثلاث أمثلة آلف أبو مسعود البدري لم يشهد بدرا بل نزل فيها فنسب إليها با يزيد الفقير لم يكن فقيرا وإنما أصيب في فقار ظهره جيم خالد الحذاء لم يكن حذاء وإنما كان يجالس الحذائين أربع أشهر المصنفات في الأنساب كتاب الأنساب للسمعاني وقد لخصه ابن الأثير في كتاب سماه اللباب في تهذيب الأنساب ولخص الملخص هذا السيوطي في كتاب سماه لب اللباب معرفة تواريخ الرواه صفحة مئتين وخمس وعشرين واحد تعريفه ألف لغة تواريخ جمع تاريخ وهو مصدر الرخ وسهلت الهمزة فيه باء اصطلاحا والتعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال من المواليد والوفيات والوقائع وغيرها اثنان المراد به هنا معرفة تاريخ مواليد الرواه وسماعهم من الشيوخ وقدومهم لبعض البلاد ووفاتهم ووفاياتهم ثلاث اهميته وفائدته هو فن مهم قال سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ ومن فوائده معرفة اتصال السند او انقطاعه وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر في التاريخ فظهر انهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين اربع امثلة من عيون التاريخ الصحيح في سن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ثلاث وستون واحد وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى الاثنين لثنتي عشرة خلت من ربيع الاول سنة احدى عشرة اثنان وقبض ابو بكر رضي الله عنه في جماد الاولى سنة ثلاث عشرة ثلاث وقبض عمر رضي الله عنه في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين اربع وقتل عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وعمره اثنتان وثمانون سنة وقيل ابن تسعين سنة خمس وقتل علي رضي الله عنه في شهر رمضان سنة اربعين وهو ابن ثلاث وستين سنة باء صحابيان عاشا ستين سنة في الجاهلية وستين في الاسلام وماتا بالمدينة سنة اربع وخمسين وهما واحد حكيم ابن حزام اثنان حسان ابن ثابت انتهى الوجه الاول اصحاب المذاهب المتبوعة واحد النعمان ابن ثابت ابو حنيفة ولد سنة ثمانين وتوفي سنة مائة وخمسين اثنان مالك ابن انس ولد سنة ثلاث وتسعين وتوفي سنة مائة وتسع وسبعين ثلاث محمد بن ادريس الشافعي ولد سنة مائة وخمسين وماتا سنة مائتين واربع اربع احمد بن حنبل ولد سنة مائة واربع وستين وتوفي سنة مائتين واربعين دال اصحاب كتب الحديث المعتمدة واحد محمد بن اسماعيل البخاري ولد سنة مائة واربع وتسعين وتوفي سنة مائتين وست وخمسين اثنان مسلم بن الحجاج النيسابوري ولد سنة مائتين واربع وتوفي سنة مائتين واحد وستين ثلاث ابو داود السجستاني ولد سنة مائتين واثنتين وتوفي سنة مائتين وخمس وسبعين اربع ابو عيسى الترمذي ولد سنة مائتين وتسع وتوفي سنة مائتين وتسع وسبعين في الهامش اختلف في سنة ولادته واكثر المؤرخين لم يحددوا السنة التي ولد فيها وانما ذكروا ان ولادته كانت في العقد الاول من القرن الثالث لكن بعض المتأخرين ذكروا انه ولد سنة مائتين وتسع هجرية منهم شارح الشمائل محمد بن قاسم الجاسوس الجزء الاول صفحة اربعين انتهى الهامش خمسة احمد بن شعيب النسائي ولد سنة مائتين واربع عشرة وتوفي سنة ثلاث مائة وثلاث ستة ابن ماجه القزويني ولد سنة مائتين وسبع وتوفي سنة مائتين وخمس وسبعين خمسة اشهر المصنفات فيه الف كتاب الوفيات لابن زبر محمد بن عبيد الله الربي محدث دمشق المتوفى سنة ثلاثمائة وتسع وسبعين هجرية وهو مرتب على السنين باء ذيول على الكتاب السابق منها للكتان ثم للاكفان ثم للعراقي وغيرهم معرفة من اختلط من الثقات صفحة مائتين وسبع وعشرين واحد تعريف الاختلاط الف لغة الاختلاط لغة فساد العقل يقال اختلط فلان اي فسد عقله كما في القاموس باء اصطلاحا فساد العقل او عدم انتظام الاقوال بسبب خرف او عمل او احتراق كتب او غير ذلك اثنان انواع المختلطين الف من اختلط بسبب الخرف مثل عطاء ابن السائب الثقفي الكوفي باء من اختلط بسبب ذهاب البصر مثل عبد الرزاق ابن همام الصنعاني فكان بعد ان عمي يلقن فيتلقن جيم جيم من اختلط باسباب اخرى كاحتراق الكتب مثل عبدالله ابن لهيعة المصري ثلاث حكم رواية المختلط الف يقبل منها ما روي عنه قبل الاختلاط باء ولا يقبل منها ما روي عنه بعد الاختلاط وكذا ما شك فيه انه قبل الاختلاط او بعده اربع اهميته وفائدته هو فن مهم جدا وتكمن فائدته في تمييز احاديث الثقة التي حدث بها بعد الاختلاط لردها وعدم قبولها خمسة هل اخرج الشيخان في صحيحيهما عن ثقات اصابهم الاختلاط نعم ولكن مما عرف انهم حدثوا به قبل الاختلاط ستة اشهر المصنفات فيه صنف فيه عدد من العلماء كالعلاء والحازم ومن هذه المصنفات كتاب الاختباط بمن رمي بالاختلاط للحافظ ابراهيم ابن محمد سبط ابن العجم المتوفى سنة ثمانمائة واحدى واربعين معرفة طبقات العلماء والرواه صفحة مئتين وثمان وعشرين واحد تعريف الطبقة الف لغة القوم المتشابهون باء اصطلاحا قوم تقارب في السن والاسنادي او في الاسنادي فقط في الهامش انظر تدريب الراوي الجزء الثاني صفحة ثلاثمائة واحدى وثمانين انتهى الهامش ومعنى التقارب في الاسناد ان يكون شيوخ هذا هم شيوخ الاخر او يقارب شيوخه اثنان من فوائد معرفته الف ومن فوائد معرفته الامن من تباخل المتشابهين في اسم او كنية ونحو ذلك لانه قد يتفق اسمان في اللفظ فيظن ان احدهما هو الاخر فيتميز ذلك بمعرفة طبقاتهما با الوقوف على حقيقة المراد من العنعنة ثلاثة قد يكون الراويان من طبقة باعتبار ومن طبقتين باعتبار اخر مثل انس ابن مالك وشبهه من اصاغر الصحابة فهم مع العشرة في طبقة واحدة باعتبار انهم كلهم صحابة وعلى هذا فالصحابة كلهم طبقة واحدة وباعتبار السوابق الى الدخول في الاسلام تكون الصحابة بضع عشرة طبقة كما تقدم في نوع معرفة الصحابة فلا يكون انس ابن مالك وشبهه في طبقة العشرة من الصحابة اربع ماذا ينبغي على الناظر في ينبغي على الناظر في علم الطبقات ان يكون عارفا بمواليد الرواة ووفياتهم ومن روى عنه ومن روى عنهم خمسة اشهر المصنفات فيه الف كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد با كتاب طبقات القراء لابي عمر الداني جيم كتاب طبقات الشافعية الكبرى لعبد الوهاب السبكي دال تذكرة الحفاظ للذهب معرفة الموالي من الرواة والعلماء صفحة مئتين وتسع وعشرين واحد تعريف المولى ألف لغة الموالي جمع مولى والمولى من الأضباب فيطلق على المالك والعبد والمعتقي والمعتق با اصطلاحا هو الشخص المحالف أو المعتق أو الذي أسلم على يد غيره اثنان أنواع الموالي أنواع الموالي ثلاثة وهي ألف مولى الحلف مثل الإمام مالك بن أنس الأصبحي التيمي فهو أصبحي صليبة تيمي بولاء الحلف وذلك لأن قومه أصبح موالي لتيم قريش بالحلف با مولى العتاقة مثل أبو البختري الطائي التابعي واسمه سعيد بن فيروز هو مولى طي لأن سيده كان من طي فأعتقه جين مولى الإسلام مثل محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي لأن جده المغيرة كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان ابن أخنس الجعفي فنسب إليه ثلاثة من فوائده الأمن من اللبس ومعرفة المنسوب إلى القبيلة نسبا أو ولاء ومن ثم ليتميز المنسوب إلى القبيلة ولاء عمن يشاركه في اسمه من تلك القبيلة نسبا أربع أشهر المصنفات فيه صنف في ذلك أبو عمر الكندي بالنسبة إلى المصريين فقط معرفة الثقات والضعفاء من الرواه صفحة مئتين وإحدى وثلاثين واحد تعريف الثقة والضعيف ألف لغة الثقة لغة المؤتمن والضعيف ضد القوي ويكون الضعف حسيا ومعنويا باء اصطلاحا الثقة هو العدل الضابط والضعيف هو اسم عام يشمل من فيه طعن في ضبطه أو عدالته اثنان أهميته وفائدته هو من أجل أنواع علوم الحديث لأنه بواسطته يعرف الحديث الصحيح من الضعيف ثلاثة أشهر المصنفات فيه وأنواعها ألف مصنفات مفردة في الثقات مثل كتاب الثقات لابن حبان وكتاب الثقات للعجل باء مصنفات مفردة في الضعفاء كثيرة جدا كالضعفاء للبخاري والنساء والعقيل والدار قطني ومنها كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي وكتاب المغني في الضعفاء للذهبي جين مصنفات مشتركة بين الثقات والضعفاء وهي كثيرة ايضا منها كتاب تاريخ البخاري الكبير ومنها كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم وهي كتب عامة للرواه ومنها كتب خاصة ببعض كتب الحديث مثل كتاب الكمال في اسماء الرجال لعبد الغني المقدسي وتهذيباته المتعددة التي للمزي والذهبي وابن حجر والخزرجي معرفة اوطان الروات وبلدانهم صفحة مئتين واثنتين وثلاثين واحد المراد بهذا البحث الاوطان جمع وطن وهو الاقليم او الناحية التي يولد الانسان او يقيم فيها والبلدان جمع بلد وهي المدينة او القرية التي يولد الانسان او يقيم فيها والمراد بهذا البحث هو معرفة اقاليم الرواه ومدنهم التي ولدوا فيها او اقاموا فيها اثنان من فوائده ومن فوائده التمهيز بين الاسمين المتفقين في اللفظ اذا كان من بلدين مختلفين وهو مما يحتاج اليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم ومصنفاتهم ثلاث الى اي شيء ينتسب كل من العرب والعجم الف لقد كانت العرب قديما تنتسب الى قبائلها لان غالبيتهم كانوا بدوا رحلا وكان ارتباطهم بالقبيلة اوثق من ارتباطهم بالارض فلما جاء الاسلام وغلب عليهم سكن البلدان والقرى انتسبوا الى بلدانهم وقراهم باء اما العجم فانهم ينتسبون الى مدنهم وقراهم من القديم اربعة كيف ينتسب من انتقل عن بلده الف اذا اراد الجمع بينهما في الانتساب فليبدأ بالبلد الاول ثم بالثاني المنتقل اليه ويحسن ان يدخل على الثاني حرف ثم فيقول من ولد في حلب وانتقل الى المدينة المنورة فلان الحلبي ثم المدني وعلى هذا عمل اكثر الناس باء واذا لم يريد الجمع بينهما له ان ينتسب الى ايه ما شاء وهذا قليل خمس كيف ينتسب من كان من قرية تابعة لبلده الف له ان ينتسب الى تلك القرية باء وله ان ينتسب الى البلدة التابعة لها تلك القرية جيم وله ان ينتسب الى تلك الناحية التي منها تلك البلدة ايضا ومثال ذلك اذا كان شخص من الباب وهي تابعة لمدينة حلب وحلب من الشام فله ان يقول في انتسابه فلان الباب او فلان الحلبي او فلان الشامي ستة كم المدة التي ان اقامها الشخص في بلد نسب اليها اربع سنين وهو قول عبدالله بن المبارك سبعة اشهر المصنفات فيه الف يمكن ان نعتبر كتاب الانساب للسمعاني الذي تقدم من مصنفات هذا النوع لانه يذكر الانتساب الى الاوطان وغيرها باء ومن مظان ذكر اوطان الرواه وبلدانهم كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد هذا اخر ما يصره الله في هذا الكتاب وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين الى هنا ينتهي كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة